السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم بعد غياب بعد غياب أدي إيه يا بالحق؟ أظن من رمضان إحنا إذا ما حسبت الناقض حق رمضان إحنا لقى غياب حبة لكن لو الناقض حق رمضان لا لا حصاب حصاب أربع شهور تقريباً يس يس تقريباً أربع شهور يعني في حد قال لي أنت بقى لكم أربع شهور مشتغلت الشلطة لا اخرس أنت أكيد تتكلم غلط وبدأ انت لا معا حق والله يشوف جات لي كل الظروف الصعبة والطيبة بس أظن كانت أفضل بالنسبة لي أنه الحصاب حقنا كده يكون على جم ما كان فيه أشياء كتير نتكلم عليها لفترة اللي فاتت يمكن إلين إبريل الأمور كانت هادية هو إبريل ماي كانت شيئاً كويسة وهذه اللي حنتكلم عنها اليوم يعني ما حنضيع كتير أعمال بعض الأعمال اللي تكاسل فيها لعمدة في المشاهدة أي هاتدود لكن غير كده مدي مقدمات للناس على فكرة لكن غير كده احنا جايين لكل حاجة قوية من إبريل لليوم فأظن أظن هذا مو تبرير أظن أنه كان تأجيل الحصاد للأفضل لأنه نجي والآن الصيفية الناس اللي مأجزة سواء إجازة دراسية أو إجازة من الأعمال يعني راجع الحصاد في وقته المناسب وفي مناسبة جميلة الحلقة دي هتنزل مثلاً هتكون يا فوسط العيد يا بعد العيد بشكل مباشر فكل سنة والجميع بخير وكل سنة وانت طيب يا دود كل سنة وانت طيبين الله عيدوا علينا وعليكم بصحة وسلام يا رب حلقاتنا دي بتحمل الرقم خمسة وعشرين وعاوز أدي أب ديت معرفش أنت عارفه ولا لأ بس يعني عايز أقولهو لك وعاوز أقول للناس في نفس الوقت تعرف أن أنا البلاي لست بتاعة الحصاد عندي على فيلم جامد لقيتها تقلبة بودكاست تلقائياً يعني أنا ما دخلتش عملتها بودكاست هي بقت بودكاست آه والله واو والميزة بتاعة أنت أصلاً مش عامل بلاي لست للحصاد أنا كنت عايزة نبهك للموضوع ده عامل آخر مرة شفت البلاي لستات حاجة يمكن من سنتين ولا حاجة مثلاً هو آخر مرة عملنا حصاد ما كنوش لسه عامل البودكاست على يوتيوب آه آه الثينج إز أن بما أن البلاي لست بتاعة الحصاد هو ده ده الخبر اللي عاوز أقول للناس بقت موجودة على البودكاست بقت بودكاست إذن فهي صالحة للإستماع عبر يوتيوب ميوزيك يعني لو حد بيحب يسمع بودكاستات على يوتيوب ميوزيك يقدر يدور على الحصاد ويسمع الحلقات بتاعتنا من غير ما يشوفها لو هو يعني مش وحش وشكلنا قوي يعني تعالي دخل معانا الناس في النقاش ده تتوقع لو أخذنا الصوت فقط ونزلناه في مواقع البودكاست حيمشي البودكاست أنا عندي مشكلة أساسية في المحتوى اللي احنا بنقدمه أنه يحتاج كثير أشياء مرئية أحيانا لو أنت نتكلم على المثلين الناس أكيد تعرفهم بس يمكن ناسي الإسم بس لو شاف شكل المثل حيفتكروا الفيلم نفس الشيء يكون يمكن ناسي الإسم بس شاف البوستر حيفتكروا تتوقع لو بنتكلم كده من غير ما نشرح للناس إحنا بنتكلم على المين ونفكرهم حيلاجي نفس الصدى الكويس اللي بنحطه على اليوتيوب أدعي أنه هو ينفع لأنك لو فكرت فيها معنى كده أنا ما ينفعش يبقى فيه بودكاست سينمائي على الإطلاق لأنه ما فيش أي مناقشة سينمائية ممكن تطلع من غير بعض الإشارة لبعض الأسماء لبعض الممثلين لبعض الأفلام وهذا اللي مخلي هنا أنا وإنت البودكاست السينمائي العربي الوحيد تقريبا بعض المحاولات اللي صارت هنا وهنا بس بودكاست مستمر ثلاث سنوات بيتكلم على أفلام ومسلسلات بالعمق اللي احنا بنتكلم فيه ما أتوقع فيه وإذا فيه بالله قلونا عندي فضول أعرف مين موجود أغلبهم بيتكلموا بطريقة جدا يعني ما هي عميقة وبيأخذوا موضوع أو اتنين وكون هو عنوان الشيء فالكل بيتفرج هو عارف بيتفرج على أي أساس مسبقة موزل لما تكون أجندة مفصلة وإحنا بنتفرع في المواضيع كمانا وبنخرج من الممثل وأعماله السابقة وغيره فأتوقع من غير الأشياء المرئية للجمهور الناطق باللغة العربية اللي صرته ما هي مقطوعة في نيويورك وحافظ كل المثلين وأشكالهم هتكون صعب يعني أنا بقولك الحاجة الوحيدة اللي احنا ممكن نساعد بها أزيت شوية نحن نبقى إكسبرسيف وإحنا بنتكلم على الناس يعني لما نجي نقول اسم الممثل لو أنتوا فاكرينه دا اللي كان في العمل الفلاني دا اللي أبني دور الفلاني كده أنت بتقرأ بالصورة الأقصى درجة ممكن أكتر من كده مش ممكن والناس زي ما أنت قلت قدين أشرقناهم في الحوار وهما بايقولوا لنا رأيهم إيه في الموضوع دي يلا نسمع منكم نخش في أول موضوع باشا احنا عندنا كم عمل اليوم عشان بس كده نفرح الناس كم عمل معنا تلتاشر عمل نتمنى أن الوقت يسمح لنا أن احنا نتكلم فيهم كلهم معنا عشر مسلسلات آه سوريا عشر أفلام وثلاث مسلسلات منهم مسلسلات ينتهي بعد وهو مسلسل دارك ماتر بس دا ما ينفعش ما نتكلمش فيه المرة دي بصراحة يا هو لسه فاضل فيه حلقتين بس احنا لو أجلنا يبقى قبل ما نيجي نتكلم فيه حيكون قدم هسألك جدام الناس برضو برضو فيه مسلسل جلنا عليه وقلت لي أساسي هده حيدخلوا لأ طيب بقى اتناه استنى لو عاوز يلا بس دفعت منه حلقتين بس بس ندي انطباع أولي يلا بين أتفرقت عليه عجبني جدا كمان طيب تمام حاصل دخلهم ما هيعرفون بقى اربعة مسلسلات يلا 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 خلينا نبدأ بسم الله يلا بي نخاول فيلم تحب نبتني بقى الأقدم يتهيأ لي من اللستة بتاعتنا هو ديون يلا ناخد ديون على طول كده على الطائر يعني احنا هو ده الشيء الوحيد اللي كان صراحة يستاهل نقوم حلقة كاملة على حسه وللأسف ما ما قدرنا نعمل نرجع لان ما احنا متأخرين مرة كثير ما زال ونزل الآن بلوري اتوقع الكل اللي تفرج عليه مو زي فترة من الفترات كان بس موجود في السينما تجربتك مع دون تو يا كابتن وعملت منقشة انا دخلت انباريت لوجه تنظري على طول في ستريم ما عملتش ريوديو على جنب دخلت اتناقشت معها على طول وانا شايف ان ردود الافعال العامة وارد فعلك انت خاصة اوفر ريتد جدا بالنسبة للمستوى جاودة الفيلم ودي نقطة محيرة بالنسبة لي لاني دايما لما باجي اتكلم على حاجة انا شايف ان اتقدرها زائد بضطر ان انا اشير اكتر من اللي يازم لعيوبها ده مش معناه ان انا بقول عليه عمل وحش بس انا بجد وانا مستعد للدفع عن وجهة نظري شايفه اقل من الجزء الاولين جميل طب انا بغير سمع منك قديني لان انا المراجعة عندي اتكلمت وقلت جدي ايش انه بنى الجزء الاول ولو نفتكر بندي للناس برضو والحصاد موجود يمكن ان محمود لو نرجع ونشوف رقم الحصاد وتحط الله همهو الان هيكون جميل ترجع وتشوفوا حصادنا عن الجزء الاول وتكملوا حصاده الان على الجزء الثاني فنقارن بينهم في الجزء الاول انا ومحمود برضو كنا مختلفين وبرضو محمود كان شايف ان انا مدي تقدير اكبر للجزء الاول ان انا كنت شايف انها بداية عظيمة للسلسلة الجاية وانا كنت معطيه عشرة من عشرة ديك الايام كواحد من اجمل بدايات الافلام اللي قدر تبني العالم بشكل كبير جدا العيب اللي عنده محمود اللي كتير اتفقوا معاه كمان انه طيب ما شفنا شيء انت بس بنيت وما شفنا اي حاجة الفكرة اللي انا كنت جاي عليها مقارنة مثلا بافلام لورد اف درينجز الجزء الاول من الفيلم برضو هي بداية الرحلة احنا ما عرفنا اي شيء من العالم اتنين بيمشوا ووصلوا وتحاربوا مع كم في الطريق وانتهى الموضوع لكن ما حيقدر يقلل من اهمية جزء الاول من لورد اف درينجز وهذا اللي اشوف كمان ما اشوف انه احد يقدر يقلل من اهمية دون الجزء الاول اللي عرفنا على العالم القبائل اللي فيها قولة اتصادية اللي موجودة فيه الانواع البشر والمخلوقات اللي عايشة فيها العقائد اللي عايشين بيها وكل هذه الامور بطريقة جدا سلسة وصولا لحالة الخيانة وصولا لانقلاب اللي صار على الدولة وصولا لخلاص الحفل الان الابن لازم انه يتصرف ويحمي نفسه جزء اول كان بالنسبة لي متكامل جدا انه عرفني على هذا العالم اللي ببني على مجموعة كتب كل كتاب بهذا الحجم فطبيعي اني انا اه يعني انا انا جدا عجب الجزء الاول الجزء الثاني ليش عجبني لانه فيه كل شيء محمود وجماعته كانوا ضده في الجزء الاول جاوبوكم عليه ما شفنا قصة ما شفنا الشخصيات السوات ادوكم ما شفنا قتالات ما شفنا ادري اعطوكم طب ايش الهدف اللي حالوصله وحالو في الراحين اعطوكم طب انا ماني شايف يعني لا الجزء الاول اللي بنى بناء جيد عجبك يا محمود ولا الجزء الثاني اللي كمل على البناء الجيد وقدر انه يعطينا قصة ما هي جديدة قصة اقدر اقول انها مكررة من كتير اشياء شفناها قبل كده بس سنرجع ونفتكر ان الرواية اصلا اقدم من كتير من قصص تانية حتشوف انه من وجهة نظر مختلفة انه قصة كانت رهيبة فابو فما بسمع منك انا هذا رأيي واضح بسمع منك انت يعني لا هنا ولا هنا عاشبك بس انا اشرت فعلا في الجزء الاولاني لان انا ما عجبنيش ان احنا ما عندناش تريقة او ما عندناش قصة متكملة وكانت السبب فيها او السبب اللي قلت الموضوع دوت هو اني اتصدمت بنهاية الفيلم لاني ما كنتش اعرف انه هو جزء اول من احداث بس بعد ما ايراب ماي برينا راوندت زي ما بيقوله وفهمت ان دوت جزء اول ولسه فيه اجزاء تانية وان دي مجرد حلقة في سلسلة انا تخطيت العيب ده تماما العيب اللي حقيقي كان عندي يعني تعقيب واضح هو الحنية الزائدة في محتوى من المفترض ان هو يكون صادم وانا شفت ان اللي اثر في تجربة مشاهدة الجزء الاول انه ما كانش اقار ريتد وانهم يحاولوا ان هما يرضوا بيه جميع الازواء وده موضوع برضو حقيقنا لواحد من الافلام اللي حنتناقش فيها النهاردة ولكن انا انظهرت جدا 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 بتقديم كل مفردات العالم بتاعت الجزء الاولاني وعلى فكرة البصلة العالمية او البصلة حتى بتاعت المشاهدين العرب على الجزء الاول ما كانتش مرحبة اول مش زي الجزء التاني يعني الجزء التاني البصلت قلبت تماما عدد المرحبين اكتر بكتير من الناس اللي عندهم تحفظات انا مشكلتي الاساسية العنوان الرئيسي لمشكلتي مع الجزء التاني هو عدم التوازن في الجوانب بتاعت القصة وتخصيص وقته اطول من اللازم للجانب الاقل اهمية لدرجة التكرار الجانب اللي احنا ركزنا فيه قوي 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 هو الصراع ما بين الجيل القديم والقديم والجيل الجديد في استقبال البطل اللي المفروض انه فيه نبوءة بتسنده بينما الشباب شايفين انه هو مفيد وقوي وكل حاجة في الدنيا بعيدا عن التفكير الكلاسيكي او التفكير الجنوبي ودود خلق شكل من اشكال الصراع على مستوى الاجتماعي وخلق علاقة حب ما بين البطلين اللي هما شلامي وزندية انا مشكلتي ان الفيلم دوت لو جيت تعد عدد المشاهد اللي موجودة فيه لكل الممثلين هتلاقي عدد اكتر من اللازم بيه كتير جدا لزندية واصلا المساحة اللي هي تحركت فيها على مستوى مشاعرها ما هيش واسعة قوي يعني هي ما عملتش كل التقلبات اللي في الدنيا علشان تبقى البطل الرئيسي بتاع الاحداث الحاجة اللي انا كنت عاوز اشوف لها مشاهد اكتر هي الصراع مع جنب الشر مع الشخصية بتاعت اسمه ايه باطلر كنت حقول جرار باطلر اوستن باطلر الابيض لكل ابيض ابيض اوستن باطلر اقب الزبط اوستن وباطيستا وابوهم والعموهم والشكل الانتقال بتاع موازين القوة ليه باطيستا فقد السيطرة تماما على مقاليد الامور ازاي الولد دوت طلع او نجم مسطع داخل المجتمع بتاعه وشوفنا فيه مميزات كتير لم يتم التدليل عليها داخل الاحباب مجرد ان هو عمه وقالها هو مجنون وعبقري ومخطط ومحارب ومعرفش مين كل حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها لو الدين عليها دليل واحد يبقى كتر خير الدنيا في الاغلب احنا مبننتش عليها اي دليل على الاطلاق حتى الصراع اللي هو مش عارف انت طبعا خبير اكتر مني بكتير في العالم بتاع جيموف ترونز الصراع بتاع بتاعة الأخين اللي بيكرهوا بعض شوفت بنا ازاي داخل عالم جيموف ترونز على مستوى المسلسل بس انا واحد مقاردش الروايات بس انا فاهم التاريخ كويس قوي ما بين الاثنين فيه تاريخ مماثل يعني انا شفت ان العلاقة اللي هما خلقوها ما بين الاثنين في الفيلم ده المفترض ان هي متشبهة الى حد ما ان هما اخين بيكرهوا بعض بسلام حاجة تاريخية تم الاشارة لها وما تقدمتش خالص جوه الاحداث واول مشهد جامع الاثنين مفترض ان هو مشهد الاهانة والتنكيل بتاع الاخ الاصغر بالاخ الاكبر بدون مقدمات بدون دلائل بدون تخصيص مشاهد كافية حتى القتال الاخير اللي ناس كتير اعطته صفة الاسطورية انا بالكتير لا بالعكس انا هده هنا اتفق معاك انا اتفق معاك جدا في القتال الاخير شايف وهادي وقلتها انها مشكلة مستمرة معانا من الجزء الاول ان عمري موسط لحالة الخطر على البطل حجنا عمري ما حسيت ان هو ممكن يسر له حاجة حتى القتال الاخير انت هيبرت هذه الشخصية اللي قاعدنا نتكلم عنها الان هيبرتها ووصلتها المرحلة كبيرة جدا من الاسطورية في الاخير القتال ابو كم دقيقة وانتهى وما حسيت بأي خطر على البطل هذه انا قلتها مشكلة تانية كمان كانت عندي مع الفيلم انه باتيستا المفروض انه فيه عداء كبير الان هو كان السبب في موت احد الشخصيات المهمة في الجزء الاول الجزء التاني منصار ومات بكل بساطة مجرد انهم دوبهم جوغ هابلو قتالو انتهى طب الدين الارك حق الانتقام بالكامل والفينجرس والكامل انا اتفق معاك في الاثنين دي كلها بس يا محمود من احيات تانية يا محمود احنا من روح السينما دائما غصبا عننا في عندنا بعض النقاط هتغطي على العيوب بشكل كبير جدا خصوصا من تقدم بطريقة اسطورية انا لا يعني اذا كان في احد بيشك في هذا الشيء في الجزء الاول الجزء الثاني ما حيقدر يشك في قدرة ديني بلينو انه دينة هذا العالم اللي حسسك انه حقيقي من قد ايه كبير من قد ايه مهيب الجودة المؤثرات البصرية على المؤثرات الصوتية مع بعض كانت تقشر الابدال لأبعد درجة في الوقت اللي بنشتكي وحنشتكي الان في كل الليستة اللي بنتكلم عليها حنشتكي من المؤثرات البصرية يمين ويسار نلاقي فيلم يعني كيف اقول لك يعني المؤثرات البصرية شالته وشالت جوانب كبير فيها مع المؤثرات الصوتية مع دخامة الصوت مع نهاية للفيلم جميلة جدا انه تقريبا هذا البطل الآن اللي اللبوء اللي طالع عليه تم تشالمه انا وانت مدحنا فيه بشكل كبير جدا خلال السنين رغب اني ما بحبوش انا معترف بقودته ما بحبوش وهذا الشي اللي يخليني احترمه اكتر انه الازمي نفسه ما زال عندي شايف انه عنده كثير لازم يبينه بس لما يطلع ونما يجيه فرصة زي المشهد اللي طلع فيه قدام الناس وخطب بالكلام واستخدم هذه اللغة اللي كان جدا جدا مقنع قلاني انسى كل الاشياء دي الجانبية واشوف الصورة الاكبر للعمل لا عمل رائع عمل رائع عمل متكامل عمل وصلني كل الاشياء القوية اللي موجودة على الرغم من كثير الجوانب السلبية طبع انت شفت زندايا في موقف السلبي وانا قلتها انا بديت اشكك في قدرة زندايا التمثلية اللي نشوف فيلم شالنجر واللي نفسي انك تشوفه عشان نتكلم عليه بس خلي دا على جنب ناخد خفير بردين الله اكبر الله اكبر شايف انه صاحب العداء الافضل في الفيلم يعني بالضبط خفير بردين عطاني في الجزء الاول القائد العصامي العصامي يش دخل عصامي القائد القوي للكل وراه اللي يرفض ان لا احد يمشي كلمته عليه الجزء الثاني مداك يديك القوة بس في نفس الوقت يبين لك انه عنده قناعات والقناعات دي ممكن توصله للمرحلة من السطحية اللي تتقول كيف انسان بهذا القوة ممكن يكون عنده قناعات سطحية بهذا الشي وهذا الشي بنعيشه جوميا هذا الشي شايفينه حولينا في امور كثير سواء كانت دينية مالية اشياء كثير كيف انه شخص واحد يجمع بين صفتين تكون النقيض تماما فلما اشوف كل هذه الامور يا محمود واشوف جزئين من اجمل ما تم تصويره في اخر اربع سنوات واشوف مخرج جدر فعلا انه يكون حريص على تقديم رواية من افضل المبيعات في العالم انا ما قرأتها والحمد لله انه ما قرأتها لانه شفتها تصويريا حاوصل للمرحلة دي انا ما شوفوا هيبر انا اشوف ان الدينا حقه خصوصا انه على الاجل اللي عندنا في الوطن العربي ما دينا المبيعات الصح هي النقطة حقه ده اللي ممكن تفسر التفاوت في موقفنا عن بها لان انا حاسس ان انا اديت الفيلم العدالة الكافية في الجزء الاولين وشكرت في التجربة البصرية الى اقصى درجة ممكنة في الوقت اللي الناس ما كنتش بتتكلم عنها بهذه الدرجة من الانبهار وقلت موضوع التخيل بتاع كيفية وجود طيارات في المكان اللي احنا فيه ده ازاي يبقى فيه ادوات بتاع التنقيب بتاع الحفر ازاي نواجه الاخطار التخيل بتاع الدود حتى في الجزء الاولاني مش في الجزء التاني الكلام ده انا اديت وحقه بيه كفاية وعلى فكرة في الكلام يعني الجزء التاني اعطيت مشهدين بالتحديد حقه مو زيادة كمان اولا من المشهد الاول بتاع التروبرز بتاع الهاركونن لما وقفوا الجاذبية وطاروا والكلام ده انا انبهرت انا شهقت وانا بتفرج من الروعة المشهد والموسيقى المصاحبة ليه بكل تفاصيله وطبعا مشهد ركوب الدودة بكل تفاصيله بكل الاختار اللي موجودة فيه وان كان تأثر شوية من النقطة اللي انت وضحتها واللي اتبنت عليها لغاية نهاية الفيلم ان الرجل بتاعنا ما بيتعرضش لأي سات باكس من اي نوع في الجزء التاني يعني في الجزء الاولاني اه طبعا تعرض حياته كانت على وشك الانتهاء وكان هدف وقبض عليه ونجه بمعجزة وابتدينا نشوف قدراته القتالية ومعرفش مين في الجزء التاني ده ما قابلش مشكلية بقب ازود عليك انا كان جزدي في القتالات الفردية حتى الجزء الاول فاول قتال الفردي اللي هو جاني نهاية الفيلم قتال الفردي بس هو في نهاية الفيلم اهو في نهاية الفيلم يعني ما كنش لسه دللنا على انه بيتخطى كل العقبات بالزبط هو ده لكن في الجزء التاني انا وصولا للقتال الاخير يا ماهر حتى بعيدا عن ان انا مش منباهر بتفاصيل القتال هو كويس بس مش منباهر به فدي نقط احنا متفقين فيها مع بعض انا وانا بتفرج مقرر في مخي من قبل ما اشوف نتيجة القتال دوت ايه لو اوستن باطلر مكسبش يبقى احنا عملنا ايه يا جماعة يبقى احنا قدمنا حدوط البطل فيها بينتصر لغاية النهاية ماشي يا سيد ده جزء تاني ولسه فيه جزء تالت وفاهمين كويس اوي الاخطار اللي موجودة وتزرعت فرص ليها واضحة جدا ليها علاقة بالاختة التي لم تولت بعد وليها علاقة بالجنين اللي ساب وفي دراثة في واحدة من الجزويتس دول ولا مش عارف مين اللي هي اللي هي السيدو بالحاجات ديات كلها ماشي كده فيلمين مطلوب مني اديلك فيهم ده بنافت اوف داوت مش كسير شوية يعني انا اديتك ده بنافت اوف داوت في الاولاني وبرضو في الجزء التاني بتديني ارك غير مكتمل لا انا انا شوف انه الارك مكتمل انا اللي شايفه غلط هو دخول الشخصية هادئة الثانية شخصية اوستن بطلر ما لها وجود فلو خلالت جزء الثاني على الانتقام من باتيستا كان افضل كده كان كسبت من البناء اللي عمله في الاول وكيف كملت على الثاني دخول شخصية ثانوية معانا على الخط ما يقلم من القصة ككل القصة ككل الآن كيف انه انت خلال جزء الثاني بالكامل قدرت تطور من شخصية بطلنا انه يستخدم القدرات اللي عنده وكيف انه يتحكم في هذا الكوكب اللي الكل طمعان فيه وكيف يكون سيد هذا الكوكب الآن مع نهاية القصة في الجزء الثاني اللي هو كان في نهاية جزء الأول فقد مملكة بالكامل ارك متكامل يا محمود بالعكس ارك متكامل جدا لو طلعت على شخصية تيموتا شالمي من بداية القصة للجزء الأول جزء الثاني ارك جدا متكامل الآن يخليني استنى ايش الحرب حتصير مع الكواكب اللي من برا حتى الآن هو في حالة صعود مستمر لازم اشوف منه وشين والوشين دول متوقعين اولا الوش المهزوم سنايا الوش الفاسد انا من غير ما اقرأ الرواية من الواضح جدا ان ده حيحصل الوجه المهزوم اللي هو لما يقابل القوى الأخرى واشوف له ساتباك وكنت متوقع اشوف دوت في الجزء الثاني والوجه الفاسد ان السلطة حتفسده هو اراخر وده متوقع جدا ان هو في نقطة من النقاط مش هيبقى جانب الخير بالكامل بس محمود انت ضيعت ان هو سقط في الجزء الأول الجزء الأول سقوط من الله يدور عليك عشان كده انا بحب عشان كده انا حبيت جزء الأول اكتر ده اللي اهو ده متاب Spy الجزء الثاني اذا كان جزء الأول رحلة سقوط فالجزء الثاني رحلة سعود الأول كامل سقوط الاول ما صدا صادت فاية فلاول يبقى اي يا اي الاول رحلة سقوط جانب الشر المخيف المرعب بتاع الأب العم الدو ده اللي معرفش ماله اللي نجى من محاولة الانتقام اللي بيصدر أخوف مخيف لكل واحد قدام الشاشة والثلاثة تضربوا زي الدبان هل أنا يعني الجزء الثاني مخصص بالكامل عشان يبين لنا أولا حقيقة النبوءة وثانيا أن بول أتريدس هو لا يستهن بها ده أركب مش مكتب أنا أسمع أسمع أنا هنا أتفق معاك بشكل كبير إذا إحنا نظرنا أنه العالم حقا مقتصر على اللي شفناه بس في الجزء الأول والثاني وكيف أنه هذه الدودة هي الأساس حق الشر لا العالم تم تقديمه من البداية أنه هذا جزء من عالم كبير متآمر على ده المكان اللي بس إحنا ركزنا عليه كيف أنه من العالم الكبير ده كله الدودة والشعب حقه هم مسيطرين على داب الكامل لكنهم هم كل العالم دفلوم الإمبرار كريستوفر وولكن وراخر في منطقة التفاهة الإمبرار اللي كان مجرد فكرة في الجزء الأولاني تشيب على مدى الرعب والخوف بتاعه اللي صداره أوسكار أيزيك اللي كان أفضل شخصية في الجزءين أنا ما شفتش في الجزء التاني شخصية تعطفت معها وتواصلت معها لا زي أوسكار أيزيك ولا زي جيس الماموه حتى جوش برول إن إلا أنا كنت مترقب ظهوره في المرة التانية ظهوره في المرة التانية باهت إلا أقصدارها صحيح صحيح أنت بوسي ميرفر إبنيو بينك أن أنت مندي الفيلم ده بنافتة الدو داوت أنا 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 مش حاسس كده أنا أنا مون بنافتة الدو داوت أنا اللي مندي الفيلم أني بأشوف أنه الجوانب الإبداعية اللي قدمها بالقوة هذه بالعظمة دي ببساطة تغطى على أي جوانب سلبية ممكن أنه أي أحد أنه يشوفها وإذا ما قدرت أنه أنا أتغطى عنها دقي الساعة ما أتلام لما أشوف أفلام سيئة وما قدر أقدر فيها الجوانب الإيجابية لا لازم أقدر الجوانب الإيجابية بالذات لما يتقدم بهذه العظمة لازم أني أقدرها ولازم أني أتغاضى عن بعض الأمور السيئة اللي فيها ولازم أدي وأكون عندي إيجابية مع المخرج أنه قادر على تقديم قصة ثالثة وأنه قفل الثلاثية بطريقة أجمل كيف لا كيف شخصا كلها هو يشكك فيه أنا مش مش عايز أقول متوقع ولكن مش مستبعد إنه ما يرجعش إلى جزء الثلاث لا هنا هنتكلم في هنا هنكون دخلنا على جوانب لا يعني أنا أنا صعبا أنا والله شفت شفت على تيك توك كان لقاء في الشارع واحد بيعمل لقاء مع ناس في الشارع عن السينما بيقول لهم أكتر أفلام وابتاع واحد منهم متكلم على ديونتو وقال أنا أنا ما بقولش إن ديونتو وحش وأنا كمان ما بقولش هدلت ديونتو وحش بس أنا عجبني رأي وفشخ يا مهر إلى أقصد درجة بس الفيلم ده بالتلات أجزاء دول أنا مستخسر فيهم دوني فينف إنه هو يتزنق داخل هذه المشاريع لمدة ست سنين ولا سبع سنين ولا ثمان سنين ولا تسع سنين بعد ما دلل على اللي يقدر يعمله في الجزء الأول وخلاص يا عم لا اطلع بقى اطلع عاملي حاجات تانية من اللي انت بتعملها ده أنا شفتك وانت بتعمل ساينس فكشن ده أنا شفتك وانت بتعمل دراك كارتل ده أنا شفتك وانت بتعمل قصة بتدور عن ويلات الحرب أنا عايزة أشوفك بتعمل حاجات تانية مش عايزة تتزنق جوه العالم ده كله خلاص أنا فهمت تقدر تعمل ايه وقدرت دو الله بس كل مخرج ومو كلهم مو بالضرورة كلهم بعض المخرجين بتجيهم فرص في العمر إنه يكون عندهم تيرالوجي وتقديم تيرالوجي مو اي واحد قادر عليه يعني ليش ترفض مين عمل تريالوجي محترمة وطلع منها كويس عن the other side جاكسون حق لورد الدريمز ما طلعش منها كويس عن the other side لا بغضل لأنه قبلها أصلا لو ما عملش غيرها ومعرفش يعمل حاجة تانية بعدك بالضبط في فرق وهذا الفرق ليش ما يطول نولان الفريالوجي بقاته مش متكاملة نولان عنده فيلم حل مش متكاملة مش متكاملة فيلم واحد لأنه بالنسباني كمان بقول أنا أقول دارك نايت غير عن البقية الاثنين الثانية أنا متفق معك بس بقولك ليه ما يكون هذا أول شخص قادر على أن وسط كل التنويع اللي عنده في المحفظة الكاملة حقية الأفلام تبع البرتفوليو كامل كمان تيرالوجي يكون متكامل والله هنا أشوف لو في شخص قادر علينا يسويها فهو هذا الشخص كانت عن نولان وما قدر أن يعملها وما نشوف أي أحد تاني قادر يسويها غيره والفيلم ده تحديداً لو أتسلم الآن لأحد في نصف الطريق لأحد تاني ما حيديني أنا كمحبل في السلسلة ما حيديني النهاية الفيجوال لايبرري خلاص استدلشت هو مش هيضيف جديد في النقطة دي وأنا أديته حقه في الموضوع ده تماماً في الجزء الأولاني وتأدير التجربة البصرية فنياً خلاص هو أخده وتأديره تجارياً هو بيحصل نتائجه خلاص هو أخد الابروفل بتاعت الجزء الأول والجزء الثاني ولم فلوسه والعملية زي الفل أنا عاوز أشوف منك حاجات تاني بصراحة نستنى ونشوف نستنى ونشوف يلا العملية زي الفل ننتقل اللي بعد هو كورونولوجيكلي يبقى مين اللي بعده يا برينس مفروض سيفل وور سيفل وور يلا بينا سيفل وور تعرف أن السيفل وور ده كان أكتر فيلم أنا كنت مترقبه السنة دي فاكر أتكلمنا لما نزل التريلر وأيامية في الناقد على الشرك أتكلمنا كمان كيف أنه التريلر في الأوضاع السياسية اللي في أمريكا حينزم في سنة انتخابات كمان التريلر ما كانت سهلة وورتنا جوانب كده يمكن بعد ما خلص قاعد تقول بس يعني في الوسط فيلم قاعد تقول أنا مسلمين التريلر على لقطة ضيف في الأخير كان أوه أوكي مع أنها لقطة قوية بس أنها يعني جات بشكل سريع بس شوف أنا الفيلم شفته مرتين مرتين واو ليه يس المرة الأولى شفته كنت في سنجابورا ويجات اللي فرصة أن أدخل للسينما دخلته هو ودخلت من كمان حق وش خسارة ما حنتكلم عنه اليوم فسيبل وور تخلصنا بقى مش كلش وتعطي أطنني بقى بكلمتين بقى مش أنت مو عشانك أنت رحت شفته في سنجابورا أنا أشوفه فين أنا أنا كنت في جواتيمال لو دخلت ملقتوش حامل إيه الشاهد دخلت سيبل وور بس شفته وأنا في حالة جيت لاغ نومي ما كان مظبوط وغفيت في أكتر من لحظة في الفيلم كملته وقدرت أخرج وأنا عارف الفيلم بيتكمل بيتكلم على إيه بس حاسس في ذلك هو إيقاعه في المرهق مش حلوي بالضبط فأنا بره حاسس أنه أنا فاكر الفيلم بس حاسس أنه فيه جوانب كده كنه جاني اغماءة بني قادر أربط يعني لعدت أقول طب لا يكون رأيي الآن متأثر بإني ما شفت فيلم بالكامل وإني ما كنت صاحب الكامل فاستنيتي إلي ما نزل آيتونز وشفته مرة تانية قبل شهر أو شي فيه برضو على الطيارة نزلته وشفته كامل اكتشفت أنه إيه والله كان في لقطات كبيرة ما حتأثر على سياق الفيلم بالنسباني بس أثرت بشكل كبير على رمزيات معينة الفيلم كان حابب أنه هو إيش أنه وصلها وهذا هو الفيلم الفيلم رمزيات بالشكل الأكهم أكثر من أنه بيروي حاجة معينة الفيلم لا بيقول لك الحرب الأهلية بدأت ليش ولا بيقول لك الحرب الأهلية نهايتها إيش ولا هو واقف مع اليمين ولا هو واقف مع اليسار واللي هي أكثر النقاط الثلاثة اللي أنا شخصيا كنت كان عندي فضول أشوف هوليوود أكيد هتوقف مع اليساريين يعني أكيد ما هتوقف مع اليمين وكيف أنا حتصورهم فوق ده كله ما بتصور حتى الأفكار اليسارية وللأفكار اليمنية وأنه هي مثلاً اللي أدت إلى اندلاع الحرب أبداً 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 هي بتوري لك وضع الحرب وكيف أنه المصور والفوتوغرافر والجورناليس الصحافي إيش دوره في نقل الحقيقة وكيف أجيال مختلفة من الصحافة ممكن تترجم مسؤوليتها تجاه الحروب بطريقة مختلفة شوفنا الرجال كبير في السن اللي هو كان صوت ناسي اسمه والله انت كويس في الأسماء من البطل من الشايب الراجل الكبير معرفش اسمه بس احنا شفتناه في حاجات كتير شفتناه في طور هايس وشفتناه في الجزء الأول بتاع الديون وليه مشاهد متصورة في ديون تويتشيل للأسف فعندنا زي ما قلنا ثلاثة الصحفيين دول أولي متر ثلاثة أجيال الراجل اللي تكلمنا عليه دالي فدون كريستين دونست بدور الصحفية الأسطورية اللي البنت الصحفية الجديدة بتتطلع عليها وكيف نظرتهم للحروب بتختلف من شخص للثاني وكيف أنه الصورة اللي بنوصلها بتختلف واحد من المشاهد اللي أثرت معايا بشكل كبير واللي أشوف هنا فرصة مهدرة على الفيلم ما أنه تغلغل فيها بشكل أكبر كيف لما ندخلوا على واحد من المحلات اللي تبيع ملابس وكانوا بيتكلموا مع بنت يعني قاعدة على بنت ماي كبيرة مرة تقول نهاية 18-19 بداية العشرين بتبيع فالبنت عايشة حياتها عادة رجال بيقول للي إحنا في حرب أهلية ترى أنت ما أنت عارفة ما جاكي الخبر قلت له إلا أنا عارفة بس يعني أنا بحاول قد ما أقدر إنه ما نتفرج على التلفزيون خلاص مسلمة نفسها للقوة اللي ماسكة هذا المكان اللي كانت البلد كلها كد مش هي بس كل البلد فهم أشتغلوا هدينا هتوصل إنه كيف إذا وصلنا لدرجة إنه الناس ما تتفرج على الصحفيين أو ما تتفرج على المعلومات اللي يتناقلها الصحف أو يتناقلها الإعلام لأنه ممكن واحد من الأسباب إنه الإعلام صار أداة حربية وهذا الشيء اللي يخلي الناس الآن يبعد عنها لأنه ما بينقوا للحقيقة بينقوا الآراء شخص آخر أنا مرة حبيت الثيمة هذه كانت جدا 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 رائعة في الفيلم وشايف إنه كنت ناقص حوارات من دان نوع لأنه كثيرا أحيان في الفيلم كنت أنا بس بأنتقل من مكاني الثاني وبيتكلموا بشكل عام الفيلم رائع لا تفهمني غلط الفيلم مرة رهيب في طريقة تصوير نهاية العالم المنطقية لو نحن نشوف نهاية عالم لا هذه نهاية عالم ممكن تصوير في أي لحظة في أي دولة عظمة كبرى كل يوم بنسمع عن مظاهرة في فرنسا كل يوم بنسمع عن مظاهرة في أمريكا ممكن ننشأ منها نهاية عالم من هذا النوع فكان فكان كان جميل سياق بس كنت ناقصني كنت ناقصني حوارات أطول في النص يستخدموا فيها نفس الحوار ده اللي شفتوا حقا البنت اللي شغال في متجر الملابس بس وهذا اللي كنت نستني من الحوار مع الناشناليست أو أو ما يعرفوا اللي هو أمريكا أولا العرق الأبيض بدري إيه وكل كلام ده اللي جيسي بليمنز يا لطيف خمسة ثمانية ولا خمسة دقائق أجمل دقائق في الفيلم كله أقصى درجات التوتر الآدم إيشان أقصى درجات التوتر وأنت تصدق أنه يطلع منه الشي ده عارف؟ يعني أنت تصدق أنه يطلع منه الشي ده كاستن شويس رائع تفاصيل بسيطة كانت في الدور اللي مفوضة أن أنا أضحك عن نظارة اللي لابسها إيش نظارة حمرة وكانها حق تبوب بس الآدم ده شايف أحمر شايف دم في كل حاجة بيسوي يعني فيه تفاصيل كده كانت مرة جميلة في الفيلم بس أقدر أقول أنه درجة الترقب في الفيلم ودرجة إعجابي بعض الجوانب في الفيلم ما كانت بالدرجة اللي أنا كنت متأمل عليها لما أنا وإنت تتكلمنا في البداية عليه يا نحو هو الفيلم بيعلي التحدي بشكل كبير قوي زي ما أنت شرحت في أنه بيقلب توقعاتك مية وتمانين درجة أنت داخل تتفرج على حاجة هو بيقدم حاجة تانية خالص بس لو أنت تعطفت مع الفيلم لو أي مشاهد من اللي بيسمعونا وبيتفرجوا علينا ما شافش الفيلم ومتردد أنه هو يشوفه لا ضروري لا اتفرج عليه وخليك لين يعني خليكوا لينينين وتتفرج عليه اسمع اللي هو بيقوله لأن بالأمانة بمنتهى الأمانة اللي هو بيقوله أهم اللي هو عاوز يقوله أهم مليون مرة من أنك تخش بالتصور بتاع وجهة نظر اليمنين ولا اليسريين ولا المحافظين ولا المتحررين ولا الديمقراطيين ولا الريبوبليكين حتولى الخلاصة أنها حتولى وعلى فكرة الفيلم بتاع فرانسيس فورد كوبلر اللي هو ميجالوبلس بيوافق على أنها حتولى هو خلاص يعني المفكرين الأمريكان حطوا نفسهم دلوقتي في إطار توقع لأن هتولع يعني هتولع احنا ماشيين على بداية طريق أخرته كده 100% طيب هل الراجل جبن من أنه هو يقدم عدد من التنبؤات 100% لا ده قدم عدد من التنبؤات في منتهى الجرأة ولو المستقبل طلع مظلم زي ما هو متخيل الناس حتستند لكلام من اللي تقالجه هو الفيلم دوت على أنه كانوا بوقات فوق مستوى المنطق وأنا أذكر الصفات اللي هو وضعها في الرئيس الأمريكي دي مهمة جدا 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 ومشهد في بداية الفيلم لما جئين بيعرضوا على البنزينة فلوس فالك إحنا عندنا فلوس قال له لا 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 كينيديان دولار يا كيف أن الدولار حيبخذ هميته كمان هادي كانوا دولار أمام الدولار الكندي هو دوت اللي حيبقى فلوس هذه نكتة وهذه نكتة اليوم الدولار الكندي بعد كده لما بتتحقق على أرض الواقع الناس بتقف قدامها مزهولة الفيلم مركز أولا وأخيرا على أهمية الصحافة وعلى تعريف دورها الصحفي موجود بس ما عرأهم بس ما عرأهم أنا هادة اللي زعلني لا 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 هو حط تلات ملايكة لا 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 هو حط تلات ملايكة مية في المية وهو ما حطش السلبي ما قدمش الجنب السلبي إطلاق وانا مشكلات اليوم وانا مشكلات اليوم مش هو الفيلم بيعرض في وقت إحنا كلنا عايشين أحداث غزة واللي بتصير وكلام ده كله إنت بتعرض في وقت العالم شايفة إنت يا صحفي إنت كلام فاضي بذلك لأخذنا الصحافة الغربية إنت كلام فاضي إنت قاعد توريني ملايكة وأنا شايف شياطين في الحقيقة والواقع هذا اللي خلاني أقلب على الفيلم في النصر والكلام اللي انت بتقوله جميل وريني ياه هو بيقدم لك الصحفة كما يجب أن تقول هي دي وجه تنظره الصحفي مش قاعد قدام شاشة التلفزيون الصحفي موجود على خط النار الصحفي عاوز ياخد آخر تصريح من المكان اللي كل الناس اللي فيه بتموت الصحفي مش جزء من القصة الصحفي بيراء بالقصة مهما كان الواقع اللي هو قدامه حبيت جملة حبيت جملة جالت لها كريستين دانس للبنت جالت لها لما شافت الجثة اللي متعلجة جالت لها أنا تصمرت في مكاني ما كدرت أصور جالت لها عشان الناس اللي تسأل احنا دورنا ننقل اللي احنا شفناه وبعدين نسأل والناس تسأل معانا فهذه أنا مرة حبيتها وهذا مرة ثانية أقول لك وقت تعريق عرض الفيلم جاف سنة زي دي وقت احنا بنشوف قدامنا أكبر مجزرة بتصير أكبر عملية عبادة عرقية ممكن تصير في وسط صمت عالمي وسط مدات الصحافة والأمريكان في وسط طواطق صحف أمس أمس شفت مقابلة لبيرس مورغن بيذويه شفتها مرتين شفت حقا كيفين سبيسي وإذا عندك وقت نتكلم فيها هديني تأشفتها وشفت وشفت المقابلة اللي بعد عملها مع كانديس أوين كانديس أوين تعتبر من اليمين ما قدر أقول متطرفة في الأمريكي لا يمين اللي مرة بس يمينية هي كاثوليكية مسيحية تؤمن بالعادات وتقاليد والمجتمع المحافظ وما إلى ذلك تم طردها مؤخرا من الديلي واير على تعليقات قالت ما هي عشان غزة بس عشان هي ضد كيف الديلي واير دايما وكيف أنهم بيعلوا في اليهود وهي كاثوليكية ما بيها تتكلم يعني النصد للتويت قالت أنه جيسوس أو حاجة زي كده وهذا يعتبر معادلة السامية فدخل في دا الموضوع عشاني معادلة سامية ومدرمين ما أخذين راحتهم في الكامل يعني يتكلموا على أي موضوع ويطيحوا في بعض في أي شيء ويمسكوا رأسه ويتكلموا في أي شيء لما توصل على الطريقة التغطية الصحفية مثلا على اللي ساير في غزة ولا على هل من حق لنتكلم تعسهم تعسنا في حق الألغام وبالقوة بيحاولوا يمشوا يعني كل كلمة محسوبة عليهم اتنين من أفضل الناس اللي يقدروا يتكلموا من أكثر الناس اللي عندهم فصاحة في الكلام بيتكهربوا لما نيجي ده الموضوع فلما نيجي بسطى الأشياء دي كلها توريني فيلم زي ده اللي عنده رسالة يقولها بس أنا ما ها ما ها أخدها منك انت بتعرضها لمين يخليك تسأل الأسئلة دي يعني هو خلاك تقول كده إذن فهي الصحفة يجب أن تكون كذلك هل ما فيش صحفيين على الأرض في غزة على خط النار في غزة بيموتوا في غزة فيه والصحفة الغربية بتتجاهلهم بتقول احنا مشكلتنا ان احنا مش موجودين على الأرض ايوة في غيرك موجود على الأرض في غيرك بيموت في غيرك بيقدم الوجب الصحفي كما يجب أن يكون تماما وانت اللي متجاهله فلو الفيلم دفعك لانك تسأل الأسئلة دي يا سيدي انت بترسم لي صورة مثالية غير موجودة في الدنيا ايوة طبعا لانه هو بيتعامل مع واقع اصلا غير موجود في الدنيا يعني مع واقع مستقبلي لو حصل الله اعلم الناس هتبقى موقفها منه عاملة ازاي فلو هو دفعك انك تسأل الأسئلة دي وتوجه الاتهامات دي وتفكر التفكير ده انا اتصور ان هو كان فيلم قدم رسالة معصرة مهمة في الوقت المناسب يا رب الناس تفهمها مشكلتي مع الفيلم ان هو على ما يبدو ميزانياته ما كانتش كبيرة قوي فنطاقه كان ديق قوي في الفصول بتاعته ايقاعه كان بطيء الايقاع البطيء ده ممكن يتبصلوا من مرتين يعني من نظرتين النظرة منهم ان هو بيقدم تجربة تأملية وده حقيقية الحقيقة ما اقدرش ام فيه والجانب الاخر ان هو معهوش فلوس كفاية يقدم تسلسلات كفاية هو معهوش مزانية مع انه جاء في الاخير عمل مع انه في الاخير عمل هو عمل هو شال فلوسه كلها للتسلسلات بالمشهد بالزبط يعني انا جعلت تقول واو 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 يعني انا فيه انا منبهر اخر مرة شفت فيها شي قريب من المشهد الاخير يفكرني وانا صغير نما شفت والمشهد حق تفجير البيت الابيض مثلا يعني تخيل بالتباين ولد صغير شاف مشهد زي كده وانبهر ورجل عاقل بالغ عمره 40 سنة ويشوف واشنطن بصر لهالشي ده نفس الانبهار مع اختلاف العمر والتجارب انا وصلت بمرحلة الانبهار بس في النص كانت رحلة يمكن طولوا فيها بزيادة كان ممكن يستغلوا فيها يعني كان ممكن تكون فيها اشياء اجمل مع الرغم اللي فيها الاشياء كتير انا هفتكرها لسنوات جاية مشهد المتجر ده زي ما قلت لك مشهد الناشنة الاستاذ المتطرف بس كان ممكن يخلوها احلى مشهد انها فيه كوت يا خبر ابيض على جمالها من بسطتها لما قالوا لما قالوا مستنوا الفيلم يعني بقى له فترة فممكن نتكلم بحر لما قالوا ما انا عاوز انا عاوز تصريح انا جاي ده كله فيه ناس ماتت عشان تصريح فهو عمال يبين لك من وزن التصريح ان هو عاوز جملة عاوز جملة مهمة مش عايز اي جملة وخلاص فراح الرئيس قيله دون لدم كلمي انا والله والله يا مهر وانا بتفرج الكلمة رنت في دماغي ذات ولدو ارجوك تقولها ما تغيرهاش وهو رح بصصله كده شوه قاله ذات ولدو انا بقيت عاوز صح هي كده هو ده التصريح المثالي اللي بيرسم الصورة كلها على بعضها اللي بيرسم وزن الناس المتسببة في المقاسي والضمار للعالم كله بيعني منه وشفت الكونتراس اخي الفيلم والله فيه جوانب عظيمة شفت التباين الرهيب او متباين المفارقة الحلوة اللي صارت بداية الفيلم لما جات هذه الصحفية الجديدة بتقولها بتقولها دورك كصحفية كيف تصورك كل شيء وما همك فأحد بتقولها لدرجة انه انت لو طحتي ومت انا ممكن اخذك كصورة وانا ها ده هتخدم القصة اللي انا اسويها طلعت ريفيرس في الاخير في الاخير فورشادوينج عظيم ماتت هي لصحبة الخبرة وهي بتحامي على ديك وهديك اخذت الصورة وديك ميتة يعني التسلسل الاخير خاتب لك لما المتحدث الرسمي طلع في قدوة المؤتمرات الصحفية وعايز اتفاوض معهم مفيش مجال قد لك واحدة في دماغك وخلاص انا بكلم معك ليه اصلا لا لا اعجبني جدا عندي تحفظ فعلا على بس نطاق الاحداث وصولا للتسلسل الاخير وللإقاع غير كده انا ما ديش ايه مشاكل تاني مع الفيلم في المراقع ننقل الفيلم اللي بعده طيب ننقل المسلسل بقى احنا كده اخدنا فيلمين نروح مسلسل يلا مسلسل اوكي ناخدهم بترتيب الاقدمية بيبي ريندير يلا بيبي ريندير بيبي ريندير اول اول لما ظهر ما كانش واخد شعبية كبيرة خالص كان مستخبي ولكن الايام اثبتت اهميته انا شفته على طول لانه انا شفته على طول لسبب واحد ما ادري من يفتكر بخور بنفسي قوي علشان شفته عادة ما بعمل انا بعض الاحيانة ما انا شوف اعمال وما اعرف اش هي بس احب اشوف مين القائم على العمل يعني عشان يكون عنده فكرة ما كنت أدري حتى فكرة انه الراجل هو نفسه صاحب القصة هو يمثل ده كله ما كنت يعرف عنه ترى عرفت عنه في نص المسلسل او ممكن مع نهاية المسلسل كانت مفاجأة وكانت صدمة جميلة جدا بالنسبالي لكن اللي خلاني الفرج المسلسل من القائمين على العمل عمل ومسلسل انا بالنسبالي كان رائع نزل في 2017 2016 2017 في نتفليكس اسمه The End of The F**king World The F**king World صفت وبرد The F**king World الفيلم ده كان رهيب بالنسبالي المسلسل ده قصد دي كان مرة حلو ومن الناس اللي كنت أقول لي ناس سيبوا لي قدامكم شوفوه ترى جميلة يغركم البداية يغركم انهم في مراهقين الاثيمات اللي بيقدمها حلوة فعندي ايمان ان القائمين على هذا هذا العمل عندهم عندهم شي يسووه فأكيد عندهم شي يسووه في هذا المسلسل فهذا اللي خلاني اني انا اتفرج عليه فكرة انه مثل هو نفسه صاحب القصة انا ما عرفته لبعد النهاية ويمكن قبل النهاية باخر حلقة او شي انتش كيف تجربتك كانت انا دخلت من المدخل اللي يهمني بصراع في الموضوع ده وتسوأ للمسلسل ده او وهو ان الحلقة 25 دقيقة 30 دقيقة بتزوجش عن كده وبان من البداية ان ده المسلسل ممكن اضربه في قعدة وقد كان انا اضربته في قعدة وانا قاعد بتفرج القصة بادية من الاول على انها قصة ان في حد مهووس بحد فلزق له بسبب مشاكله النفسية ومشاكله العقلية ومشاكله الاجتماعية والمعاناة دي كلها ها بيضعك في حالة صراع هل انا متعاطف مع دوت ولا متعاطف مع دوت مع الشواهد بتاعتها والامور دي كلها وانا كنت فاكر ان احنا هنبدل ماشيين على نفس النمط لغاية نهاية الاحداث لغاية لما جات الحلقة الرابعة وعلى ما يبدو الحلقة الرابعة دي حلقة أبول رايزن جدا الناس كلها منقسمين عليها ولكن انا اتعدلت في قعدتي وانا بتفرج عليه ان احنا اكتشفنا ان شخصيتنا المفترض انه هو المطارد انه هو انعكاس المعاناة طلع صاحب المعاناة الحقيقية وان كان فيه نبوآت طلعت من الشخصية او البنت اللي بتترصده طلعت كلها في محلها وطلعت صحيحة انت ايه موقفك من الحلقة الرابعة انا شوف انا حلقتين في المسلسل اللي فرجت بشكل كبير يعني الحلقات التلاتة الاولى قصة متير الاهتمام انه في احد متربص انا قلتك نص ساعة فما فرجت كتير وطريقة تسلسل طريقة عمل الاحداث داخل مسلسل وحلقة مسلسل تفرق عن الفيلم يعني صح انت هات حلقات الاولى كانت عبارة ساعة ونص اللي هو فيلم كامل بس فيلم غير فيلم لو جات ساعة ونص ما وصلت لحاجة هقول انه طولت بس مسلسل عادي لانه تسلسل حقه ونهاية كل حلقة بيديك حق جديد وبيديك تكمل عن اللي بعد وفي اللي بعد فهو دات حلقات عادي يعني مسلسل بالنسبالي عادي ولو غلك زي ما هو حقول اوكي شفت مسلسل زي اي مسلسل ثاني الحلقة الرابعة والحلقة السادسة اللي هي حلقة الفلاشباك وحلقة الاعتراف على المسرع هادي الحلقتين يعني 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 مستر بيس بكل معنى الكلمة في كيفية التغلغل في الجوانب النفسية لشخص مر بصراع معين انا عارف ان القسام جاي من فين فكرة انه الجوانب الاباحية اللي ظهرت منها المثلية اللي سايرت فيها كل دي الامور هو برضو الناس الناس يعني في النقطة دا لازم تقعد تفكر هي الناس عايزة ايه يعني هي الناس عايزة انك تدي عين عمية عن ان دوت بيحصل في العالم ولانه هو لما تناوله ما تم اشتناوله بطريقة جزابة على الاطلاق وعلى فكر دا منظور في منتهى الجرأة لان اللي يقف قدام الفئات دا دلوقتي في امريكا ويطلع منهم شخص شرير دا يبقى بطل وغير كده مع اني عرفت المعلومة دي بعد النهاية غير كده لما تعرف دا ممنى قصة حقيقية وهذا شخص ساير مش لو واحد بيحاول يحشر زي ما احنا بيقول داما يحشر على جندات معينة ولا اني على البيت داعين دا اللي حصلوا المهم فألا فكرة ان الحلقة الرابعة تصويريا قاتلة فكرة النور الاحمر دا اللي موجود انها النور الاحمر يعني يكتم يكتم واستخدامه دايما يكتم طريقة الاستخدام حقا الاضاء الحمراء خلال الفيلم بالكامل طريقة تصوير وهذا انا اجمل فيما شفتها كيف انه الاشرار دايما يا محمود مو لازم يكونوا واو حين انه كوش شغير ودائما يعصب عليك وتكلم معاك وتكلم معاك دا اولى مظاهر كلنا حبناك ممكن يكون اكتر انسان طيب في حياتك ممكن يكون اكتر انسان على قولهم يعني جذاب او تشارمينج بطريقة معينة يتكلم معاك ويجيبك كده زي العنكبوت يخيط حوالينك الفخ الان انك تقع فيه ويتم استغلالك منه وهذا الشي اللي بنشوفه وكثيرة افلاو كمان شفناها لما يكونوا لاقرباء ب يتحرشوا بالاطفال وكيف دائما اغلبهم من اقرباء الطفل او اقلباء اقرباء الطفلة فزي ما قلت لو اي طفلة وطفل اقرب الاغلب المتحرشين فيهم يكونوا اقرباء ومو اقرباء عاديين اقرباء اللي يكونوا لطيفين اللي يحبوا الاطفال واللي تعال وانا حب الاطفال ويكون هو هدفه شي تاني إحنا شفنا في هذه الحلقة وشفنا قد إيش إن الشر الكامل في العالم كيف ممكن يكون في ناس منظرهم الخارجي وناجحين ولطيفين لكيامة تحت السواهي دواهي على قول الله فالحلقة الرابعة لو لو وجودها أنا ما كان كملت بنفس الحماس يعني هي اللي خلتني أكمل وفقى أعرف إشي يصير صار آخر همي موضوع التربص وموضوع هادي السيدة اللي بتتربص فيه صار همي أعرف طيب هو إيش صار له وطب بعد ذا كله هو كيف عايش وليش بتقولي عليها الآن هذا جمالية والذكاء في استخدام القصة جاب ليها في منتصف الأحداث ليه بتجيب ليها الآن إيش تبتحاول توصل لي ففي أداة جذب إضافية غير فكرة أن في واحدة بتتربص وعنده ألف إيميل في اليوم في شي أداة جذب إضافية تم تقديمها في حلقة الرابعة وهذا في أسلوب الكتابة أو مو في الكتابة في أسلوب بناء مسلسل متى تستخدم أدواتك أنك تخلي الناس تكمل معاك قليلة اللي يجيدوه غالبهم يجيب لك الأغلب يجي يعمل لك إيه بالحلقة الأولى يجدبك وبعد ذا الحلقة الأخيرة يفسر لك طب في المصدى كله فاضي جليل اللي يقرف أنه الله أنا بديت أطيح هنا خلينا أديله أداج جذب لا وحتى الجنب الآخر أن فيه مسلسلات كتير بتبتدي بطء وبعد ما تسيبها الناس تيجي تقولك ده أنت ما شفتش الحلقة الخمسة واللي حصل فيه هو كان عم نستنيني للحلقة الخمسة المسلسل ده تقفلها من النحيتين هو ابتدى كويس ونشط نفسه بشكل كويس صحيح صحيح سمعت الانترفيو بتاع بيرز مورغن مع البنت الحقيقة؟ ما يعني شفت مختطفات منه اللي هو نزلها بس أنا ما شفتها الحلقة كاملة أنا مقتنع أنه اللي شفناه في نتفليكس عبارة عن معالجة درامية فيها الكثير من المبالغات والدليل عندنا الدليل عندنا الحلقة السادسة الحلقة اللي هي اللي بك على المسرح وساري حكيهم كل شيء أداء درامي عالي البطل الرغوي أنه هو مو مثل أساساً والهو ستاندوب كوميدي بالعكس عنده أداءات تمثيلية عظيمة وقدر أنه يخلينا تعاطف معه رحت شفت المقطع بعدين بعد مخلص المسلسل شفت المقطع اللي هو أصلاً انتشر على اليوتيوب أبداً لأدمي كان بيضحك ويمزح بشوية دراما كده بسيطة بس مو بنفس الدراما والمبالغة في الدراما اللي شفناها فاللي يخليه يغير حاجة زي دي ما يخليه يغير أشياء تانية وإنه يبالغ في أشياء تانية بس الفكرة في حاجة أن البروفايل بتاعتها وهي بتتكلم مع بيرس مورجن هو نفس البروفايل بتاعتها جوه المسلسل يعني ما هي جوه المسلسل نفت بنفس القوة وقدمت نفس أنا محامية أنا عندي شغل أنا عارف ناس أحيما ده لانت كنت تقولي جوه المسلسل بالضبط لا واللي عجبني تمثيل المثل على جوه المسلسل يا رجل ما هذا غير الشكل كاستن شويس هيل برضو تفكرك ببيتر دينكلتش كده لو دي ما كنتش موجودة كنتو بيتو حد يعمل دور الزبط كيف يعني اللحظات سيبك من اللحظات اللي تجري وراه ومدرمين هذه أظن أي أحد يقدر يسويها بس لحظات الانفعال الغير مسبوقة اللي مرعبة ترى الفيلم المسلسل ككل ما عندنا لحظات دموية كتير إلا كم لقطة اللي نضرب فيها على رأسه ومدرئه بس العنف اللي فيه والخوف اللي فيه جاي منها إنه ممكن في أي لحظة تنفجر في أي لحظة ممكن تنفجر بطريقة الانفجار مشهل اعتداءها على على الجرفن بتاعته كان قوي يعني أنا هذه الرعب اللي كان عندي فكرة إنه أحد ممكن يكون حوالينك في كل مكان إنه ما تعيش حياتك زي ما أنت حابت وفكرة إنه هي ممكن تنفجر في أي وقت فأداء التمثيل كان برار وعجبني النقطة اللي قفلنا عندها الأحداث كلها على بعضها ما فيش حد بتعافى ولا حتى هو يعني ما دي مش قصة سقوط وصعود ده إحنا سبناه وهو في حالة مزرئة لا ترى إذا كانت إذا كانت هذه الرسالة اللي بيوصلها فبرافو شابو وإذا ما كانت يمكننا بقرة زيادة عن النزوم أو أظنني شفت فيديو بيقول الكلام ده عشان لكم بأكذب في الأخير في الجلسة حقته لما كان جالس في البار وسمع هو كان بيسمعها وكان جالس في البار بعدين جاله اللي في البار شغال أعطاله حاجة قاله على فهو نفس المنظر اللي كان ساياه في البداية هو اللي كان على البار أنت في نفس درجة إطارة الشفقة دلوقتي أيوة فأريلك أنه أنت ممكن لما تكون في أقصى درجات الحزن أو الضياع أي كلمة لطيفة من أحد ممكن تخليك تكبرها ممكن تخليك تشربت فهو نحطة الآن في نفس الموقف اللي مارتا أنحطت فيه بداية المسلسل فحبت يعني جفلة حلو جفلة جميلة أنا حبيت يعني هو مسلسل مش ممل على الإطلاق ممكن يكون في بعض التساؤلات عن منطقية الأحداث خصوصا وإن فيه الدعاء بأنها قصة حقيقية وزي ما ماهر قال فيه بعض الدلائل على أن فيه مبلغات 100% وأي حد في الدنيا عارف معالجات بتاعت قصص حقيقية متأكد من ده ولكن أنا ما شعرتش بأي ملل وأنا بتفرج عليه وزي ما ماهر وضح برضه نشط اهتمامي به في اللحظات المناسبة تماما وأكبر دليل على ده أنا خلصتوا في قعدة أنا ما يعني وما كانتش قعدة اللي هو أنا دلوقتي عندي وقت أتفرج على مسلسل هو فرض نفسه على أجندتي وأعتقد أن دي درجة نجاح كبيرة عكس مسلسل تاني هنجيه بعد شوي ناخد فيلم ناخد فيلم خفيف The Fall Guy ناخد The Fall Guy يلا بينا أنا عملت ريفيو The Fall Guy أنت ما عملتش أنا ما عملت وما لقيت فايدة هنا أنا أعمل صراحة ريفيو على الفيلم مو عشق شي يعني ما كانت في عندي موضع تاني كنت مسافر كمان أصلا وقتها بس فيلم بسيط خفيف نقدر نقول إكرامية أو لفتة اهتمام لمجموعة من الناس طالما كانوا سبب من أسباب جمالية أفلام الأكشن تحديدا واللي هم الدبلير أو السطنت اللي يعملوا المشاهد الصعبة اللي المثل نفسه ما بيعملها يعني هم اللي بيعملوها بنفسهم فكيف حياتهم بتصير فأنا كنت حابة الجانب وحابة أنه من البداية كيف نطاح وشفنا كيف أنه في الأخير كمان نكشف الموضوع حق كيف الطيحة أصلا صارت فكنت حابة الجانب أنا يا محمود مرة بس أنا ما كنت شايف فايدة أبدا من كل قصة الجانبية وحاقة الاختطاف وحاقة الحاقة اللي هم بيحطون هو بيخلوه هو اللي يتم القبض عليه ما حبيت هذا كله ما حبيت أنا عبرت عن النقطة دا قلت أنها القصة عبيطة جدا جدا اللفتة اللي أنت جبتها عملهم داخل المكان أو حتى علاقة الحب بينه وبين المخرجة وكيف أنه الإعادات اللي ممكن تصير وكيف المشاكل اللي بيمروا فيها كان ممكن تطلع بفيلم درامي رومانسي كوميدي أحلى بمراحل كثيرة من الأكشن وشغل الأكشن اللي سويته اللي وصلت فيه لستانت مان دا لسوبر هيرو صار سوبر هيرو أنا ما عندي سوبر هيرو رايان جوزلينج بس عندي فول غاي فول غاي يوريني لو أنه رايان جوزلينج صار في يوم من الأيام سوبر هيرو من ناحية تانية الفيلم ده إثبات جديد على قدرة رايان جوزلينج أنه يكون مثل كوميدي من الطراز الأول مش يقدر لا هو مثل كوميدي متحكم هو درامي كويس هو مثل كوميدي ومن الطراز الأول كمان أعطانا فول غاي أعطانا باربي وأعطانا زمان The Nice Guys The Nice Guys مع راسل كرو كنان كان فيلم أنا دائما أشير لـ Nice Guys أنه أداء كوميدي متكامل لا مثيلة له يعني أنه فيه ممثل تصنيفه الأساسي أنه ممثل درامي يدي دور كوميدي على هذه الدرجة من الإخلاص أنا ما عنديش ليها ريكورد آخر ما نذكرش حاجة لا تستلم على العالمية ولا المصرية رهيب رهيب في ذات دور على النقيض من إيميلي بلانت اللي دورها كان بسيط جدا كان خفيف جدا هي لها جاذبية على الشاشة بس ما أشوف أنه كان مشهد واحد حاج مشهد التصوير اللي في النص ونما صارت تقريبا بتعاتبه على كل اللي صار وقت التصوير ومشهد الخناءة لما رجع لها لبس الماسك وما كنتش عارفة أنه هو بالضبط بس غير كده ما تم الاستفادة منها لا دراميا ولا أي شيء تاني بالطريقة المطلوبة فيلم فاضي فيلم فاضي فأنا ما زعلت لما العرفت أنه حتى إراداته ما كانت كونسة فيلم رغم أنه مزاقوا فيه جامل أحد أقوله أستنى ينزل ستريمين وتفرج على أي منصة ستريمين يعني تفرج عليه بس ما أروح له سينما مو ضروري أن أروح له سينما صراحة وهي الخدعة اللي في الموضوع هما ما بعوهوش على كده هو الماركتين كامبين اللي تعملت حواليه بالسطون بيبل بالبتاع حسستك أنك أمام حدث سينمائي في موسم الصيف وبتاعه لما تتفرج عليه ماشي هو فيلم القصد الأساسي منه هو تكريم بس ما عليش أنت جاي نتأخر جون ويك كرم مثلا نوبادي ما كرم في أفلام كتير جدا هو نفسه المخرج هو نفسه المخرج يس يس هو نفسه المخرج فأنت جاي على شغلك أنت كرمتهم أصلا أنت جاي الآن على شغلك وبستانس معقدة أكتر وبستانس معقدة أكتر وبايع نفسها من غير شرح يعني أنا لو أتفرج على جون ويك أنت مش محتاجتش رحلي أنت عملت إيه أنا فاهم من الشاشة بس أن أنت عامل إعجاز مشكلتي في دفول جاي أن أنت إنجازاتك في الستانتات منزل معها دليل مرئي خلي بالك قلبة العربية ده ترقى من قياس العالمي الجديد لعدد ده معرفش مين خلي بالك السقوط من الهليكوبتر ده دي أعلى مسافة السقوط من معرفش مين أيها حبيبي من غير الدليل الناطق دوت وأنا بتفرج اللي أنت مقدمه دوت ما يفرقش عني أي حاجة لا عن الأكشن بتاع سلفستر سترلون في التسعينات وعشان بيعلي على نفسه يا محمود استخدم مؤثرات بصرية هي الأسوأ في محفظة أفلامه بالكامل يعني المثالات بصرية دي أنا ما شفت بنفس السوق حاجها في بولت ترين مع أنه بولت ترين فيه إشياء سيئة أشيئة فيه فيه مجالي شوه لكن في فول جاي لا المثالات بصرية سيئة في العديد من المشاهد اللي واضح أنه أنت جاعد وسط جرين سكرين يعني حتى جودة السطنطنان وشغل الدوبلير هيقل ده من أشوك جدي إيه اللي حوالينهم أشترات بصرية يعني بيجلل من جودة وصراحة وحتى في ملف الكوميديا بتاع راين جوزلينج طبعا عمل أداء هيل جدا واضحكت من قلبي على عدد كبير من المشاهد بس هو وإمكانياته أكبر من كده برده في الكوميديا إمكانياته أكبر من كده أداء الكوميدي جوا بربي أنجح من كده وأداء كوميدي في نايز جايز لا مجال للمقارنة مش بس يعني أفضل ده لا مجال للمقارنة وبصراحة أنا بتريدت أستخسر راين جوزلينج في الهالس شوية يعني اتنين هالس واربعد كتير وأتمنى أنه في الجاي نرجع للجدة يا جماعة راين جوزلينج ده بتاع بليد رونر يعني ده بتاع درايف يعني لو هنقعد نقضيها نوكت ونخش يعني أنا صعبان علي أني أنا أحس أنه بينزلق للجانب الهوليودي الخاص بداراك وكيفن هارت والناس دي نوكت في نوكت وهزار في هزار وسوشال ميديا وبتاع خصوصا هو من الجليل من جيله غير ديكابريو اللي ما راحوا في سكة السوبر هيروز انت والممثلين بيفضلوش صغيرين كتير يعني خلاص خمس ست سنين وحيبتلو يقولوا كبر على الأدوار دي فلو حنضيع سنواتنا الذهبية في الهلس يبقى خسارة طيب نخرج على واحد فيلم برضو خفيف تاني The Idea of You أنا اتكلمت عن الفيلم في حلقة خفيفة عملتها سميتها عشوائيات ترفيهية أسوأ اسم ممكن تسميه لأي حلقة لا بس والله أنا جالي ناس كتير في الستريم مبسوطة أو بالتيتل مبسوطة أو بالحلقة بس جاءت لي فرصة أن يتكلم حاج لما تكونوا بتقيم العمل يا محمود إحنا طبعا هذا الشيء اللي إحنا ما نتكلم فيه أنا وإنت دائما مع الناس إيش الفرق بين الناقد المقيم المراجع ولا أي أحد عالي لا إذا عندك نموذج عمل واضح بتتكلم عن العمل بتدي نقاط إيجابية واضحة بتدي نقاط سببية واضحة بتدي تقييم وبعندك فقرة حرق أو سبويلر معين هذا تقييم هذه هذا تقييم منهجي ممكن نعمل تخش في تفاصيل ما تخش في تفاصيل مدري إيه وموضوع تاني عكس تمنح يقول لك فيلم حلو والله عجبني فيه واحد اثنين ولا مو حلو عجبني واحد اثنين الفكرة إنه من أغلب المراجعات حقتنا لازم تمشي وراء المنهج ده لازم تمشي وراء النموذج ده اللي احنا حطينه فتخلي عملية الإلقاء أحيانا بتكون روبوتك بقى حاول إني آخد فن فيها بس بتكون روبوتك لما جيت عملت الحلقة دي لقيت إني قاعد مرتاح قاعد إني قاعد حكي واحد والله وصار كده ونعمل كده ومعارف كده ولأنه أنا داري إنه ما حقدي تقييم في الأخير فمني تحت ضغط إنه أوضح الإيجابيات وأوضح السلبيات عشان أديك مبرر للتقييم اللي أنا عملته فانبساط في دي ما حاول زي أدات لما كنت معي في الستريم النقطة دي أنت بتكسرها لو عملت ستريمات لو طلعت مع الناس لايف وعطت تتكلم معه بفجأة حتلاقي الخط الفصل ده وتبتدى يستيح بقيت نفس قادر تعمل ده داخل إطار كاجول إحنا إحنا الستريم اللي عمنا قوي قبل سنة ونصف تعال نعمل الستريم بعدين يلا مرة جاة لما نتقابل يلا طيب نرجع للفيلم البسيط اللي أنا تكلمت عليه واللي إيه ده وغاسب عباياك فيه اللي هو فيلم The Idea of You اللي موجود على أمازون برايم ثيم اجتماعية رومانسية غرامية كلاسيكية جدا إن طرف العلاقة أكبر بكتير في السنة من الطرف الآخر وفي نفس الوقت رحنا أضفنا لها ثيم تانية يعني كل ثيم من الكنين دول بيتعمل عليها أفلام لوحدة أولا إن فيه شخص مشهور جدا بيقع في غرام شخص عادي والتانية إن فيه شخص كبير في السنة بيقع في غرام شخص أصغر منه فروحنا دمجين الموضوعين دول مع بعض إن الشاب الصغير اللي بيغني في بوي باند بالمفهوم المعاصر ودي كانت حركة زكية منهم علشان يجذبوا الاهتمام بتاع الناس بيحب امرأة أم لبنت في جامعة تقريبا أو في السنين الأخيرة من المدرسة بصراحة ما خدتش بالي من النقطة دي قوي ودلوقتي بقى فيه علاقة غرام طبعا المجتمع كله العالم كله بكل تأكيد حيقف قصادها لغاية لما نشوف في الآخر هترسى علي أنا تقديري وأنا بتفرج حسس أن أنا شفت ثلاث حلقات من مسلسل المفروض يكون تمام حلقات مثلا يعني في الحدوتة تحتمل أكتر من كده بكتير أنت جيت في الحلقة الثالثة وقلت بص كفاية على كده يعني أنت يعني وخلصت يعني تعالى نعمل ونوصل لمشهد ما هواش على الإطلاق أصلا لأي حاجة من اللي كانت منع العلاقة في البداية أنها تتغير دلوقتي بس التجربة كلها على بعضها كانت دماء خفيفة كانت لطيفة مزهدتش من أي فصل منعها أنا فرجت معاي الأخيرة الفصلة الأخيرة فرجت معاي ليه؟ أنا كنت بتوقع كل شي يعني واحد شاف أغلب أفلام الرومانتك كوميدي حاجة التسعينات هيتوقع ثلاث أربعة الفيلم رايح فيه علاقة حلوة في البداية هتنجلب عامة في النص بسبب باباراتزيز بسبب من يعارف أي حاجات في النص وحيبعدوا وحيلاقوا طريقة أنهم يلاقوا بعض في الأخير صح؟ أنا وسط الفيلم لما شفت أنهم بعدوا قلت آه بيقدموا شي دحين جديد أنه كويس أنه ما انتصر الحب في الأخير أنه فعلا مهما كان هو إنسان صغير وهي إنسانة كبيرة هو يمكن الآن عشانه في 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 عز الفورة حق الحب ما زال قريب منها بس أكيد لو بعد حيعرف أنه هذه مرحلة لطيفة صارت وخلاص وحيعيش حياته بطريقة طبيعية فحبيت مرة أنهم قدروا أنهم يرجعوا مع بعض بس من طريقة عادية اللي هو الآن خلاص إحنا ضد الباباراتزي وضد الناس وحنقف وحنقف في وش كل حاجة لا بالعكس راحوا بطريقة واقعية أكثر لأنه هو الآن سار مغني مستقل وداما مغنيين الفرق بيكون عليهم زخم أكبر خصوصا من المراهقات ورب دقنا نظر يعني كبر في السنة وإنه كبر خمس سنين وإنه صار مغني منفصل وأثبت نفسه موسيقيا وإنه أكيد ممكن عاش تجارب مختلفة وأشياء زي كده لكن ما زال مستني وعلى الوعد اللي قاله اللي هي رمته أصلا غير ما يكون وعد يلا خمس سنين واستناك لا يعني أترى ما كده نشوف إذا إنه الشي ده هيتجع لنا مستقبلا ولا ما حيرجع أنا حبيه دي أنا حبيه دي وفيها درجة ما أقول واقعية الفيلم كله على بعضه رطيف وخفيف ولا يتحمل النقد الزياد على اللزوم ولا يتحمل الدخول في تفاصيلها على اللزوم بس قدر يكسبني في دي اللحظة إنه والله لو فيه اتنين فعلا شكين في حاجة بالذات واحدة ناضجة كبيرة بتشك في علاقة واحد زي كده ممكن إنه هذا شي ساعد يعني حتى لو إناهم رجعوا بعدين وما كملت وممكن إن فصله تاني بس إنه الفصلة دي منطقي إنه وحتخلي الناس يتقبل وحاجة ثانية اللي بداية العشرينات دائما على الرغم إنهم عدوا سن المراهقة أو إنه قانونيا 21 سنة وفوق هو قانوني إنسان مستقل ما زال ينظر لهم إنهم صغار في السن لكن أول ما تقرب من الثلاثين مثلا بعدها ما يفرق أنت عمرك كم وعمر اللي أنت معاك كم والعكس حتى لو رجال عمره كم خلاص أنت أول ما تعدد تلاتين الفرق العمري دا مو دايما إلا لوحد كهل مرة في التسعين واللي يأخذها في التلاتين لكن خمسين مع تلاتين مع عمره كله صار شبه بعض كله صار شبه بعض فهي حلوة اللفتة دي في الفيلم في الأخير كيف إنه هذا فعلا كان السبيل لاختبار المجتمع وإنهم يأخذوا راحتهم وبنتها تتخرج من جامعة وتصير مستقلة كان حل منطقي أنا ما شفته ولا شفته إنها ممكن إنها تصير كحدر أنا ما كنتش عاوزهم يرجعوا البعض بصراح أنا عجبني النقطة المختلفة اللي أنت شخصيا توقفت عندها أنا كنت عاوز يعني إحنا لقيت الموضوع فيه عكاس زكي جدا لشكل المجتمع الفيلم فكرني بشكل واضح وأكيد فكرك بأفلامي يعني بس أنا أكتر فيلم أفتخار الله ينور عليك بس نوتينج هيل الفيلم بتاع وقته يعني الضغط بتاع الصحافة حدوده الكام كاميرا اللي بتيجي قدام البيت على اللي بتنشر في الجرائد وخلصنا لكن الضغط بتاع النهاردة فيه درجة من درجات الاعتداء يرتقي لمستوى الجرائم للمحواليها إن أنا لمجرد إن أنا واحدة دخلت في علاقة شخصية تماما تلاقي نفسها تتعرض للهجوم 24 ساعة على أي شاشة تقرب منها لدرجة يستحيل قدامها الصمود يعني نوتنج هيل هم صمدوا قدام دوت والعلاقة استمرت ناحية التانية مفيش مجال للصمود إحنا بنتعرض لقصف يومي ما نقدرش وده كان زكي جدا من الفيلم وقدرته جدا وكنت عاوز إن أنت ترتقي به لدرجته إنه في الآخر هو قاتل هو ما فيش ريكوفري منه ففكرة إن إحنا بس نلجأ لنهاية سعيدة في الآخر مدايقتنيش ما عملتش معي مشكلة بصت على القصة مش مكتمل أنا هتوي أنا بحييها جدا جدا هي تلاقي وكيد هي هتنبسط قوي بالتحية لأنا بحييها وانا حييها معاك محمود لا تفهم غلط لا تفهم إنه أنت بتحيي وانا ما بحيي مدام إحنا النكنين مع بعض حيفرق معها جدا مشان كنا عاملين حلقة دور 16 كورة وكان معايا عمر مريم وعمر انصوحي وكنت بقول أنا كان أصدي أصدي أكرم هيونج منسون قال لي آه دا كوريا مقلوبة دلوقتي فأنا هتوي وجهت نفسها بسنها قبل ما حد يواجهها وده شيء في ممتاز زكاء منها طبعا والولد طبعا مش فاكر اسمه يعني بس في ممتاز ظرف أنا حبيته بصراحة والكيميستري والكيميا اللي بينهم كانت حلوة وجدي إيه الفيلم دا ذكرني أنا مفتقد هتوي يعني أنا هتوي من القلائل اللي جدروا يدون أفلام خفيفة ضريفة كوميدية رومانسية وقدر تدين أفلام درامية قوية صعبة لكن الصعب قليل ما عندها قليل عندها ما بتختبر نفسها يعني أتمنى إنها تكون صحة والآن تتقبل سنها وتتقبل إنها تقدر تدي أفلام درامية أكبر وأقوى يعني أنا أفتكر دراما أفتكر لمزرابل أفتكر يمكن لمزرابل أقوى دور درامي إيش في أفلام درامية تاني كانت تعملت الفيلم التاع جيك جيلنهول بتاع Love Drugs بس لاته كوميدي كمان مو كوميدي قصد درامي رومانسي بس هو درامي برضو لو هو Love and Other Drugs Love and Other Drugs بس برضو يعني تقدر تعطيك تعطيك فكويس إذا أنت اتبهتي إنه أنا مو بس حقة رومانسية والبنت الصغيرة والحلوة والمدرئة يلا ورينا إيش ممكن كام مرأة ناضجة فوق الأربعين تعمل أعمال درامي لأنه أنا أشوف نتيجة تدي أعمال درامي فيلم موجود على Amazon Prime يا جماعة أي حد عنده أنا قلت Prime Amazon Prime يا جماعة وتقدروا تتفرجوا عليه بسهولة لو عندكم مشترك على البتاع ويستاهل المشاهدة بكل تأكيد حاجة رومانس إيه كده في وسط الجنان اللي إحنا فيه نروح للمسلسل نروح للمسلسل عايز تخد المسلسل الوحش اللي خصل واللي خلص واللي أبغى أقول للكل والجميع أنه على الرغم أنه فيه أشياء حلوة بس أنا كده هأفيدك نقول لك لتضيع وقتك وتتفرج لأنه أنا تكلمت عنه في أي حتة ولا ولا أنا مستني هنا عشان يعني أطيح معاه فيك يال يال ما هذا الهراء يا رجل ما هذا الهراء يا رجل يعني المسلسل فيه قصة أساسية ده نفس تقييمي ما هذا الهراء يا رجل ممكن يكون التقييم الرسمي في تعمير الفيلم أنا التقييم الرسمي في الستريم والله ما يفرق حاجة أنا قلت له بإيه القرض ده يعني أنا المسلسل أول شيء أول شيء هلأ يكون واضحين المسلسل بكل أمان عبارة عن قصتين مختلفة تماما قصة ولد بيختفي والكل بيدور عليه منهم أبو اللي هو كومبرباتش وقصة تانية اللي ولد تاني مختفي واللي عن طريقها أقصى درجات الجريمة والعنصرية وكل حاجة ممكن تفكر فيها في الثمانينات تمام والله لو شيل كومبرباتش وولده والهبل ده كله وركزت على القصة دي اللي إحنا وصلنا لنهايتها جود وتوسعت فيها بشكل أكبر دي الدراما جود في الثمانينات فهيطلع مسلسل ولا أجمل لكن لكن وجودها داخل إطار أكبر اللي في الأخير حتى النهاية يا رجل شهادة في نفس الحلقة شايف نهاية فيلم كريسمس تمام بابا ولدي الله سأسابقك إلى المنزل وبالناحية التانية القضية اللي انتهت بأقصى طريقة ممكنة والأم تلاقي ولدها مرمي في مكب زبالة ولا حاجات زي كده كيف جاتك نفسك تقدم نهايتين زي كده في حلقة واحدة كيف 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 جاتك نفسك إنه الفيلم المسلسل أعطاني أقصى درجات الضلمة أقصى درجات الدراما النفسية لدرجة تقبلت وجود شخص لابس ماسكت أو لابس الزي هذا كوحش إنه وأقول لنفسي الله هذه الرمزية جميلة يقابل وحش الداخلي يمشي معه وهو يمشي في كل مكان ويتحدث معه وهو يعني مجنن الوحش الداخلي هذا اللي فيه أنا الدرجة دي كنت عايش عندنا في الأكاديمية أقل نطل للدرجة دي أنا داخل جو مع الأحداث في الأخير يعني كيف كيف ترمي ده كله في الزبالة في الأخير الولد طلع مو مخطوف طلع هو اللي اللي شارد وعايش ومش قاوي يعني هو لا شارد ولا مخطوف أنت مش فهم له ما تفاهمه ويش ساير فيه في الأخير لا لا عباطة لا وهذا اللي خليني أقول يمكن اللي خلاني أكمل إنه كمر بها عظيم يا جماعة إنسان مقنع مقنع بس طروف ال؟ي الشخصية اللي أقدمها لأيي درجة هو سيء أنا اللي كان باين معايا في عمله النوكويس كل شوية بينهم أنا قدي اينه سيء سيء دي سيء دي أنا ممكن أقبلها ماهو في شخصيات سلبي والمقصود ان انت تأشر تأشر القشرة بتاعتها شوية شوية عشان تلاقي قلبه انا مشكلتي ان هو سيء ومزعج جدا كل مرة موجودة على الشاشة بيقرفني يا جاء ماشي عم انت بتجسده كويس لان هو ما فيهوش حاجة لايكابل بس انت قبلت الدور ده اصلا ليه بس انا اللي ما مشي معايا واللي ما اقنعني فيه ولا حتى تمثيل كامبر باتشاق نعني فيه اللحظة اللي خرجنا فيها من كونه الكاهوليك لكونه مجنون او انه مضطرب نفسيا انا ما تم تقديم الاطرابة النفسي ده كويس من البداية كون ان هو زوج سيء تم تقديمه كويس ان هو اب سيء تم تقديمه كويس ان هو زميل عمل السيء بالزبط بس كلها كانت تحت مضلت انه انسان واعي بس هو سيء ما كان فيه شي دل انه هو سيء لانه هو اصلا مريض نفسي فتصرفاته دي اصلا انه هو مبوعي وانه هو اصلا انسان انه هو صغير عنده مشاكل وكبرته لدرجة دي لا انت بتشوف انشان سيء بتعامل مع الناس كلها بشكل سيء جدا وفجأة تلاقيه يكلم نفسه ويكلم اللي حوالينه ما التغلغل ده ما جاء صح ما جاء صح بالنسبة لي يعني شايف فجأة كده خليتني انه لا اهو ترى عنده مرض نفسي وليس مجرد انسان غمرجي ولا انسان الكوحوليك ولا اي كلام ده هذه اللي على الرغم انه تمثيله هنا كان كويس تمثيله هنا كان كويس بس الشفت ده والتحول ده كان عبيض ولا شفت ولا تحول ولا نهاية لا تتفرجع مسلسل حاجة من اصعب ما يمكن مسلسل مبني وحش جدا 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 يعني المسلسل ده يا جماعة بيدعي ان في منتصف التمانينات نيويورك كل اللي كانوا عايشين فيها كانوا تقريبا 34 بني آدم وكلهم يعرفوا بعض وكلهم نموا مع بعض كلهم حاجة يا ربي وخصوصا بقى لما تقعد تكتشف في الاختشف ايه عم انت ايه من اول حلقة يعني كلهم زبالة وجرم شخصيات انا مش شايف انهم معشين يعني زميلة الشغلة زميلة في العمل ليه 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 عملوا فيه كده باله طب كان كويس مطلوب منه انه هو يتعاطف مع شخصية انا شخصيا كمشاهد مش طيقها ليه 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 مرة مرة لا مرة لا لا سكوا عليه فعلا بيلد كومبرباتش عنده علامات استفاهم على الاختيارات ونتمنى يفوقي مع انه والله التصوير كان حلو والألوان الكلور جريدينج وطريقة عشان الحكبة الزمنية وبتاع معك يسامش بالطالب بالضبط طيب نطلع من المسلسل ده نروح لفيلم تاني انا بقى في فيلم انا في فيلم لا لا انا في فيلم انا عاوز اعرف رأيك فيه بصراحة مش قادر استنى بقى يلا الفيلم الحائز على جهزة الاسكر لافضل مؤثرات بصرية جودزيلا مينس وان ها يا مان يا الله شوف الفيلم ده وانا بقوله رسالة لكل الناس تتفرج لو انت تحب الانيمي تمام الفيلم ده تخيل كده انا متخيل كده انا كتبت القصة وجاب المرثلين واحد واحد ورهم دورهم ده اللي مكتوب مين فيه شبهه في الانيمي تمام في الانيمي كيف يتكلم وكيف في الحركات حق الوجه وكيف درجة الصوت تطلع قل له فيفت الصوت ده سويلي زي سويلي زيه بالضبط والله وانا اتفرج للهلة كياني ما بتفرج على فيلم حقيقي بأتفرج على انيمي من ناحية كيفية بناء الشخصيات من ناحية كيفية تمثيل الصوتي للشخصيات من ناحية كيفية الكاركتر وتصرفاتهم مع بعض وكيف انه في عندنا فريق ويتموا مع بعض وعندهم فكرة وانهم ينفذوا واللي هي الخلطة الذهبية بعد ان تقوله بعدها شيء كويس ولا شيء وحش انا جدا عجبني الفيلم انا واحد من اجمل افلا اهد اجمل فيلم جودزيلا شفته في كل افلام جودزيلا اصلا واحد من اجمل الافلام اللي تناولت قصة عن مخلوق كده ممكن يهدد البشرية من اجمل الافترات البصرية معرفة كمان بقلة الميزانية اللي كان موجود موجود ليها فيلم رائع فيلم رهيب في كثير من الجوانب اللي في الاخير اخذوا لحظات سعيدة زيادة عن اللزوم بس وصل دراما وصل حماس معايا يعني انا كنت في الطيارة وكنت مبسوط مبسوط انا لو كنت في الطيارة كنت مطيت انا مستنيك انا باين انه انت ما عجبك معجبنيش خالص واو يعني انت ممكن تكون ادتنا السر في الموضوع بتاع الانيمي اللي انت رسمته ده وده اللي بيبرر ليه انت شديد الارتباط بعالم الانيمي وليه انا ابعد ما اكون عن اني اعرف استسيغه او اتزوقه الاندعاء اللي انت قلته مش وحش يعني انت قلت ادعاءين انا مش مختلف معاهم بس هما زي ما يكونوا جملة مش كاملة هو افضل فيلم اتعمل عن جودزيلا تمام لان كل الافلام اللي اتعملت عن جودزيلا سبالة وفيش ولا فيلم عدل اتعمل او ده على الاقل صالح للمشاهدة فانا مش ضد الجملة ولكن هو الزقف بتاعنا كله على بعض وفين افضل مؤثرات مصرية مع الوضع في الاعتبار الميزانية بتاعته اه لان هو تقريبا فوش منزانية اصلا هو معمول بخمسة وعشرين مليون ولا بعشرين مليون ولا بتاع بس الحصيلة بس الحصيلة الحصيلة فانكشنل ولكن مش مبهرة حرام لك يا دوب يا دوب فانكشنل العكس العكس من افلام جودزيلا الثاني اللي انتفق كلنا على سوقها على رغم انه هي لها فولوينج ولها ناس يحبوها برا ما يفرق معايا الشي دعنا بالنسبة لاشوفها اغلبها كان سيئ بس افلام جودزيلا كلها نفس المشكلة عند افلام ترانسفورمر انهم يحاولوا احنا هدفنا ابغى ترانسفورمر ابغى جودزيلا ابغى يشوف حرب عليهم ابغى يشوف لا يدخلولك جوانب بشرية ودراما بشرية في النص وغالبا هي اسوأ شيء في الفيلم الدراما البشرية اللي موجودة مع دولة الاثنين عن نقيق تماما في فيلم جودزيلا ما ينصبون جودزيلا طلع معايا في كم ثلاثة اربع مشاهد بس وكيس بقصة رفض المؤسرات وطول الفيلم بالكامل انا عايش علاقة اشخاص مع بعض شخص مرض بكل الظروف الصعبة الممكنة كإنسان ملمب بتاريخ اليابان وبالرعب اللي هم عاشوه انه طلعوا جودزيلا في ده التوقيت في توقيت الانهزة الانهزة الانهزانية اللي كان يشوف الحرب العالمية الثانية والقنبلة النووية والرعب من اي حاجة ممكن انها تنفجر اني اعيش مع شخص ونوروك التقافي اليابانية من ناحية الشرف من ناحية الانهزة كيف عندهم الكاماكازي الكاماكازي ده مو الالبوم حق يمنم الكاماكازي وهي موجود الصورة حقته في الالبوم حق يمنم اللي هم المقاتلين اللي كان في الطيران اللي هو رايح وطالع الهجمة دي عارف اللي لازم يرجع ميت طيار انتحار يعني اخر شيء غلق اطر رصاص اللي عندك اصقع في حاجة يا معلم لا ترجع لي انت رايح تموت كده وترجع انه هذا المحارب يطلع وانه لا هي انه يقدر يسود الشيء ولا انه يقدر يساعد فريقه وانه يطلق النار على قدزلة ولا انه يقدر يعترف بحبه لسيد اللي معاه ولا يقدر في كل الجوانب دي يكون ضعيف وتعطيله لحظة بطولية جاية من الانيمي والله جاية من عالم الانيمي بالكامل اللي فيها لحظات البطولة دي فيها ال over the top التمثيل اللي هو ممكن حتى بعيد عن الواقعية في اشياء بس بطريقة تمثيل جميلة بطريقة حماسية رائعة في احداث وفترة زمنية جميلة طريقة تصوير والاجمل انا ما جد شفت ما جد شفت دمار للعالم بجمالية الدمار للعالم اللي موجودة في المجدزلة ماينس وانه يعطيني اي مثال ماهر انت يعني انا تقريبا موافقك في كل الجمل اللي انت بتقولها بنسبة 95% المصيبة ان انا ممكن اقول نفس الكلام اللي انت بتقوله ده على اساس انها حاجات وحش وانت بتقول نفس الكلام بالزبط على اساس انها حاجات حلوة التشابك الدرامي كارتوني انت بتقول عليه شبه الانيمي انا بقول عليه كارتوني بكل الخدع اللي عفع عليها الزمن اللي انت مخبيها زي ما عرفش الاجيكتر سيت اللي حيطلع هو هو اللي انقذ المعرفش مين في الاخر والفيلم انت بتقول انه هو في الروح بتاعة معاناة الشعب الياباني انا شايفه بروباجندة يعني انا معاك في انه هو عكس ده انت شايفه كويس انا شايفه وحش ان الرسالة اللي هو عمال يقولها هو ان اليابان اللي تورطت في الحرب العالمية التانية واللي ارتكبت عدد من الجراء امتجاه العالم الغربي انتهت اليابان الجديدة ملهاش دعوه بالكلام دوت يابان بتحافظ على الناس بتوعها ما بتضحيش بشعبها مش بتصخر الناس بتوعهم على انهم مجرد اداة انتحار من اجل تحقيق الانتصار ومعرفش مين تأركيبة العلاقة السلسية ما بينه وما بينها وما بين الطفلة وما بين اصدقاء وما بين الكلام دوت كارتون في كارتون ما فيش ولا حاجة من الكلام دوت جذبتني اوكي انا بقى على عكسك تماما انا شايف انه استخدامك كان جميل وانا ما انا شايف انه مشكلة انه من وقت للتاني احد يطلع طالما انه ما بيضرفه احد طالما بيتكلم عن نفسه طالما بيعبر عن نفسه طالما بيحطها بشكل ايجابي مو مشكلة يعني ما شاء الله الامريكان اللي ما وستين الفيلم بيطلع لا 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 يعني الله ينور عليك بقى ما يتنططوش علينا بقى ويقولك فيلم مختلف عن السينب الامريكان هم الامريكان لو عملوا فيلم الجودزيل بخمسة وعشرين مليون حيطلع ده لا 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 محمود لا اناسر اناسر لان اسحبها لان اسحبها فيلم رائع فيلم رائع من اجمل الافلام اللي ممكن تشوفها عن وجود مخلوقات كبيرة عن نهاية العالم عن تدمير العالم ويمكن هانقز لدرجة اقول الافلام اليابانية عادة ما تستهويني في بعض الافلام اليابانية اللي تعجيني ما هم بجودة الافلام الكورية ولا هم بجودة بالتأكيد ما هم بجودة الافلام الكورية بس ده الفيلم الافلام اليابانية الفنية اللي انا طلعت عليها شديدة جودة قوة عظيمة بس دي الافلام اللي هي بلا مزانية انا بقول لك الفيلم الياباني الوحيد اللي اقدر اوصى عليه على الكل واللي حيقدر يوصل لكل الناس أغلب الأفلام اليابانية اللي أنا شفتها سواء مثلا شوب ليفتينج اسمه شوب ليفتينج لـ 2019 شوب ليفتر سواء شوب ليفتر سواء درايف ماي كار واللي مليان رمزيات وأشياء ومدرمين وفي أفلام تانية يابانية سيئة إنهم يابانيين معروفين بسوء التمثيل ترى فالشياء كتير لكن لا هذا الفيلم قدر يجيب العالمين قدر يجيب لك فيلم يوصل للعامة برسائل حلوة رمزيات حلوة باستخدام أشياء فاشل فيها الأمريكان عشرين السنة وده أكتر شيء في الرحنة أكتر شيء في الرحنة شيء أمريكان فاشلين فيه طول عمرهم اضطرار للمزانية والأكاديمية بقى لها سنتين بتبلع الطعم دوت إن أي فيلم يجي يلعب عليها لعبة بص ان عملت ايه بمزانية شكلها عمل ازاي بمجرد ان انت تحيد شركات المؤثرات البصرية اللي موجودة في أمريكا ولو دورنا شوية ورى الموضوع دوت هنلاقي حاجة سياسية لها علاقة بالموضوع دوت إذن فأنت الأفضل وأنت الأكثر تمييزا ولا ما شفتش أي حاجة فيها قدر كبير من التمييز يعني هالعملينك هم أنت تجد زيلا بخمسة وعشرين مليون مش يا سيد انا هعمل لك كين كونج السنة جايب خمسة وعشرين مليون واخد الأوسكار يعني والله يا محمود صراحة يعني أنا مستغل من الكلام ده يطلع منك وانت أكتر إنسان بيتكلم معايا وبنشتكي من سؤال المثارات البصرية يا مان أنا مش ضد أنا مش ضد على التطلاق قديني حسن منه قديني حسن منه ولا فاكر مين اللي كان مترشح ديون ديون جاي بعد الأوسكار صح ديون تو كان بعد الأوسكار دخل في الموضوع ولا ما دخلش ديون لا ما روز ديون بعد الأوسكار تعالى نشوف مين اللي كانوا نومنيتد يعني جودزيلا مينوس ون The Creator Guardians of the Galaxy Volume 3 Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ونابوليون والله يفوز بالراحة والله يفوز بالراحة والله Guardians of the Galaxy Part 3 وThe Creator وقسم انبقايات كرياتر ممكن مع أنه صارك كتير حاجات بيدوي حتى من انفجارهم بس عنده شوية أفكار حقيقة متيرة للإهتمام ايه لكن 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 جودزيلا متفوق مهر خليك منصف جودزيلا متفوق على الفيلم متفوق على الفيلمين دول أنا بتكلم دلوقتي بمنطقة الموضوعية والله متفوق على الفيلمين دول مش بإبهار المؤثرات البصرية المتنفذة جواه ولكن بإبهار من زنياته الضعيفة طيب خلينا حطها بالبرسبكتب الصحة عشان ما أبغى باني بعابط وبعاند ألفاظي تمام أنا كإنسان لما أشوف شيء أنا أشوف الأبعاد كلها مع بعض صعب أن يحط في بالي حاجة ما أحط حاجة تانية أنا لما توريني شيء وتقولي ده كلها في ريال غير لما توريني شيء تقولي كلها في مليون ريال في الأخير إمبهاري حايت أوه ده كله صلوه بس بريال والله والله إنه رهيب ده بالله مئة مليون هينطلع بده غصبا عني حييجي الكلام ده فأنا عارب ميزانية المعرفة برضو فاهم أن ميزانية الفيلم مش هي ميزانية المؤثرات وإنك عشان يكون عندك فيلم في كريس برات وزوي سلدانة والفين ديزل وصوت برادلي كوبر ومعرفش مين والكلام ده كله غير أنك تجيب لأربعة يا بنينا هلوم ما يعرفوهمش ماشي يا سيدي أنت لو تقولي ميزانية المؤثرات فقط لغير هنا وهنا كام ممكن شوية بس برضو فرق الإبهار كبير بس برضو ما حاوصل للنقطة حاجة أنه قدي ايه أنا مرة ثانية نخرج من الفلوس نرجع على الإبهار يعني ما جيت شفت وانت صغير تفرشت الرجل حديدي يا رجل الحديد ده اللي هو مين ما تعرفوه لميز كمان الرجل الحديدي ما تعرفوه خسارة الرجل الحديدي ده عبارة أنا وانا صغير كنت متفرج على سكور سيزي وإليا كزام وصلاح ابو صف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرجل الحديدي ده صدر في السبعينات وانتشر ما بين أبويه شافه وأنا بعدين بعدها شفته وبعدها اختفى فأنت عاوز نكون بتابع وأنا طفلة على مسلسل كنت تفرج عليه باباك دقيق 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 كمبني على أفلام كرتون تمام بالإضافة إلى أي مشهد أكشن ناس تلبس تمام كده ويعملوا live action أكشن فكان عبارة عن ديناصورات بتتحارب مع رجل اسمه الرجل الحديدي الرجل الحديدي ده يطلع عبارة عن اثنين التحموا مع بعض مدرئهم قد يطلع لك الرجل الحديدي الشاهد ليش بديك الصورة الطويلة ده الديناصور مع وشكل الديناصور ده مرتبط بالثقافة اليابانية من زمان عنده بكثير أساطير الرجل الحديدي مبني على أشكال متعددة كثير منها يشبه قدزلة اللي شوفناه في الفيلم ده وقدزلة أساسي قبل الأمريكان ما يلطشوه يصرقوه فهذه أول مرة أنا أشوف قدزلة بالتصور الياباني بهذه الطرقة بطريقة من الإتقان اللي تفكرني بأشياء كثير شفتها سابقا واللي على الرغم من يكون صغير كانت تعجبني ما كبيرت لقيت إنها أي كلام الآن أنا شايف ده أجمل تصوير ممكن بالإضافة إلى طريقة تدمير المدن بالإضافة إلى القصة اللي أنا عجبتني اللي بتقول عليها كارتر بس لائق على الفيلم بالأهوال اللي سارم على اليابانيين براو رائع جدا الفيلم تسعة وأنا بهمه انت حر ده شاهدتك للتاريخ انت حر يار يار اوكي أنا تقييمي للفيلم سبعة من عشر عشان برضو ما نجرفش في الآخر إن أنا زي ما أكون بقول للناس إنه فيلم وحش وسيء وسالبي وزيفت لا أوفر ريتد برضو كذلك ده تقديري ولكنه في المحل كويس صالح للمشاهدة طبعا طب اسمع مداب اللي تكلم عن أوفر ريتد أنا مدري ايه مراجع اللي شفتلك هي وان صدمت من رأيك فيه إيش كان باد بويز أكيد أو بلانت أوب دي ايبز أوكي اتصدمت في ايه من عجبني انت كم تقييمك كان لا مش فاكر بس ممكن ايه سبعة ونصف انت ما شفت تقييم على كده لا أنا ما شفتش تقييمك انت ديته كم خمسة دام دل كنت فاكر عاوز تديله اكتر من كده تعال اقنعني تعال اقنعني تعال اقنعني إنه بلانت دي ايبز ده الفيلم اللي احنا شفناه انت شفت معاني نفس الفيلم أنا خايف إنه ممكن دخلت فيلم جديم حسبته هو الجديد بلاش الارجومنت بتاعت الزمال الكوية دي بتاعت انت خلقك تشوف مطش تاني ولا ما بلاش الحاجة دي لا غريبة يا محمود غريبة أنا مره استغربت أنا مره استغربت سمع ولا سمع ونص دي دايقك في ايه بس طب قولي معلش يا سيدي انا فتك مراجعة بتاعتك قولي طيب خلنا اقولك خلنا اقولك انا جاي من فان انا اقولك جاي من فان بلانت دي ايبز عبارة عن سلسلتين منفصلة السلسلة القديمة بدأت في السبعينات وما خلافه والسلسلة التانية اللي بدأت معانا في 2011 و12 سبعة من ديله سبعة حتى مش سبعة ونص سبعة تمام حلو انا بالنسبة للسلسلة القديمة ورغم اني شفتها ورغم اني شايف انها حلوة وكانت فكرة متجددة ومبنية على رواية وكل كلام ده بس عمري ما كنت شبيح ليها زي زي ستار وورز احنا ما عاشنا فترتها بالذات احنا الناس اللي عندنا ما عاشوا فترة حقتها فعمر انا ما حنكون قريبين من السلسلة القديمة لبلانتوف دي ايبز تماما زي عمري ما حنكون قريب من ستار وورز انهم تقريبا صدروا في نفس الفترة الزمنية على الرغم انهم شيء كبير في العالم الغربي او البوب كولشور الثقافة الشعبية الغربية لما جاء البريكول حق سيزر الثلاثة الاجزاء يا لطيف يعني واحد من اكثر السلاسل الترولوجي المتكاملة كقصة متكاملة لابعد درجة قدرت افهم الايبز الايبز دول جو من فين قدرت اتعاطف مع البطل حق الايبز قدرت اتفهم نهاية الايبز وقصة لو ما مسكتها خلاص كده خاصة اوه هذا كده الايبز طلعوا اوكي فاكيد حيتطوروا مع الوقت ويوصل للمرحلة التطور التام اللي شفناه في القصة الاصلية لبلانت اوف دي ايبز خلاص ومتروكه لمخيلتي ايش يعني الاف السنين دي كيف ممكن تمر اللي نوصلوا لي التطور التام لدرجة انه البشر صاروا حيوانات خلاص هذا القاب قرروا الان انه ياخدوا القاب ده ويتعمقوا فيه اكثر فانت اصلا كاساس للفيلم ما عندك نقطة الجاذبية اللي كانت موجودة معك في البريكول لانا السبب عارف الفايروس ومدريمين وكله ده راح ولا عندك ولا عندك انه بطل جديد عراب للحرية تمام حيوصل للاخير فانا امروتك فريم ولا بشجعه لانا الاخير ما عندك انت اي شخصية لا هتقدمها هتقدمها من العدم صح انك قدمت العامة الجزء الاول بس في الجزء الاول قدمت قصة صعود مو قصة من العدم قصة صعود شخصية خلتني اخلص جزء الاول وانا سيزر اخوي افتيب روحي تمام غير الفيلم ده فانت لا عندك قصة لها مغزة انه تورين البداية ولا عندك بطل قدر اني يوصل لمرحلة من البطولة اني اقدر اشجعه ومن البداية ومن النص تمام والمحصلة ولا عندك شرير كل جزء من الاجزاء السابقة يا محمود توريه كل جزء الثلاثة الاجزاء كان عندك دائما ال؉ما الشرير من البشر والشرير من القرردة الجزء الاول الشرير من البشر العامل الى UK shar عاش بطريقة والشرير مين Action انا скоро الشرير كان في طرف البشر من الجهة التالية الجزء الثالث القردة الشرير مين واحد شرير كده القردة الكبير ناسي اسمه اللي معه مع البشر ضد القردة يمسك القردة مع البشر يفكرني بسامول جاكسون هو ده كان المقصود منه في الجانجو ففكرني بدا الشي ومعه مين الشرير من البشر شي اسمه وردي هارلس فشوف اسمه على الشر من يمين ويسار على منطقة رمادية طول الوقت على منتعاري تشجع البشر ولا تشجع القردة كل مين عنده طرف في الارغومنت أو طرف في الجدال الجدال اللي ساير عكس تماما الجزء الجديد الجزء الجديد ما عندها كل شيء ولا تريد توصلني لأي منطقة رمادية معقولة تم تقديم الشخصيات بطريقة عبثية طريقة الحرمة دي ولا البنت تطلع فجأة طب ليش بتتكلم دون عن غيرها ليه ما قلت تقولي خليني أعرف خاصة عادة في البشر وصلوا مرحلة مع الفيروس صاروا ما يتكلموا صار عندنا المرض ليش هي دون عن غيرها والبقية موجودين جوه ومتلبسين وليما شفناه لانهاية الفيلم طب ليه ليه ما خليت البشر هم الأشرار أو ليه ما خليت القردة هم الأشرار وأنا الآن لأول مرة أتعاطف مع البشر في السلسلة قديتني قصة من العدم ما فادت ولا شيء ممكن الآن متحمس إنه فيه تفسيرات جاية قدام بس كقصة كديل جزء الأول من أسوأ ما يكون حتى الشرير اللي طلعوه من القردة اللي جاي بأيدولوجية مختلفة اللي شايف سيزر بأيدولوجية مختلفة وأنا شايف النظرة دي حلوة كان ناقصه التباين كان ناقصه بطل ثاني يتحاور معها عن نقطة دي واللي هي الشخصية اللي ماتت الشخصية البطل كابة أظن وإيه القردة اللي طاه في السيل ومشي هدول لو تواجهوا كان حتطلع به حوارات أجل هو غالباً الإردل اللي وإعفل السيل دوت مماتش طالباً ما شخطوش بيموت يبقى مماتش وكان ممكن استفادة منه أفضل واستفادة كانت تطلع حلوة مع الشرير لأن الشرير رهيب الشرير جاي بأيدولوجية الشرير قاعد يقرأ الامبراطورية الرومانية الرجل يبيحاول يصير امبراطور روماني بيتعلم من الحضارة الإنسانية وريبة من اسمه بسمينه بروكسيم السيزر اكزاكلي فأنا مرح ما عارف من هو سيزر أساساً هذه جمالية الفيلم أنه سيزر تنسر سيزر بكل اللي سواه الآن صارت أسطورة والناس تستغلوا بطريقة بشعة صح ما تم الاستغلال دي بشطرقة جيد هذا اللي أنا شايفه الفيلم كله كان أسوأ في السلسلة الآن ما فيلمية أنا متفق أنه هو أسوأ فيلم في السلسلة ومتفق على كتير من الانتقادات بتاعتك ولكن الوزنية فكرة وزن الانتقادات دي تقدي إيه هو اللي فيه تباين ما بيني وما بينك ومش كبير قوي يعني خمسة من سبعة ما حدش فينا قال عليه أنه هو من أهم أفلام السلسلة أضيف على ذلك أصلاً أن الآلب بتاع الحدوطة أن الآلب بتاع الحدوطة اللي إحنا قدمناها كلها على بعضها مكرر يعني معه بروكسم السيزر دوت هو كوبا كاريزماتيك شويتين البنت شفنا لها مسيل قبل كده وكانت بنت برضو في الجزء الأخير الأب فجر إحنا متعرفين عليها داخل الأحداث بشكل أو بآخر الأيب اللي هو اللي وقع في النهر دوت كان ليه متيل قبل كده نفس الشكل نفس الشكل بنفس الطبيعة بنفس الفكرة بنفس المنهجية بنفس كل حاجة حتى المؤثرات أنا معرفت لش أنبهر بيها المرة دي خالص الحاجة الوحيدة لمبهرت بيها بصراحة هي لأن المرة دي الجديد اللي إنت قدمته هو إن إحنا دخلنا جوه الأماكن اللي مقهولة تماماً بالبشر يعني إنت قبل كده إحنا ابتدينا عند البشر بعد كده خرجنا على الغابة وقضنا وقتنا كله تقريباً في الغابة مع عدى مبنى يظهر بتاعه المرة دي لأ إنت دخلتني جوه الرونز تماماً العالم بقى اللي إحنا كنا عارفينه دلوقتي بقى شكله عامل إزاي المباني المتضمرة السكايسكريبرز اللي طالع عليها الويد والشجر والكلام دوت وصولاً للمركبة أو للسفينة العملاقة اللي الأحداث انتقعت عندها واللي برضو تصورها كان جيد جداً معاك تماماً انتفق معاك تماماً في أن تأخير كل شيء ليه لازمة ضر الفيلم وما فادوش وهذه المتكمة نساسية اللي في النص سنتفشت والله الفيلم طمال بسيارك أنا مفهمتش لما يكون عندك فيلن بهذه الدرجة من الكارزمة تأجلوا الآخر فاصلي ليه؟ حرام ما تجيبوا من بدري وتعرف على الايديولوجية بتاعته من بدري وافهم الناس اللي بيهجموا الأرود ويقتلوهم دول اللي هما الأرود سوري اللي بيهجموا من الأرود التانيين ويقتلوهم دول هدفهم إيه؟ عاوزيني يوصلوا لإيه؟ ليه مأجل دوت لآخر فاصل؟ ما كانش مفيد على الإطلاق البنت بنواياها بالأمور دي كلها مختلف معاك شوية في حتة أن البروفايل بتاع الفيلنز على جانب البشر لأنها تعتبر أنت هيرو هي آه عندها نوايا ولكن النوايا بتاعتها داعت لها أسبابها المضرة جداً لمستقبل الإيبس بدليل أن على ما يبدو الأجزاء القادمة الأسطورة اللي هو حاجة كده شبه تانوس وزرايت يعني داون دا لاين في جزء ولا جزئين هتلاقي شخصيات بتقول بروكسيمس برايم بروكسيمس سيزر وزرايت أما الداعي للفيلم كله على بعضه فأنا متفهمه شوية ويبدو أنه أثار إعجابك أنت كمان وأنا متفق مع ده هي أن السيزر دوت لما يبقى تاريخ ناس معصرتوش محدش موجود شافه كل واحد حيفسره على أنه إيه؟ بالذات يا محمود لو أنك عشان قريب شفت السلسلة القديمة مرة تانية جزء الأول عبقري الأول اللي هو نزف الستينات ما تتخيل لأي درجة جوانب كثير من داك الجزء شفت المكسرات كيف مترمي مكسرات في كل الأجزاء من سيزر إلى الجزء الأخير دا في كثير نقاط بانين عن الجزء الأول فهذا اللي يمزعيني أنه أنت عندك إرث كويس وكملت ببريكو الكويس هنا سجطت معاك بس ممكن نمشيها ونقول إيه؟ هو فيلم ضروري ينعمل عشان يفتح لك بواب الملحمة الجديدة إن القصة دي والمية فيلمية كان ممكن أن يتعمل أحسن من كده مواثقك تماما هذه النقطة اللي أنا موجودة بس أنا أحب السيزر عشان كده نزلت أنا تفهمت قوي الداعي بتاع الفيلم من المنظور بتاع لو سيزر بقى أوسطورة حنت أتعمل معها إزاي؟ وفي إشارات كتير عبقرية تقدمت زي الإشارة بتاعته دلوقتي بقى بيتفسيرها زي ما تكون نداء حرب وهي عمرها ما كانت نداء حرب هي كانت نداء اتحاد ما بين الإيبس وبعض العبقرية بتاعت الشباك بتاعه اللي بقى قلادة دلوقتي بقت أثر ديني موجود في الثقافة بتاعت الإيبس وأنت لو رجعت لأصلها ده الشباك اللي كان شباك القضاء اللي كان بتربي فيها يا جماعة واللي رسموا واللي رسموا واللي رسموا على مكان الأسر بتاعه صح صح لا لا سيزر أنا أقدر أقول أقدر أقول هي من أفضل الشخصيات الغير بشرية اللي بتاريخ السنم يعني موجود يجيبه المبال وبتكسيد مين يا عم؟ وبتكسيد أني سيركوس على فكرة وهادي كمان مشكلة هدي كمان مشكلة بالجزء الجديد أنه أنت غصبا عنك هتقارن بس حلوية الأداءت حلوة أنا ما أدقتش منها أخلص بصراحة ما كان مميز متابع اليومين دول الميم المنتشرة اللي طالعة من الإيب بتاع بتاع الجزء الثالث بتاع وورفور دي بلانتوف دي إيبس إيش إيش دي مكسارة الدنيا عندي على إنستجرام ريالزون اللي هي أرسل أرسل حبعث لك حبعث لك ده أنا حياتي بزد بسببها أنا من كل عشرة ريالز لازم أتفرج على خمستاشر منهم حبعث لك حبعث لك حاجات كتير جبارة ياله تبا طيب من بريكول من بريكول لبريكول نروح لفيلم فروشيا المش البريكول لفيلم ماد ماكس ماد ماكس فيوري رود فيوري رود الشاهد أن فيوري رود قريب ويكمل عشر أسنين يعني واو فترة طويلة جدا وبقول للناس كلهم الآن يمكن البداية ما حذرنا في أشياء لأنه أغلبها كان جديم بدنا نخش دحين على أشياء جديدة فاللي ما شاف ماد ماكس فيوري روت لا يشوف أني روح محمود قدم شوف قدم اللي بعده اللي ما شافش ماد ماكس فيوري روت تبقى مشكلة وبصراحة مش مشكلتنا بس هي مشكلة حرام تروحها لك روح شوف روح شوف يوري روت ممكن لأي سبب أنت كنت تحسب فيلم بايخ أو البوستر ما عجبك أو أنت تحسب مثلا مخبوط في دماغك تحسب أنه كاثرين جسمها جسمها دي البنت دي جسمها شارليز ترون تبتيلها مو حلو ولا يا سبحان الله ممكن توم هاردي تمثيله مو حلو ممكن كده عندك قناعات غبية فمشيها روح روح شوف الفيلم روح شوف فيلم رائع فيلم رهيب بقى شديد قوي على الأوديونس بطوع ومهر لأنه مو ما أقول واحد شاو الفيلم للآن بس يعني ممكن حرام حرام المهم أنا الفيلم ده أنا من روحت أنا وأقولها وإلى الآن أرجع أقولها أنا ما شفت أفلام مادماكس القديمة يا جماعة إلى الآن أفلام مادماكس القديمة ما شفتها ملم بالعالم ملم بالبوب كولشر ملم بالجوانب حقتها ملم بأشياء وشفت كمان المقرج ومباني العالم ده أسطورة أنا ما أشكك فيه أبداً بس ما قد جات عندي الحاجة إن أرجع أشوفه عكس ستار وورز عكس بلانت أوف دي ايبس اللي أضطريت أرجع لأنه أعمال كثيرة بتمبني عليها كثير أشياء فيه اللور معين لازم تعرفوا هنا ما حسيت ده القديمة ليه؟ لأنه مادماكس فيوريو روت كان متكامل لحال لدرجة أنا من دخلت الفيلم أنا فاكر إيه الآن دخلته سينما وتأخرت تكة أنا العادة أجي بدري تأخرت دخلت كده تكة يمكن راح دقيقتين بس لما دخلته لقيته بحاربه قلت الفيلم راح الفيلم راح لما ليه فاهم حاجة مش الفيلم يا محمود من دون من دا من دا طالع من دا ساير ومن دا الفيلم ذكي إنه قدر يعلم قديش إحنا أذكي إنه الجمهور موغ بالغباء اللي يتصوروا أغلب المخرجين اللي يوريه قصة متكاملة حيجمع مو لازم تأكله بملعبه كل نقطة واللي خرجت منه فيلم متكامل زي ما هو عمري ما حسيت في يوم من الأيام إنه أحتاج قصة سابقة دخلت هذا الفيلم على تخوف إنه مسك شخصية هي أساسية من داك الفيلم ورجع رجع للماضي تباها بإيماني إنه البريكول دائما تنجح أكثر من السيكول قلت خليني أعطي فرصة أنا شخصية نتجربة حقتي كانت جدا شبيلة أنا ما شفت مراجعتك أو أنت عملت عليه أنا ما تتكلمش عنه خالص آه فده دورك تحيي تتكلم أوكي فريوسا أنت خاطبت الناس اللي ما تفرجوش على ماد ماكس فيوري رود أنا هخاطب الناس اللي تفرجوا على ماد ماكس فيوري رود لأنه مهم جدا نفهم الفروق ما بين الفيلم دا والفيلم دا واللي قدت لأن فيه ناس كتير تخرج من تجربة مشاهدة فريوسا بقدر من الإحباط وأنا في تقدير الشخصي هو إحباط شوية في محله وإلى حد كبير في غير محله أولا علشان تعرف البروفايل بتاعي أنا على عكس ماهر أنا شفت الأفلام القديمة ومنبهر بيها وما زلت مقتنع بأهميتها كمرجع بصري للتطور اللي جورج ميلر قدمه بعد كده في السلسلة ومن فترة سيارة دخلت في إخناقة مع محمود إسماعيل وطارق في دورس 16 من إنهم كانوا بيقولوا إن ماد ماكس فيوري رود أسس المرجع البصري للجنان بتاعلم جورج ميلر وأنا كان عندي اعتراض شديد على داوة إن ميل جيبسون وأفلام ميل جيبسون هي الأساسة لداوة اللي حصل بعد كده هو تطور الزمني مش أكتر والحمد لله تجربة مشاهدة فريوسا دللت على وجهة نظر إن الناس هؤلاء بتتفرج على فريوسا قالت فين الجديد؟ ده اللي أنا كنت مش ما وصلتش لدرجة وأنا بتتفرج على فيوري رود أقول فين الجديد؟ دس بقول حلو التطوير لكن أنت ما اخترعتش الاخترع كانت زمان ما كانش دلوقتي ففريوسا طبعا على مستوى العربيات على مستوى الجنان بتاع المعارك على مستوى تصميم الملابس على مستوى المدن أو القلاع المختلفة اللي موجودة مش هتلاقوا فيه إبهار جديد كتير لأنه مبني على الأبعاد اللي انت شفتها بالفعل في فيوري رود فيوري رود على كل الهيلمان اللي موجودة عنده دايما بنفكر الناس دي كانت رود تريب واحدة بس أحداث الفيلم كله تقريبا بتدور في يوم يوم ونص مفيش أي حاجة أبعد من كده فريوسا مختلف تماما ده فيلم أحداثه بتمتد عبر عدد كبير من السنين يعني فيه شخصيات بنشوفها وهي صغيرة وبعدين بتكبر فيه شخصيات بنشوفها وهي الشابة وبعدين بتعجز فيه شخصيات ما كانتش موجودة في الفصل الأول من الفيلم بقت موجودة في الفصل الثاني وليها وزن وتبنى عليها عدد من الأحداث لذلك القصة إطارها مختلف توقع إنك تشوف فيلم أو إنكم تشوفوا فيلم شبه فيوري رود من البداية من المفترض الجميع يكون متفق إنه هو مستمع هل بعد كده إن فيوريوسا فيلم يرتقي لفيوري رود لو تشاف المشاكل المستقل الحقيقة لا لأنه هو فيه عدد من المشاكل المشكلة الأولى هو التأخر الشديد جدا في إظهار أنيا تيلر جوي في دور فيوريوسا إحنا قعدنا وقت طويل قوي مع النسخة الطفولية منها مستقل نص الفيلم تقريب كتير قوي يعني أنيا تيلر جوي مش موجودة معايا في الفصل الأولاني ونص الفصل الثاني كتير جدا هل ده كان ضروري الحقيقة أنا بتفرج بعد ما رجعت أستعيد أفلام أحداث الفيلم بعد ما خلص لا ما كانش ضروري طب إيه الأثر السلبي يعني أنا واقع في غرام أنيا تيلر جوي الحقيقة لا بس عشان أتعود على عواطفها أتعود على العلاقات اللي هي بنيها مع الشخصيات أفهم دي في حالة الإحباط شكلها عامل إزاي في حالة الغضب شكلها عامل إزاي الكلام ده قطنا افتقدته في الفصل الثاني والثالث وأثر على تجربة مشاهدتي بشكل كبير في نقطة يهمني جدا أعرف رأيك فيها لأنها ممكن تفصل على إنها شيء سلبي وممكن تفصل على إنها شيء إيجابي بس هي بالنسبة لشيء موربك وهي بروفايل الفيلن اللي قام بدوره كريس همسول لأنه هو شخصية أولا طريقة كلامه المفردات اللي بيستخدمها التشبيهات اللي بيستخدمها والجنان اللي هو فيه في منتهى الجادلية ولكن هو كبروفايل فيلن تافه جدا يعني هو أغلب الخطط بتاعته ما تنجحش هو عمل في الفيلم عدد من الخطط اللي نجح منها نجح كده والأغلب منها ما نجحش وصولا للمواجهة الأخ لا بس اللي نجح فيه نجح فيه حاجة جدا وأنا هنا اللي أبغى أختلف معك في حاجة ننسى هو مشكة الفيلم الأساسية بالنسبة لي إنه سماه فريوسا فيلم ده مو فريوسا فيلم ده بريكل طب ما الكلام ده وات ينفع يتقل على ماد ماكس لأن ماد ماكس فيوري رود اسمه ماد ماكس فيوري رود وبطلته هي فريوسا بالضبط فهنا برضو ليه سميته فريوسا بتحسسني بيلعب بلعب بس عشان حوالينا صح؟ لكن الفيلم أكسلن بالعكس الفيلم أنا ليه أنصح فيه بالذات اللي يحبه ماد ماكس ما هيجلل من ماد ماكس ولا هيجلل ولا هيطيق مكانة رو حتكون فوق أول عكس كلاهما رائع ليه؟ في الفيلم الجديد طعم لك قصة ماد ماكس بأشياء أنت وعمرك توقعت أنك تحتاجها ليه؟ إيش المدن التلاتة دي؟ إيش مدينة الرصاص ومدينة الغاز ومدينة المدينة التالتة دي اللي هما عايشين السيتادل بتاعت المرتنبات السيتادل أيوة يفكرني جيموف ترونز وذلك الولاد يجغس سيتادل المهم إيش العلاقة بين التلاتة دي؟ إيش الفايدة؟ ليش في ولاء لدى المكان؟ إيش؟ هنا علمك علمك أنه كيف المبنية اقتصادياً من اللي بيدي الأسلحة ومن بيدي الغاز ومن بيدي الأكل والشرب كيف من التلاتة من غير ما يكونوا مع بعض مستحيل أن الحياة دي إنها تمشي كيف من الهيمنة على الأماكن التلاتة دي من مصلحة أي واحد من التلاتة بطريقة دي ما يحتاج البقية ويوري لك أنه دي الشخصية كريس همسورت بالنسبة لي أنا شايف أنه قدم دور رائع دور جديد ما هو امتداد لثور ولا حاجة زي كده وقدم الفيلين بطريقة حلوة إلا ضح حتى الطفلة عشان يسوي اللي هو يبغى قدروا أن يوصل للنقطة دي إنه يحصل على مدينة من المدن التلاتة هذا مو شي بسيط هذا مو شي بسيط لو فشل في كل شي بس إنه حصل على مدينة واحدة من التلاتة وهي اللي بدأت وكانت سبب لوصول الستدال في يوم من الأيام إنها تسيطر على باقي المدن واللي هو يوصلنا إنه في ماد ماتس في يوري روت إنه كل خاضع تحت اللورد الأساسي طاعة طويلة لعمر تربيدوين في الترجمة وسمينه طويلة لعمر تقعد تضحك تقعد تضحك الله هو عموما اسمه اسمه عليها لم تستفهم كبيرا لأن الناس كتير بتربط هو ما اسموش هو اسمه فهو اسمه مش متعلق بفكرة إنه هو ما بيموتش مثل ملهاش علاقة بالزبط المهم فأنا شايف إنه الجزء ذا وصلنا للمرحلة والفيلين هذا وصلنا للمرحلة تقوي من قوة الستدال في هناك وليش عندهم السيطرة الكبيرة دي كلها وليش الكل بيسمعهم وليش مصطل الملاحقة نلاقيه ناس من جوانب من فين جو جغرافياً كدت تتخيلها ففادت بشكل كبير عشان بس ما عليش دخلت في دي النقطة بس هذي اللي أنا شايف لا 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 والعلمك يعني يعني أنا من جانب بقول أنا كنت أحب إن أنا أشوف منه تهديد أكتر من كده بس من جانب آخر تمهيدة عبثية المستقبل المظلم الديستوبياً اللي حبب إننا عيشين جواه إن فعلاً موازين القوة والضعف فيه منتهى العبثية وفيه شخصية ممكن أقدمها لك زي ما تكون حتكسر الدنيا وحتكون أساسية معايا في مصير العالم وفي المشاهد اللي بعض وموتها ولا كأن كان ليها أي لازمة فده عجب نيب المثالات البصرية هذا اللي زعل المثالات البصرية هي اللي تزعل إحنا كنا في مرحلة عظيمة يمكن ده الأعظم في 2015 مع هذا الفيلم هنا اللي جي إنه أخذ العدوى نفسها حاجة مارفل مشاهد كثير باين إنها جريم سكرين بس يعني برضو حتة البركتكال افكتس بتاعت المطاردات وبتاعت العربيات وبتاعت الكلام دوت كانت لسه موجودة لكن يصعب الانبهار بيها لأنك شفت منها مرجع آخر يعني منك شفت فيوري رود المرة دي إنك تنباهر بيها خلصت وطبعا واضح في أوقات كتير إن في جريم سكرين وفي الكلام دوت لبعض التحديات اللي ملاش حل زي الحاجات بتاعت المرتفعات والكلام ده بس اللي أنا بحسبه بقى بسلبي قوي على الموضوع هو إن الحصار الأخير فعلا نتكلم نشير من غير ما نتكلم أكتر من اللازم في الحر يعني الحصار الأخير والحرب الأخيرة المفترضة إحنا نشتنش منهم حاجة هو هو تحكى زي ما يكون حد بيقرأ في صفحات تاريخ وهو فعلا في حد بيقرأ من صفحات تاريخ وشخصية مطيرة جدا للإتمام على فكرة إن في الأخير حصل الحصار وحصل الحرب وحصل طرف فائز وحصل طرف كمتفرج مش إحنا المفروض نشوه مش نتابه ولا هي هنا عبثية الموضوع لأنه زي ما قلت إن الفيلم مو على فريوسا وكيف إنه فريوسا كانت ضايع في الأخير لا رجعني فريوسا إنه همشي إنت عندك تعرف فريوسا يصر لها والآن رجعت الستدال ووصلت وتعرفت على الزوجات الجدد وابتدينت السكة بتاعة الفيلم بالزبط في شوية مفصلات في الفيلم أنا عندي مشكلة تانية أنا عندي مشكلة تانية كمان إنه أنا مني شايف أني تيلر جوي إنه هي تنفع تكون امتداد شارلي سترن شسمها بعيدة كل البعد كل البعد لا شكل لا هيئة لا جسمانية ولا شي هي مو عشان شجرة وخلاص يعني ممكن يعني أنا حسنا ظلمت شوية بتأخر ظهورها هي لو كانت موجودة معنا من بدري بشوية يعني تعالى أحاول أشرح من تقولت دوة شوية الله ينور عليك فأنت لغاية لما هي ظهرت أنت متوقع في ريوسة بتاعت شارلي سترن أنت لو قضيت معها وقت أطول من كده كان ممكن تكسي الشخصية بطباعها هي فالموضوع يعدي أنا حسنا زلمت أكتر منها زلمت يعني فيش وقت مفصلات في الفيلم ما عجبتنيش قوي يعني هي في نقطة إنها بتتلقى إصابة قوية جدا وبعد كده بترجع منها بدون أي حاجة يعني أنا حسنا اللي في النص دوت المفروض يحصل فيه حاجة يعني بس أنا بحترم دورج ميلر وبحترم فريوسة على إن المشاهد القصية في هذا الفيلم الحقيقة مش كتير والدموية اللي فيها موجودة بس ممكن التخلي عنها يعني كان ممكن نشاورها نبعدها نخفف شوية في الدم هنا نخفف شوية في الموتة دي والعملية تعدي ولكن هو أخلص لتقييم للتصديف الرقابي يعني أنا مش شايف ونرجع لنقطة أساسية معها معلش هل تكون تكلم عن التقييم لا كمت نقطة مهمة لا لا هي النقطة بتاعة التقييم الرقابي أنت ممكن تتجنب التقييم الرقابي في الفيلم ده بس أنت أخلصت للحظات يعني اللي أنت محتاجه في الفيلم عشان التصنيف بتاع الفيلم ده وترقبيا يبقى قار تقريبا 3-4 دقايق وممكن تتخلى عنهم الفيلم مش غرقان دم بس هو أخلص لده لأنه عاوز يقدم ده وعاوز يبقى له تأثير على فكرة ليه تأثير يعني فيه عمليات اللي هي زي ما بيقول لأنا كنت مفتقد في ديون القصوى يا جماعة العملية مش عملية دمه بس العملية عملية أنك توريلي قصوى تخليني وأنا بتفرج أنا عايز ما كملش فرجة ما كملش مشاهدة وهو طبق دوت على يد الشخصية اللي جسد كريس همسورت مرتين وده فرق كتير جدا في أنك تفهم دواعي الانتقام في النهاية والفيلم ممتع وعندي مشكلة في أغلب الأفلام اللي جاية هنتكلم عليها الآن ما عانى منها هذا الفيلم هو طول الفيلم شوية حسيت فيها بس مو كثير يعني ما زال ممتع للمشاهدة إني أكمل ما فيه تمطيط ما فيه تمطيط زيادة عن اللزوم ننتقل طيب نخرج من الأفلام شوية نريح مع مسلسلات الشاهد المسلسلين هتكلم عنهم الآن يا جماعة لسه ما خلصوا واحد منهم تقريبا الرأي ممكن يكون شبه متكامل خصوصا أنا قاري الرواية فتقريبا الرأي واضح يعني أقدر حتى أدي تقييم من الآن بس هستنى لحد النهاية والثاني لا الثاني دوبه بدأ وحلقتين بس والشاهد أنه الاثنين كلهم على أبل تي بي المسلسل الأول هو دارك دارك ماتر واصل الآن حلقة سبعة هو التوتل كله تسع حلقات والمسلسل الثاني بدأت أول حلقتين نزلت مع بعض الأسبوع هذا اللي فات فنتكلم على دارك ماتر يا محمد أوكي أنت دلوقتي في موقف قوة جبار جدا 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 لأن الحلقة السبعة خلصت على كليف هنجر ابن جازب وأنت الوحيد اللي عارف تفسيره وأنت الوحيد فعلا أنت الوحيد فعلا يعني خلي بالك أيام جيموف ترونز الناس اللي كانت قاريا كانت سبقانا بس كانوا كتير المراتي تقريبا أنت الوحيد اللي قاريت الرؤية دي شو للمعلومية ترى بلايك كراوتش عنده فولوين كوي يعني في ناس تجمع أوه يعني أنا ما حيبكو تشارف لا لا هو بيكتب من زمان بس مع دارك ماتر نزلت 2017 ريكورجن نزلت 2019 وبعدين آخر كتاب اللي ما عجبني كثير نزل في 2022 مع كتب دي سبحان الله وصل لمرحلة يعني أعلى منها من ناحية كتب خيال العلمي وصل لمرحلة كويسة وهو شاطر جدا الرهيب أنه ده الفيلم هو نفسه الكاتب حق المسلسل كاتب الرواية أيه فكاتب المسلسل هو نفسه كاتب الرواية ومن صناع المسلسل ككل فالنتيجة أن المسلسل هو نفسه الكتاب مع بعض الاختلافات اللي أنا راضي بيها جدا خصوصا أنه اللي سواها كاتب المسلسل فأكيد عملها لسبب فيه ونسأل على جودريدز عمل أظنه جلسة قبل كم فترة وناس سألته على جودريدز جودريدز هو تطبيق للقراءة زي آين دي بي حق الكتب فمن فترة لفترة يجمعوا أسئلة لكتاب معينين ويتواصلوا معاهم وكده فهو أصرح قال لا أنا مولوستوديو اللي ضغط علي في التغييرات دي أنا كان عندي بعض الأفكار اللي أثناء كتابة الرواية اللي سبب ما مخترتها شايف الآن فرصة إنه أعيد تقديمها بطريقة مناسبة وأنا أحيي الكاتب اللي يكون عنده فكرة عامة عن كتابه ويقدر يروح لأي مكان ومحاجة ثانية فيه مصطلح طالع بالذات عن محبين الأنمي يا محمود يقول لك الكاتب هبد تمام أو هبد الكاتب أو هنا بدينا هبد حبيبي لو إنه الكاتب هو اللي كتب الرواية وهو اللي سوى العمل مهما يطلع النتيجة هي مسؤوليته ليه؟ إنه هو اللي تحكم فيها من ألف لليلع عالم بتاوم تكم هو عالم حقه Game of Thrones لما نسع لنا من الكتاب لما أخدوا عالم ومو عالمهم وهبدوا فيه صح؟ لدرجة إنه حتى جورج آر مارتن طلع فيه من الأيام وقل لك لا أنا ما كنت حتفق معاه ممكن لكمل خمسة مواسم هنا مو تقول هبت وتقول غبي وأغبة تقول اللي تبغى بس إنسان كتب روايته بالكامل كتب عمله بالكامل وخلص ما تتفق معاه قول ما عجبتني النهاية قول ما أتفق معاه قول فرص مهدرة بس هبت هبت قال على شخص تطفل على شيء محق هذا العالم اللي أنت بتدافع عنه أكتر منه عالم لو لأنه هو اللي كتبه ما كان وصل لك فكلمة هبت تقنياً غلط تنقال في الأشياء دي فهذه كلمة كده من زمان عندي فكويس بس هو فيه اتهامات لو رجل دوت بالهبت في حاجة؟ لا 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 أنا بس بأستقل اللي بأقول لك إنه لو طلعت اتهامات هقول لهم هو عالم ويعني والحلو إنه التغيرات اللي عملها أبداً أبداً بالعكس إيجابية وأتوقع إن لو قريتها في الكتاب كنت هم بسط أكثر ولو حابب ممكن لأقول لكم عن التغيرات دي مجرم أتأثر معاكم عن القصة بعد ما نتكلم على أحداث المسلسل أحد دي هم أنا القصة وأبأخذ رأيك بعدين علي قصة المسلسل يا جماعة ببساطة عن إنسان مدرس في العلوم أو في الساينتست أو حالة زي كده متزوج من إنسانة فنانة مخلف ولد عايش حياته طبيعية في يوم من الأيام نلاقيه إنه في أحد يتعدى عليه ويستولى على مكانه واللي نكتشفه إنه هذا اللي يتعدى عليه هو نفسه شخص آخر قادم من عالم آخر فكيف الشخص هذا جاء من العالم الآخر ليه جاء على هذا العالم أصلاً إيش الطريقة اللي انتقل فيها لهذا العالم أساساً إيش هيعمل للشخصية الأساسية اللي احنا شفناها في بداية المسلسل إيش هيكين مصيرها هل هتحاول ترجح هل هتنجح إنها ترجع هل البطل البطل النسخة الثاني اللي جاء لهذا العالم هيتقبل هذا العالم زي ما هو هل هو راضي عليه زي ما هو والكثير من من الأمور قصص الخيال العلمي اللي مبنيه على تعدد العوالم ممكن تفشنا منها إحنا صحيح في السوبر هيروز ومدرمين في هذا الكتاب واللي أنا قريبته فيه 2017 اللي كان عجبني فيه هو البعد الإنساني أنا ماهر رحت لعالم ثاني فيه ماهر آخر أخذ قرارات في حياته مختلفة عني أنا في يوم من الأيام اخترت أني أروح المظيفة الفلانية وأني أتزوج في عمر مبكر أو أني أسافر لمكان معين أو أستقيل من مكان معين فيه قرارات معينة في حياتنا تعتبر مفترق طرق فعلا مفترق طرق يعني أنها فكت لك باب كبير وفرص كثيرة يعني أنها ضيعت عليك ممكن فرص كثيرة تفسيرك لهذه المواقف ومخترق الطرق اللي أنت مريت فيه يعتمد لأي درجة تكون مرتاح لقدر الله والأشياء اللي ربنا ومشيئة الله لك أنها تكمل عليه بس فكرة أنك تتغلغل في قصة خيالية أنه أنا يكون عند الفرصة أنه أرجع للقرارات المصيرية دي وأحاول أغير وأشوف حياتي كيف تصير إيش ممكن تطلع منها مع إجرام والأشياء دي كلها فأنا بالنسبة للرواية من أجمل روايات الخيال العلمي لجريتها آخر عشر سنين ما في أحد أعرف ويجرى إلا دائما أوص فيها كنت مستني العمل ومن 2020 أعلنوا عنه لدرجة أني أنا نسيت وهو فعلا مرضي أمور إنتاجية صعبة عشان كده أطول وما نزل لفتالفين وعشرين فهذا العمل ككل مصيحة تابعوه رأيك يا عمدة دارك ماتر علاقتي بي غريبة شوية أنا ما عنديش الانتقادات اللي عندي خفيفة جدا هو مسلسل رائع وإحنا دلوقتي يبقى عندنا دافعين يخلون ننتظر يوم الأربع من كل أسبوع وأنا بتضايق من ده بصراحة يعني كان المفروض يضلوا سلوات تانية يبقى مثلا يوم الجمعة بنتفرج على يوم الأربع بنتفرج على دارك ماتر بس كده كده دارك ماتر كل اللي فاضل فيه حلقتين وأتمنى إن ما يكونش فيه أطمع لمد المواسم كتيرة جدا وأتمنى ما نخلصش الموسم دوت على كليف هنجر وده متضاد شوية مع حاجة حقولها دلوقتي وهو إن أنا شايف أن دارك ماتر مدته تسمح بعدد حلقات أكبر من كده بكتير يعني يسمح بعدد الحلقات بتاعت المواسم اللي كنا بنشوفها في مطلع في مطلع الألفية أو قبل كده بشوية نهاية التسعينات اللي هو ساعة لما كان الموسم بيخش في 25 حلقة أو 30 حلقة أو الكلام ده أنا من جزبتش للمسلسل بشكل كبير غير مع الحلقة التالتة أو الرضا لأن اللي حصل في البداية إلى حد كبير كان متوقع من التريلر وبعد كده لما البطل بتاعنا بيروح للعالم اللي هو إن اللي حصل عملية تبادل أدوار هو ده راح العالم بتاعه ده خطف ده ورجعه العالم بتاعه على أساس أن هو ممكن برضه على أحد المستويات يكون بيعمل له خدمة أو معروف لغاية النقطة دي وبعد كده الفترة اللي هو قاعد فيها منفصل عن العالم بتاعه نقطة الشك والمصحة النفسية والمستشفى والمعرفش مين والمطاردات والكلام ده ما كانش داخل دماغي قوي وحسيت أنه طول أكتر من اللازم حسس أن اللي تم تقديمه ده كان وارد جدا وصالح جدا أنه كله على بعض ويحصل في البايلوت مع بداية تعرفنا على الاختراع بتاعه اللي هو البلاك بوكس وبعد كده الكوريدور فكرة يعني ايه تبقى سوبر بوزيشن ويعني ايه مخك مش قادر يستوعب التجربة بتاعتك فبقى بيخلق موازي ليها شيء موازي ليها عقلك ممكن يفهمه اللي هو الكوريدور لا نهائي مليان أبواب كل برد منهم بيفتح على عالم شكل هنا ابتديت أبعد الفقعدتي بقى هنا الإمكانيات التارت تظهر هنا الاحتمالات التارت تظهر وبتدينا نشوف المغامرات بتاعت زيارة بعض العوالم ديات وايه التجارب اللي هو بياخدها جواها ودي في تقدير الشخصي هي المادة الرئيسية اللي كانت تسمح بمد عد الحلقات لقدر أكبر اللي هو لو كل لو هي دي الحاجات اللي انت قدمتها لي في الخمس ستة أبواب اللي هما دخلوا فيها وقضوا فيها وقت كويس طب ما كنا نكمل ما نكمل كده أكتر كل حلقة نروح أعلم شكل وكل حلقة نخوض مغامرة شكل وهنا بتريت أحسد شوية الميزانيات الكبرى إن الرجل دوت أو الناس دول لو كان معهم ميزانيات كبرى كممكن نخوض تجارب شبه يعني أول مقارنة جات في الماغي انترستيلر لما عد لما زورنا مع ثلاث كواكب وكل كوكب فيهم عمل فيه مهرجان عمل فيه كارنفال شكل فإيه اللعبة العلمية اللعبة البصرية اللعبة 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 الإنسانية اللعبة اللعبة هو شطم على الأولى والتانية دا يتقدم منهم حاجات على المستوى خجول جدا وركز جدا في الموضوع الإنساني وموضوع الإنساني متكامل مينس حاجة واحدة بس مدايقاني وصولا للحلقة السابعة إنه على ما يبدو الارتباط الأساسي بتاع البطل بتاعنا هو مراته والبصلة اللي بتعرف حياته كلها مراته طب بالنسبة ليه ابنه يعني هو بيفتكره كل 3-4 حلقات بكلمة ولا كلمتين بس أنا حاسس إن الارتباط به المفروض يكون أكبر من كده شوية إن هو يكون موجود في إطار اهتمامك العاطفي بشكل ملموس أكتر من كده شوية الجنب الآخر بقى مش بتاع بطلنا المخدوع إحنا بنتكلم على بطلنا الخادع أو صاحب الخديعة شايفه من أقوى ما يمكن ومن أجمل ما يمكن بكل تطورات بكل التطورات بالله بالله بسألك على حاجة لاحظتها ولا أنا بابالغ تمام بتعندك نفس الممثل بيعطينا شخصية البطل والبطل اللي جاء من العالم الثاني حلو وعندنا جينيفر كورني واحدة من أفضل مثلات هوليوود البطل حقنا بشخصية الأساسية معاها بيدينا كيمستري ولما يتجينا الشخصية الثانية بيدينا طنف يب يا الله على عشان جوال أجر بتنمثل مش هاين ممثل كيل جدا يا خلاق فين دي ضايع ليه ما هو موجود ليه ما هو معروف في الطيقة دي للمفاجأة هو من أدواره الجميلة جدا اللي ما خلتش حقها على فكرة كان دور عاطفي في فيلم اسمه تفتكروا لما تفتكروش لما كان في علاقة حب مع امرأة صمراء من الأيام والكلام ده كله ودي كانت الأزمة كلها مراته اللي كانت أيما بدورها هي روت نيجا روت نيجا هي لأيما بطولة المشاركة في مسلسل بريزيوم إنسنت مع جيج جيل فورلز كولايدن بس جوال أجر تن يا خبرة ده عمل دا جيفت وعمل لوفينج دوت وعمل دا جريد جاتسبي كان طالع من من الفيلانز بطوله لا جوال أجر تن ممثل تقيل بس هو كان لفترة طويلة قوي فيلان ومن الواضح أنه كان بيقلب البروفايل بتاعه وأبغى جاوبك أبغى جاوبك على حاجة أنت عارف أنه الكتاب ما عندنا صفحات كثيرة بنعيش مع جيسون اللي راح للعالم اللي خطف واو إحنا بنعيش مع جيسون بس في العوالب ما بنشوف فهنا المسلسل بيديك نقيق بيديك الاثنين نوعا ما بيتقاسموا الوقت بيبريك أنه حتى دينا منجا على العالم الجديد كيف متقبل على العالم في بعض الصفحات عليه كانت بس مول الدرجة دي حتى شك الحرمة أو شك مرته كان جليل مو بجد اللي بيشايفينه في المسلسل فكرك الثيم دي فكرتك بحاجة أنا فكرتني بحاجة فكرتني بفيلم في صفح ايوة 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 لما راح خد مكانه في بيته مع امراته هي مش متشككة في أي حاجة بس أحس أن المسلسل ده أتعملها بشكل رشيق أكتر ما فيهاش ملل أنا كنت خايف ما أعرف الفيلم وحتيبتني تشكي فيه وتدور معه أعملها كمان بطريقة يعني مع لي جماعة طيب خلاص إنها مدحنا في المسلسل لازم لازم أبدا تكلم بحاجة أنا اللي عاجبني واللي هذا ما شفته في الكتاب ورانا إنه جيسون ده اللي عمل في الكتاب يعني كانت فكرة في الكتاب جيسون ما كان إنسان سيء حتى اللي يجي من الجانب الثاني اللي يجي من الجانب الثاني كان يقول زي ما أنا أبغى أشوف لو إني ما قررت إني أتزوج دانيلا وما قررنا إنه نخلي البيبي ده موجود ويتولد وإنه أنا بدل ما أسير عالم وأخترع أكمل معاها أكيد اللي مر بالأشياء دي كلها عنده نفس الأفكار وبيفكر يا ترى لو إني ما تزوجت ولو إني كملت إيش ممكن يصيب هو هو أقدم لما أقدمه على تغربة قال له آه أنا بعمل فيك معروف أي فهما على بعض هذه واحد شيء الثاني الشيء اللي أنا مرة حابه مع التغلغل في جيسون اللي جاء كيف أنه مراضي 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 بالحياة اللي هو أختارها حسب أنه حينبسط فيها معشا شيء عشان ما زال يبغى فلوس أول حاجة أفكر فيها كيف أجيب فلوس ما رضي أنه يعيش بهذا ثاني حاجة أفكر فيها أنه يبغى مرة وما تشتغل طب يا ابني أنا أنت جاي للعالم ده إنها تشتغل وإنها تعمل وإنها تسوي وإنها هو شيء ده كله خنق عليه فهذا لو لسه أنا مستني لأمسلسل فيني ودي بس حاجب يوصل لقناعي أنه هو بينه بين نفسه وأحد يواجه أنه ما كان في شيء حيبسطك أنت أنت ما في شيء حيبسطك لا الفلوس بسطتك ولا ده بسطتك على العكس على العكس من شخصيتنا البطل اللي راح لعدة عوالم منها عالم نظيف وعالم وكل لكلام لا أنا ما هارتاح اللي أكون يعني أنا عارف ساعاتي فين أنا ساعاتي وعالمة التانية أنا ساعاتي فحلو التباين ده بين الشخصيتين اللي هي بالناخير شخص واحد إنه هو ممكن قرارات تمر فيها في حياتك تعلمك دروس إنك ترضى أكثر من قرارات تانية اللي تخليك بس وراء الجديد وراء الجديد وراء الجديد لعمرك ما ترضى وعمرك ما توصل للقناعة وإنه دايماً تبغى الجديد وهي الفرق بين الاثنين عايز أسألك السؤال المهمة وشخص لا العبال ما الحلقة دي تتزاع غالباً بما تتنشر يعني احتمال كبير تكون الحلقة بتاعة يوم الأربع نزلت فمش متأكد حسبة ولا مش حسبة فطبعاً تكون حريص جداً وانت بتجاوب على السؤال الحاسس اللي هو لك دوت إحنا في نهاية الحلقة السابعة قابلنا زلزال بإن اكتشفنا إن في نسختين من بطلنا بيجروا أربع مع بعض الاختلافات الفيزيئية البسيطة زي التعويرة اللي في الصباح والكلام دا ما تشرحش دا إيه بس قولنا من دلوقتي الإجابة حتبسطنا ولا حتبقى مثيرة للجدل مثيرة للجدل أوه أوكي عجبتك أو ما عجبتك أنت شخصياً من الحاجات اللي عجبتك ولا لا أنا الكتاب كله حبيته بس في بعض الجوانب في الكتاب اللي حسيت أتورط فيها الكاتب أو حسيت من هذا يعني منها فصل الأخير في بعض الأمور طيب بس وأنا أشوف أن المسلسل بيدوية أنا أشوف أن المسلسل أعطانك فرصة لنعيش العوالم بس الكتاب ما هو كبير الكتاب 300 وشوية صفحة كممكن أعمل فيلم كممكن ببساطة العمل فيلم ساعتين ممص أنا أشوف كده أنا شايف أن المسلسل دا يعني مظلوم في حجمه يعني أنا عندي حل من الكنين يا تعمله فيلم وتخليه كومباكت زي ما أنت عمل جهو المسلسل كده ياخد رحتك بق وحاجة تا أنت عارف معلومة عرفتها بالصدفة اليوم الصباح إيش أحلى عالم راحه أو إيش أكتر عالم أنت حسيت وحزنت عليه فيه اللي هو اللي ساب فيه رفقته اللي ساب فيه أنا أكتر اللي مرته كانت بتموت فيه اللي في الفيروس ده حزين دا يعني ده الجميل في إيه ده حزين 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 أنا تكلم حزين أنه يعني كيف سابها بتموت لازم يسيبها تخيل تخيل ده المشهد ما كان حينحط ليه لأنه هما بنصور ووصوله للمشهد دا كان في 2021 كان في عز كورونا فكان الكاتب ضد أنه الناس تفهم أنه بيستغل كورونا كمان عشان مع أنه هو كاتب الكتاب من أول والمشهد دا موجود عندنا بالعكس كان أقصى من كده يعني هم من الناس اللي توقعوا أنه في فيروس ممكن يجي في يومنا الأيام ويقتل ويقتل الناس فشالو هو الستوديو قرروا أنهم ما حيروحوا لعالم دا ما حيزوروا جينيفر كولوني قرأت الكتاب ورحل قلت له احنا متى عنصور المشهد دا قلت قلت ما يشرح لها قلت لأ طب احنا 2022 الآن يعني على ما ينزل المسلسل ما توقعوا وقتها وبدأوا يخشوا بالتأخير والأشياء دي كلها فاقتنى أنه على ما نشوف المسلسل حكون خرجنا من كورونا ورجعوا صوروا المشهد مرتاعة وأنا ممنون أنهم عملوا لأنه واحد من أجمل الفصول اللي كانت مبدو في الكتاب والكتاب ترى راح لعوالم أكتر كمان ما أنا كان نفس تشوف بقى الحاجات دي كل شوية وديني حتة شكل ورديني بقى حاجات مستقبلية ما عرفش ملع حرب فيضان بركان زلزال مخلوقات فضائية بتاع أنا كنت أحس تفرغل حاجات ممدية بس هو أترابين ميزانية تمي كبيرة وباين ميزانية تمي كبيرة لأنه بعض الأمور واضحة الجريم سكرين شوية بحاجات خصوصا من يخرجه من الفوكس بس طريقة التصوير الأكتر جانب رهيب تقني وهذا اللي أتمنى الناس تبدأ تنتبه لي وطبعا دايما بيعتمد عليه بس نادر ما تشوفها كلها في عمل واحد طريقة استخدام الألوان للتأثير على طبيعة المكان اللي بتفرج عليه يعني شوف الفرق بين العالم اللي ساب فيه اللي خصائية النفسية والعالم اللي ساب فيه مرته بتموت عالم رمادي بالكامل موحش لأنه استخدام الضلامة فيه والرمادية وما في شمس طالعة والغيم والدنيا دي كلها حتى الملابس ألوانها كلها كده قاتمة قدام عالم عالية فيعني حتى التيارات الانتاجية بسيطة أحيانا ممكن توصل لمتايج أكتر من مجرد مؤثرات بصرية فبرارة صلاحة مزبوط تتوقع هيقفلوا عليك ليف هنجر ولا هيخلصوا الدنيا كويس مع نهاية الموسم ترى يعني أنا أنا و أنا و مجموعة الناس اللي قرية الكتاب شايفين لو كم الموسمين مصيبة مصيبة أنا أبغي يخلص في موسم واحد اللي لا أشوفوا يحتمل لموسم ثاني صراحة اللي لو كان عنده إضافة كبيرة عن الكتاب أنا شايف أنه خلاص أنت وصلت للأرك الثالث وحلقتين لأرك الثالث خلاص كفاية طيب نتحرك بعد كده لواحد من الأفلام المتبقية معنا عندنا أحلام العصر وباد بويز وإنسايد أوت تختار مين ناخد أحلام العصر بسرعة يلا بينا أنا تفرجت عليه في مهرجان البحر الأحمر العرض الأول وأنا ما قدرت أتفرج وقتها لأنه أطلعت العمل وقتها وما قدرت إني كنت في الدوام فما شفته وشفته لما نزل الفيلم الفيلي بعبارة عن نصين لأنه فيه استراحة في النص حرفية اللي أول مرة تصير في السعود آه ده حتى في المهرجان عملوا كده في المهرجان كان في استراحة في النص فأنا وصولا للاستراحة أنا ما وقفت ضحك وكنت مبسوط والتجربة كانت حلوة من بعد الاستراحة لنهاية الفيلم كان ينشف فيلم تالي وهو بعد انتقلهم بالكامل لعالم المشاهير والكلام ده أنا فاكر أنه أنت لما تكلمنا على مسلسل على نسبة مشاهدة وقلت لك أنا جدا منتظر أشوف كيف ممكن صهيب وفارس يصوروا هذا العالم بحكم قربهم العالم ده إيش ممكن يعملوا ما برضه باخدوا كل الشيهات البحثة يعني ما صار فيه ما صار فيه تمثيل لعالم المشاهير بالطريقة اللي ممكن اثنين عاشوا وسط العالم ده فترة طويلة فإذا انتوا اللي لكم اتناعشر سنة مشهورين أو عشر سنين مشهورين وأصحابكم كلهم من المشاهير وكنتم بحرية إبداعية كاملة لأشهر ولكل حيتقبل منكم لأنه ممكن تقولوا أنا شفت الشيه ده الشيه السطحية زيادة على لزوم في التصوير حياة المشاهير والأجنسيز وكلاء والأعمال وده كله فما حقلوم طاش مطاش ولا حقلوم سيلفي ولا مخرج سبعة ولا كل المسلسلات اللي تيجي في رمضان دي اللي البعض اعتبرها تافها كيف انه نصور برضه حياة المشاهير بنفس الطريقة فهذه أول فرصة يعني مو فرصة هذي أول عيب من عيوب الفيلم كان سيئ كتابيا كنسية تصويرية كنسية في كل النواحي يعني ما لقيت معا أي ارتباط أبعد أبدأ يعني ما أبغى أبدأ بالإيجابيات صراحة إيجابيات نظرتي عن فرصة قدس معروفة نظرتي عن صاحب قدس معروفة قديش أنا مؤمن فيهم قديش أنا حبيت شمس المعارف معروفة قلت لك الآن أنه أول نص ساعة أنا مبسطت وضحكت من قلبي ضحكت من قلبي معروف مثلين بأسماءهم كانوا طلعين كويسين إسماعيل الحسن مكمل معاي أنه كوميديان رائع يمكن إدى حين أقول إسماعيل حاول تجرد تدي حاجة تانية إلا لو أنك تكون كوميديان طول عمرك قلس خليك بس بدأت أدوارك تتشابه يعني بديت أشوفك في كل مكان نفس الدور يعني إسماعيل أنا أعرف من أيام الستاندوب كوميدي حق جدة كوميدي كلب إذا حاب تعمل شيء مختلف هذا الوقت الآن لأنه خلاص بدأت تخرج في المرحلة تكرار تكرار ضحكني أنا من جمهورك أنا أحب الكوميدي حقتك بس بدأي نعمل تكرار حتى الكوميديا لها أشكال مختلفة مداما تكون بنفس الشكل صهيب حاول يقدم دراما أنا ما مشيت معاي الدراما اللي حاول يسويها صهيب ما مشيت معاي كتير يعني إخراجيا كتابيا الباب كان مفتوح إن صهيب يديني دراما ما وصلت لي واضحة إنها محشورة واللي ساعد في الشي ده إنه مشاهد كتير طولوا المشهد ما كان له أي قيمة تطويل المشهد غرق البيت بالموية غرقه في المسبح مدري إيه عارف اللي هو يبغي يوصل لك إنه إحنا بنغرق في أعماقه الآن ونهو بيواجه نفسه بس هذا الآن ما يكفي إنه وصل لك الرسالة لا لازم يوري لك بكل التصوير الممكن وفترة طويلة يعني أنا مشهد الهلوسة ده يعني اللي متها ومرته تيجي وتمشي في البيت عارف يعني وموية موجودة خلاص كان طويل بزيادة 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 فهذا أكثر على تقبلي لدور الدرامي من صهيب في المشاهد الدرامية هذه يعني النقيض وحي فارس للمرة الثانية زي ما قدم براء عالم وعطاله فرصة في شمس المعارف قدم لنا شخصية نجم هذه البنت الصغيرة أفضل أداء درامي في الأشياء اللي هي قدمتها يعني أنا عندي مشكلة في الارك تبعها في الأخير وكيف ما تم استغلاله بشكل جيد بس البنت أنحطت في مشاهد مشهد المواجهة مع أبوها اللي في السيارة أنا بكل إحساس فيها صدقته وصلني بكل مراحل قدرت أني أقتنع فيها بالكامل فبراه ابو نجم إن شاء الله أشوفك في أدوار أكثر دورها كان جدا رائع ألوم على فاطمة بنوي في دات دور إنها مستمر تقدم لنا دور السيدة المستفزة يعني في الهامور قدمت لنا دور الثرية المستغلة لحامد الهامور وكيف أنه تزوجها وهي ما همها غير فلوسه أداء رائع في الهامور أنا مبسط منه مرة أبدعت في دور المستفزة في أحلام العصر لدرجة صارت لا تطاقة على الشاشة أنا قاعد جالس والله يا محمود وجنبي بنات وجنبي ناس وإحنا كده خلاص يعني أتقلت دور الاستفزاز فانبسطنا من نطلع لفيلم الآن على نتفلكس وإنه قدمت دور مختلف بس أه خلاص أدوال استفزازية أنت براف وانت كويسة يعني يكمل عليها بس غير كده الفيلم بالكامل ضايع الفيلم ضايع الفيلم يبغي يوصل لك أنه أحلام عصر بس أنا اللي شايفه أنه كان ناقصه جرأة أني أقطع مشاهد أنه كان ناقصه جرأة أقصر الفيلم أنه كان ناقصه جرأة أعيد تصوير بعض المشاهد حتى لأنه واحدة من الكلمات اللي استفزتني في إعلانات الفيلم مغامرة سعودية لعمل فيلم ثلاث ساعات وشوية أنا ما عندي مشكلة دائما أدخل أفلام طويل أنا ما عندي مشكلة معها أنا عندي مشكلة لما يكون الطول لمجرد الطول الفيلم ثلاث ساعات ولا يستحمل لا قصة الفيلم تستحمل ثلاث ساعات ولا المشاهد اللي موجودة كانت صعبة الاستغناء عنها ولا هي مغامرة بالعكس هذه عدم المغامرة المغامرة كان لو قعدت في غرفة مع منتج وقعدت غامرته فإيش اللي تقصوه أنت ما غامرت أنت أخذت أسهل أنت صورت الفيلم بالكامل أنا نزلته الله أعلم كم كان الطول الأساسي ونفس المشكلة لدينا الشمس المعارف عندنا مشكلة مكملة الآن مع فارس وصهيد ما يعرفوا فين يقصقصوا الشي الصح فيلم شمس المعارف كان طويل بس كان متماسك أكتر فيلم ده كان طويل بزيادة فرط فرط الفيلم بالكامل حاول يقدم كل شيء تبه رومانسية فيه تبه كوميديا فيه تبه أكشن فيه تبه شخصيات من الجيل القديم حكاس العالم وممثلين ويجب لك لعيبة فيه تبه انفلونسرز من الجيل الجديد ويجب لكم إياهم وموجود ما يمديك تجدني من العمل ده كله صح الفيلم أنت بتسميه أحلام العصر بس تسميه الفيلم ما تعتبر ما يعتبر تبرير ما عشان سميته أحلام العصر أنا حتقبل منك كل شيء الفيلم من جوه في كثير من الجوانب اللي فيه كممكن استغناء عنه أنا بقول لك النصة الأول أنا أضحكت النصة الثانية لو كمل بنفس الأسلوب أو قفل بطريقة أسرع أو عمل طريقة أجمل كان يصير فلاشباك جييني في وقت أنا ما يهمني أبدا شخصية الشرير ده ولا الفلاشباك تبعه ولا أثر معايا في أي شيء إنه يطلع معانا إن السواق ده كان هو الشرير أنا ما أثر معايا على علاقة الأب والبنت كانت هي الأهم من ده كله علاقتهم سواء تزيد أو إنها تجل كل الشخصيات اللي جاعدين تزودوا فيها واللي تقدموني فيها أكتر ما كان لها أي طعم بالنسبة لي وكانت تزويد مشاهد على الطابق فرنا أنا موافقك في كل اللي انت قلته على الفيلم تقريبا نستمر بعد كده الفيلم تاني على التوالي بعد الفيلم اللي فات نسيت كان اسمه إيه لما عجبناش خالص دوت فإن التسمية بتاعت الأفلام فيها قدر كبير من العبقرية والزكاء لأن أحلام العصر ترم دارج ومعروف ومفهوم المقصود منه ولكن المرة دي الموضوع لي علاقة شوية بأسماء الشخصيات ولي علاقة شوية بالعصر يعني العصر بمعنينه منها العصر الحالي والأحلام اللي فيه شكلها عاملة إزاي والناس ممكن تكون بتطمح لأنها تصل لإيه وده وتمرتبط شوية بإن الفيلم أحداثه بتروح للأطمع بتاعت النجاح على السوشال ميديا والنجاح المفاجئ اللي ممكن يقابله أي شخص لما يتصرب له مقطع ومن هنا الدنيا تفتح عليه وما يعرفش يلاحق ويلاقي نفسه في وسط أطمع كتير والكلام دي كله الله بيت الروبي بيت الروبي جدامها أحلى الرغم منه كما تسطحها بس بيت الروبي جدامها أحلى بمراحل لأنه هي مشكلة أعلى نسبة مشاهدة لأنه دخل في العائلة لأنه دخله في العائلة بيت الروبي دخل في العائلة مشكلة أحلام العصر واقع لنسبة مشاهدة في النقطة دي بالتحديد هو أنه كنت تتوقع منهم أحسن من كده لأنهم يعرفوا أكتر من كده وعندهم المنظور والرؤية والحرية اللي لا يتمتع بيها الآخرين زي بيت الروبي أو غيره أنتوا عندكم المعلومة وعندكم المنظور فلما تكتفوا بالجانب السطحي وإحنا كمان لين علاقة شوية بهذا العالم فإحنا عارفين كويس قوي الحقيقة شكلها عامل إزاي ونفسنا حد يجي نقلها بشكل أقرب للي ممكن تصديقه لي نحن مش للناس فطبعا دي كانت نقطة من نقاط الإخفاق الفيلم طويل جدا 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 بلا داعي معاك مية في المية فكرة مش فكرة أننا كنا نصور مشاهد أقل أنا معاك لازم صنع الفيلم يكون عنده حرية التضحية بالمواد بتاعته لما يلاقي أن المواد تجرمت بشكل عام جرأة يا عمي مقابلة كيفين سبيسي كيفين سبيسي عامل مقابلتين جريب والله هو بيتكلم أفتكرت غصبا عني أفتكرت أحلام العاصر يعني نجد إيه أنزعلان على الفيلم ترى واحد مننا كان بيتكلم على فيلم أمريكان بيوتي وبيشرح أن نصور بعض المشاهد أتفاجأ أنه تشالد في الأخير مشاهد يقول إحنا دعتنا وطولنا فيها ده بيشيلوا حاجات غريبة ده بيشيلوا أركات وبيشيلوا شخصيات بقول لكم في شخصية بالكامل في ديون تو تشالد شخصية بالكامل يعني لازم صنع الأفلام ما يبقاش نظرته مايكروسكوبي على الأعمال اللي هو بيشتغلها لازم يكون عنده المنظور الأكبر البرد آي فيو على المشروع كله على الناتج النهائي ويكون عنده القصوة الكافية أنه يخش يقطع نفسه يقطع حتك منه يقطع حتك من أفكاره يعني أنا فاهم كويس قوي أن الفيلم فيه أفكار كتير جدا ومشاهد المية ده بالغرق بالهلوسة بالكلام ده كله مشاهد مبدع بكل تأكيد ولكن من الحاجات اللي أثرت على التجربة العامة بشكل سلبي لأنه أولا جاي متأخر جدا جوا الأحداث ثانيا طويل جدا ثالثا سهل جدا على اللي بيتفرج يتخيل الفيلم من غيره ومايحسش أنه تأثر بالضبط بالضبط يعني أنت أنت اللي بتروح بالله العظيم اللي بتبينه التغلغل في أعماق الواحد الهلوسة المعينة أوكي ممكن يجيبه بشكل سريع لا هو حسيته كده والله إحنا غرجنا البيت وصوينا ده كله فما ينفاصم ما ينفاصم أخذ نخل نعشد دقائق كده خلاص ما يروح وهنا صراحة يعني أنا مرة ثانية أنا من الناس اللي مؤمن أنه مستقبل السينما السعودية إن شاء الله حيكون بأمان معهم ومنهم هما فارس وصهيب وأنا حابب أنهما الاثنين عندهم الحرية الفكرية أنهم الأخوان قدس وكأنتاج وكله بس هتفكرني بكلمة أنت قلت اللي هي محمود زمان كيف أن الستوديو بعض الأحيان يكون له قوة أنه يكون محلنا ويقول للصانع أنه ترى أنت متشبت في عملك بزيادة أنت متشبت بمشاهدك بزيادة ترى لازم تشيل عشر دقائق من هنا لازم تشيل ربع ساعة من هنا الواضح أنه ما حد بيعمل الدور ده مع فارس وصهيب وحتى الأفلام إن تم تمويلها بيأخذوا تمويل مع حرية إبداعية كاملة ما في منتج بيليس معهم أو أحد بيليس معهم ويشيل معهم المخاطر اللي بتصير اتوقع ده يحتاجه الفترة القادمة اتوقع إنه محتاجه أحد يكون له نظرة لأنه هما متشبتين بأعمالهم مفيش حد كبير على ده المثال دوت بنفس الأرجمن دوت من أكتر الأرجمن اللي تقالت في مهرجان كان على فيلم فرانسيس فورد كوبولا ومفيش حد على وجه الكوكم أكبر من فرانسيس فورد كوبولا بأنه هو الراجل لما عمل فيلم بتمويل شخصي منه بالكامل واخد حريته بالكامل وعلى ما يبدو ده ما كان الشيء كويس ده كان محتاج هيد أوف ستوديو يقول له ده شطح منك ده مش شبه باقي الفيلم ده أطول من اللازم ده ممكن يتشال محدش كبير على دي فما فيهاش حاجة محرجة أو تداية أنا من الأداءات اللي عجبتني جدا الاجنسي بيبل البنت اللي هي فاطمة على قد ما نخهمت منك والجزهة اللي كان معاها حسيت إن درجة تكسيدهم للجنب الخاص بالأطماع في الموضوع دوت مقنع جدا أنا بصراحة بسطت منهم جدا وملكمين هو لا أنا فاطمة أنا هذا مرة ثانية أنا ليه ذكرت فاطمة بالاسم لأنه فاطمة لما انخرجت من الفيلم زعلت قلت يا الله فاطمة حتقدمي بس دور ده من المستفزة في الهامور برضو نفس الدلع والغنج وإنه هي الاستغلالية صح فأنا قلت يعني الهامور وده حين ده كده خلاص هتأخدي بروتوتيب معين استريوتيب معين ما تقدمي غيره لما جاء فيلم بسمة واللي هو فيلم سيء بكل أمانة بس على الأقل شفت أنه بيجدم أداء مختلف فاطمة موهوبة فاطمة كان مثلة من المثلات الموهوبات اللي يقدروا وكان نفسي نتكلم أنه أنت على بسمة بس ما شفت ممكن مستقبل أن نتكلم عليه إن شاء الله طيب نروح لباد بويز يلا باد بويز باد بويز رايد او داي فاتكلم أنت مشكلة أنه أنا عملت ريفيو بالفعل الباد بويز بس خليني أنقل وجهة نظري مرة أخرى وكمان مرة أنا لغاية دلوقتي نحن من شوية شكرنا في عبقرية فيلم أحلام العصر لعدد الزوايا اللي أنت ممكن تبصلوا منها وتطلع بمعاني مختلفة إيه معنى ديك أم رايد او داي في الأحداث اللي احنا تفرجنا عليها في الفيلم ده رايد إيه او داي شفت المجابلة شفت المجابلة معهم قالوا إن لو كنتوا تسميتوه فور لايف كان حيكون أحسن لأنه هو فور وأنا جزر رابع لو كنتوا تسميتوه فور لايف كان حيكون أحسن أنا مش فاهم إيه رايد او داي بس على الجانب الآخر أنا الفيلم عجبني بشكل مفاجئ أنا ما عجبنيش بات بويز فور لايف الجزء التالت أو بمعنى أدق ما كانش المتوقع أنت لما تمسك سلسلة بنجاح الجزئين الأول والتاني بتوعبات بويز وبالأخص الجزء الأول طبعا وترجع تستعدها بعد هذا العدد الكبير من السنين بتوقع منك أن أنت عندك مكون جاهز للانفجار بقاله فترة طويلة قوي بيتخمر وبيستعده دي وقت يأصبح جاهز للانفجار أنا لما اتفرجت على الفيلم حسنت أن احنا دخلنا على ويلد سميث ومارتين لورنس أصلا في وقت غير مناسب مارتين لورنس كان في شيء من أغرب ما يمكن جسديا ونفسيا وعصديا وزهنيا وكل حاجة ويلد سميث ما كانش لسه حصلت له الأزمة بتاعته وكان كاريه في الفيلم اللي فات ده ما كانش فيه أي حاجة جذابة أو متبقية من ويلد سميث القديم اللي احنا بنحبه اللي احنا حبينا أصلا باد بويز الأول والتاني وهي أفلام معيبة بكل تأكيد فقط علشان الكريز ما بتعطي البطالين بتوها بالإضافة لأن القصة بتاعتك على الجانب الجاد كانت ملحمة يونانية خطيرة جدا الابن المفقود العائد بعد عقود طويلة بالأجل الانتقام من أبوه الذي أهمله عشان نكتشف أن فيه قصة حب مكسيكية ما عرفش مالها بتاعه ما عرفش مين والكوميدي على الجانب الآخر بتاعت اللي عاوز يعتزل وبش عارف يعتزل ما ينفعش يا جماعة في فيلم واحد أو في عمل واحد الكوميديا تبقى هنا والجد بتاعها يبقى هنا لازم نقرب من بعد شوية لازم لما يجي أشد خط ما بين الكنين يبقى خط قصير علشان يبقى فيه درجة من درجات التناسق في الأحداث بتاعتنا والكلام بكل كمان ما عجبنيش أنه هم تخلصوا من جو بانتوليانو في الجزء اللي فات وانا بموت فيه جدا وأصلا الحب اللي ظهر فيهم في الجزء اللي فات هم أفضل حب موجودين في الفيلم لذلك ولو ضفنا عليها كمان الحادثة بتاعت الأوسكار اللي حصلت لويل سمير والمشاريع اللي حصلت من ساعتها اللي ما فيهاش أي حاجة كويسة والانتروفيوز اللي عملها كلها اللي كانت غير موفقة على الإطلاق وازاي كريس روك قلب البصلة لصالحه تماما من ساعتها لغاية النهاردة فدرجة تفاؤلي بالفيلم دو كانت صفر ومع ذلك لقيت فيه اللي كان المفروض يكون موجود في الفيلم السابق حدوتة مبنية على الأحداث اللي احنا لسا طالعين منها أو الأحداث الأخيرة يعني ودي كانت فرصة موجودة في الفيلم اللي فات انه هو كان يعمل دوت على الجزء التاني الخط ما بين الكوميديا وما بين الجد معقول جدا الاكستانت بتاع الجد بتاعنا ما هواش على مستوى الجزء السابق أبدا معقول مجرد ان فيه قضية تورطوا فيها ودلاتي بيحاولوا يبرقوا نفسهم منها والكوميديا لم تصل في درجة الهازل للأبعاد البعيدة أو داية مارتن لورنس أنا معرفش ازاي صغر جسمه بقى معقول ما خارج ألفاظه واضحة مستوى النشاط اللي هو فيه كويس ويل سميث استعاد الكثير والكثير من جاذبيته وكرزمته والكوميديا المقبولة بتاعته والزاكي جدا منهم هما الاتنين ان المشاهد الأكشن ما بيلعبوش فيها أهم دور فيه مشهدين أكشن في الفيلم مهمين جدا هما الاتنين مش موجودين فيهم أصلا منهم مشهد هو بس مجرد ان هما بيعلقوا عليه كمان الإخراج بتاع تعادل العربي وبلال فلاح المرات دي جايين باختراع جايين يقدموا حاجة جديدة الكاميرا الكارد اللي بتقدم لك فيرست بوينت شوتر بريفيو في بعض الأحيان بيروح مخليها ديناميك لتلف وسايب الممثل يتحكم فيها علشان تجيبه عواطفه وتجيب التعبيرات بتاعته والكلام دوت يعني كل الناس كان عندها الجديد واللازم والمطلوب علشان يعملوه في الفيلم دوت قبل ما تعملش في الجوزء اللي فات أنا مش شايف بس الحمد لله ان الفيلم دوت أرحم من اللي فات طبعا في العيوب المتوقعة من فيلم اكشن كوميدي هزلي مليان فجوات مليان نطات مليان شخصيات بتظهر في وقت غير مناسب لمجرد دفع الأحداث اللي قدام الفيلان ما كانش كاريزماتيك ما كانش عنده اي مشاكل بس ما كانش كاريزماتيك بالقدر الكافي ولكن بشكل عام أنا مبسطة جدا من بيت بويز رايدو ده أنا ما حبيتها أنا ما حبيتها أنا لا حبيتها ولا حبيت اللي قبله ولا حب فكرة إعادة إحياء السلسلة طب انت أصلا بتحب بيت بويز من الأصل يعني يعني بيت بويز مو من أفلام ويل سميث أنا حب ويل سميث أنا ويل سميث إلين 2008 هو كان من الأفضل مثلين اللي عندي يعني شايفوا إنه إنسان قادر دوبنا بتكلم على الكوميديا والدراما ومدرمين ما في أحد كان في مستوى ويل سميث إنسان قادر يديك الدراما لهذه الدرجة ويديك الكوميديا لهذه الدرجة ووصولنا إلى 2008 وبعدها وصلنا للتقاه قرأ العنيف إلينا الآن يعني ما لا قادر يدينا لا كوميديا ولا قادر يدينا دراما في آخر تقريباً 15-17 سنة فالشاهدين بيت بويز أنا من التسعينات أساساً كان فيلم أكشن مسلي كان يعجبني مارتين لورنس أكثر من ويل سميث داخل الفيلم أوكي يعني أنا مارتين لورنس بالنسبة لي مفتقد مارتين مفتقد للكوميديا حقته ما أدري هي نوستولجيا هي شيء فأأيد على كلامك الجزء اللي فات ما جاني بس الجزء ده جاني فأنا الجزء ده على الأقل خارج إني مبسوط بهي الكوميديا حقت مارتين لورنس المشهد اللي هما في الأركيد تحت وكيف عينه جي والحلويات اللي طارت يعني هذه مارتين لورنس بجدارة هذا مشهد مكتوب لمارتين لورنس هذا اللي عاش مع مارتين لورنس بالتسعينات هيعرف أن ده المشهد مكتوب تحديدا لتعابير وجهه للغباء اللي بيطلع منه لكل هذه الأمور فأنا محاولة إحياء سلسلة من التسعينات مرة أخرى في عام 2024 من غير ما تجدد في طريقة كتابة الشرة اللي موجودة فيه أو القصة يعتبر فشل أنا ما عنده مشكلة مع الأكشن اللي موجود فيها أنا ما عنده مشكلة مع الكوميديا اللي موجودة فيها أنا ما عنده مشكلة حتى مع ويل سميث في فيلمه هو دائما كان أضعف من مارتين لورنس بالنسبة لي في كل الأجزاء هو دائما القوي لمدر إيه هو سوى باد بويز وعمل تقريبا في نفس الوقت صح؟ تقبلتوا في إندبندنس داي أكثر من باد بويز لأن في إندبندنس داي قدر يعطينا الجدية الصح في إندبندنس بوي بيحاول استخف بس مارتين بيغطى علينا الكوميديا حقته كانت أعلى بس بكل دا أن الجوانب دا كلها ما عنده مشكلة مع الأكشن دا بس يا جماعة 2024 وما زلنا أن يعيد اشترار نفس أنواع القصص نفس الشيء يا عمي ولا فيها أي شيء ولا في أي شيء خليني قاعد متحمس وسط الأحداث في أكشن وفي كوميدي الكوميديا هي الشيء الوحيد اللي كان بيخليني أكمل الأكشن ما في شيء مبهر أبداً ما في شيء مبهر بيسي مشهد أرماندو في السجن مشهد ريجي في البيت خصوصاً مشاهد الأكشن ما في تحتمد على أبطالنا فأنا ما نجي يشايف أبطالنا في مشاهد ممكن تعتبر جديدة عجبني جداً لأنك عارف تاريخ أرماندو وعارف تاريخ ريجي وعارف هم يقدروا يعملوا إيه وبالتحديد ريجي مشهد ريجي دوت من أجمل ما يمكن الفيلين كان عندك فرصة ذهبية أنه يكون واحد من يكون معروفين أصلاً صح تمام أنت رحت أخذ تلي واحد اللي باقي بس كان يخليه روسي بس 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 باقي خليه روسي بأي طريقة ما عارف يخليه روسي مو كرتل كده أنت جفلت كل الكلشيهات اللي في عالم الأكشن والشريير الأكشن اللي ممكن أنه يطلع مليان كلشيهات أنا موافق أكف دي بس فيلم بس فيلم يعني ما هو لدرجة لا تتفرج عليه بس أنا ما هو من نوعية الأفلام اللي استمتعت فيها جداً لدرجة قاعدت أقول هل ده فيلم أكشن ولا فيلم أستنى ينزل ستريمينج وأجمع الشباب عليه نتفرج وجوع نتكلم كده ونأكل شبس أنا أشوفه من النوعية الثانية أنا أشوف من النوعية اللي أشوفه مع الشباب في جلسة حلوة كده قد يكون ولكن هو الناس بتخش السينما بس علشان تتفرج على هي داية الفكرة يعني لو دخلت السينما لو دخلت الفيلم عشان إذا ما عندي قصة ولا أداء تمثيلي إيوه إذا ما عندي قصة ولا أداء تمثيلي ولا أكشن أوبردط للا عندك أداء تمثيلي وعندك كوميديا وعندك أكشن مقبول وعندك قصة متماسكة مش مجزابة أوي مش عظيمة بقصة متماسكة عندي كوميديا أداء تمثيلي هذا يمكن من واحدة من أسوأ الكوميديا دي الوحدة يا مهر من أسوأ الأداءات التمثيلية إذا قلنا الدراما الشوية اللي عملها اتاك كانت ممكن تكون اداء عظيمة لانك تقدم الشخصية والكنتراست اللي صار بين مارتين لورنس ويل سميث كيف انه الان ما نقدمه انه صار متزوج صار يخاف بس اللي قدمه اعملوها مرتين ومرة ثانية عدينا منها بسهولة بس اتضربوا على رأسه وقلوا جوم ما صار في حوار عليها ما صار في دراما حوالينها انت بتحاسب الفيلم على شيك ما كتبوش انت عارف ويل سميث يقدر يعمل ايه في الجد ده اوسكار وينر فهو بيعرف ولكن داخل اطار الفيلم مش مطلوب منه ياخد الموضوع الجد بزيادة ولو الفيلم بينجح في ان هو يدحك الناس داخل واجبة مو سلية مش مملة طيب ما في ناس بالهامة اللي بتخش افلام عشان تضحكوا بس ولا فيها الاكشن ولا فيها الانستانس ولا فيها ايه حاجة من الكلام ده عشان كده على عكس مسلسلات تتكلمنا عنها ولا افلام ما قلت بادي تفرجوا عليها كنت متوقع اكثر خصوصا مع الحملة الاعلانية الضخمة اللي عملوها حملة اعلانية دي النقطة الاساسية ما هم دلوقتي كلهم بقوا بينزلوا في الماركتينج بتقلوهم على اساس ان الناس دي مو بالقوة دي مو بالقوة دي لا يسا متكلمين من شوي على ده فول جاي برضو عملوا عليه مهرجانات لا يا عمي بس الحملة الاعلانية حقه ويل سميث ومارتين لورنس اللي ما فيه انفلونسر ما صوروا معاه ما فيه مغني ما طلعوا معاه جو عنده لعمل بريمير في السعودية والاول مرة ينعمل دارو في دول العالم كلها بطرق جديدة يعني هنشوف الاكبر نجاح عملوه في فيلم باد بويز هو الحملة الاعلانية تدرس والله العظيم حملة الاعلانية من اي تو زي ما فيه خرم ابرة في العرب والغرب ما راحول وعملوا حاجة ولا احلى برافر عليهم والله والله برافر عليهم مقارنة مع دي انا شوفها اقل انا بطلت كل من الاوانطة دي انت لو الحملة دي تخليت تتوقع ان الفيلم افضل انا عادة الحملات اللي من النوعية دي بتفاهمني ان الفيلم اسوأ لذلك انا اتفجئت من ان هو كويس بالمقارنة مع الفيلمان اللي كانوا عمونه حاوليه اعرف ليش لانه بدت الميزانيات تأثر الان كل الكلام اللي بيطلع اليوم على الميزانيات جدي ايش انه الماركتينج بيأثر فقعت اشوف ماركتينج ميزانية جدي كده اكيد عنده شي خليه يعود في مبيعات التذاكر انه يعود عن الحملة هذي اظن البجت حق الفيلم مية مليون فهو شاطر جاب في اول ثلاث ايام حدود الستين سبعين فحيقفل الفيلم ففادت الحملة يعني طيب اخر فيلم معانا اليوم في السلسلة وهو فيلم انسايد اوت قبل ما نتكلم على انسايد اوت والجزء الثاني انا حابب اشارك معلومة عن نفسي انه فيلم انسايد اوت الاول الين فيلم سول واضن حتى بعدها انا اعتبره من اجمل الافلام اللي شوفتها في حياتي اللي هو من ناحة الافلام بيكسار فيلم ساعدني في اوقات صعبة ضحكني في اوقات كثير ساهم في نقاش ساربيني وبين اولادي على اشياء معينة على مشاعر معينة على اشياء بطريقة بصرية رائعة سهلة توصل للناس كلهم من اكثر الافلام للاطفال وصل كبار ممكن يتفرجوا عليه ويشوفوه بعيون مختلفة ويعكس على حياتهم بطريقة بطريقة ايجابية هذا الشي خلاني متخوف جدا انه احنا نحلب في القصة نشوفت القصة كانت رهيبة الجزء الاول كان عندنا مجموعة مشاعر معينة ما جب لك كل المشاعر اللي في الدنيا بس خلاص عندك مجموعة مشاعر معينة انت بقفل عليها فكيف ممكن تروح للجزء الثاني وهذه النقطة اللي انا ومحمود اتكررنا فيها لو احنا قاعدين نجاهز الحصاد خفنا انه الجزء الثاني ما يعرض عندنا في الوطن العربي لانه كان نازل في الخطة حاجة بوكس في السعودية مثلا بس بوكس في مصر ما كان نازل فبس قاله وقلت له اسمع ليكون فيه تهديد انه حينشاء قل لي ليه طيب يعني فيه مشاعر وهي راحة حسين تينيجر ممكن مشاعر اجندية مثلا مرتبك البنت يعني والله صرنا خايفين من اي حاجة تصير لا الحمد لله تم عرض الفيلم وانا ومحمود شفنا اليوم الصبح الفيلم فيه شخصية محجبة الفيلم فيه شخصية محجبة شفنا الفيلم اليوم انا ومحمود في نفس الوقت في الصباح هو في مصر وانا في السعودية فما جاءتنا فرصة نتكلم عليه للان فنسمع وناخد رأيك يا محمود هو الفيلم اعتقد انه هو بريء تماما من تهمة الحلب لانه بيمشي مع عمر رايلي البطلة بتاعتنا هيا دلوقتي وصلت للمرحلة بتخلص المدرسة الاعدادية بتنتقل للمرحلة السنوية اذا بتتعدي بالمرحلة بتاعت البلوغ ومع تعديتها في المرحلة بتاعت البلوغ بيخش علينا عدد من العواطف المتطورة شوية بعيدا عن العواطف البدائية اللي كانت موجودة عندها اللي هم السعادة والحزن والخوف والغضب دخل معانا دلوقتي الانوي اللي هو الازعاج ودخل معانا الحسد ودخل معانا الاحراج ودخل معانا البطل الحقيقي بتاع الفيلم دوت وهو القلق او الانجزايتي هو ده بطل الفيلم هو دوت المحرك الاساسي بتاع الاحداث لانه هو دوت اللي عاوز يسيطر خصوصا مع الاقتراض من المرحلة العمرية الجديدة ديت والاحداث بتنطلق من النقطة دي عايز تقول حاجة ها؟ وهو مرض العصر اليوم يعني نشوف على كل سواء المراهقين ولا الناس الكبارة في السن؟ ويعني ايه عواطف ويعني ايه تقديم والحبة الفصل اللي في الاول دوت في رأيه الشخصي كان طويل جدا ومش سينما يعني بكل تأكيد مش سينما من اساسه وبعد كده الفيلم لما وصل لمركز الاحداث بتاعته بقى روت ريب ما بين شخصيتين وحشني الشخصيات التانية اللي كنا بنزورهم على فترات متبعدة لغاية لما خلصنا الاحداث فيلم زاكي جدا بكل تأكيد التشبيهات بتاعته والانتقالات ما بين اللي بيحصل في عالم العواطف واللي بيحصل في العالم بتاع الشخصية الحقيقية كان عبقري الى اقصى درجة ولكن تجربة المشاهدة في رأيه الشخصة ما كانتش متزمة ما قدرش اقول ان دي نفس الحالة في انسايد او تو على الاطلاق لأن المرحلة بتاعت الاكسبوزيشن قتلناها رحتا في الجزء الاولان وما فيش اي دعي نحن نرجع لنزورها تاني في الجزء التاني في الجزء التاني احنا بديين على طول عارفين يعني ايه عواطف عارفين يعني ايه جزر رايلي في الحياة الحقيقية عارفين بتنتقل لايه من ايه مرحلة لأي مرحلة وده كان سريع جدا وتقدم بسرعة حاجة الوحيدة اللي احتاجنا نفاهمها هي المفهوم بتاع البليف سيستم وبعد كده العواطف الجديدة اللي دخلك يعني ازاي الذكريات بتتقلب للقناعات وازاي القناعات ديات بعد كده بتتلمى مع بعضها وبتشكل الشكل بتاع الشخصية وهو ما عملوه كمان بشكل جميل جدا طبعا عندنا برضو روت ريب في وسط الاحبات بتحصل الروت ريب المرادي يتشارك فيها الابطال كلهم وده شيء كنت مفتقده في الجزء اللي فات لما كان فيه شخصيات كتير خدت جنب المرادي كل الشخصيات في مركز الاحبات واقصد التمن شخصيات بتتمع معواطف بما فيهم الشخصيات اللي موجودة في العالم الحقيقي التجربة اللي بتمر في العالم الحقيقي كمان محدودة جدا زمنيا وده شيء عجبني جدا لذلك انا شايف ان Inside Out 2 فيلم حلو جدا والحقيقة بالنسبة لي انا افضل من دوز الاول كمان انا شوف تكملة حلوة وانا ضد اللي بيقولته عن Inside Out بمراحل لانه اللي انت اخده انه طوله ولا شيء ترى مو الكل بيفكر بنفس الطريقة احنا دائما ننسى انه جليل مننا اللي يفهم الروح الجسدية كيف تشتغل اللي يفهم العواطف كيف تشتغل اللي يفهم الكيميكلز اللي في الدماغ كيف تشتغل اللي يقدر نفسيا يفسر عواطفه وتصرفاته وكيف تنعمل فالرحلة دي اللي عمل الجزء الاول كانت جميلة انه الكل يبدأ على بينه انه ترى مشاعرك دي طالعة من فين انه انت عندك مركز للذكريات انه انت عندك مدر ايه فجابوها بطريقة تفسيرية كمان للاطفال بطريقة حلوة وانا احنا كمان للكبارو نفتكر بعض الامور اللي احيان نتغابة او نتناسى انه هي فعلا موجودة عشان احنا بالاخير بشر وقديش العواطف كانت معقدة فهذا اللي احبيته كمان والجزء الاول اكتر شيء كان عجبني فيه فكرة انه سعادة الحالة ما تنفع وانا لو ما عندك الحزن الكنتراست ما يفيد يعني والحزن كيف انه دور والحزن ده عبارة عن فاير عبارة عن نار يخليك تقدم لقدام فانه ما ينفع انه انت دايما تكره الحزن ولا الشي ده بالعكس ممكن الاستفادة منه هذي من اعظم الرسائل اللي كانت موجودة معنا في الجزء الاول ما حبيت التكرار في الجزء الثاني مع انه صحيح انه في الجزء الثاني برضو احنا بنوصل لمرحلة انه العواطف كلها حتى الانقزايت ده مهم لانه انت برضو لازم تكون عندك انه عندك ما تكون لا مبالا لازم تكون قلقان من حاج شائل هم مستقبلك بس ترى لسه بدري عليه ايش عندك حاجة بكرة بعدين حبيت دي بس هو تكرار مثلا للحاجة الاولانية اللي صارت بس فكرة البلوغ وفكرة ان العواطف دي تبدأ تتطور انا هذه النقطة اللي كنت حابب ان المسلسل مثلا او الفيلم ياخدها بطريقة مختلفة الخوف بالنسبة لي هو القلق بس هو نسخة متطورة من الخوف الانقزايت هو الخوف بس هو ما شرحوا ديما بس هو قال لك الخوف الخوف هو الخوف هو اللي مهتم باللحظة الحالية القلق مهتم بالمستقبل مهتم ببلغ اللي لسه ما وقعش هو ما شرحوا ده اعجبني جد فانا كنت شايف انه بعض الشخصيات كان من الممكن انه نفس الشخصية تبدأ مع البلوغ هي تتغير وتبدأ تصرفاتها تتغير لانه الخوف نفسه تطوع خوف الولد الصغير دائما لحظة ما يخط من المستقبل لما انيكبر بيشير حاجة تانية انيوي هذه حاجة جانبية ممكن نروحها بس بشكل عام فيلم رائع فيلم مرة رهيب احلى رسالة حبيتها في الاخير كيف ان الانسان مجموعات عواطف هو اللي يخاف هو اللي شايف نفسه مو كافي هو اللي يدي النفسه امل مو دائما انه الاشياء السيئة السيئة نحبسها ونبين الاشياء اللي جابية ولا انه الاشياء السلبية طوروا الموضوع نطشاية كمان يعني يعني هو الجزء التاني يعتبر تطوير على الجزء الاولاني لذلك فهو بيلعب في الجنب الآن من شويتين وصعب بيبقى وحش بس الحيطة المتطورة اللي هو وصل فيها فكرة ان العواطف كلها مهمة لتكوين الشخصية هو انسان دوتو بيختم على رسالة اعقد من كده شوية هو ان الانسان بقى عدد كبير من الشخصيات في نفس الواتف هو مخزون البليفز بتاعته بقى بيجتمع مع بعض وبيغيره من لحظة التانية وهو دوت التعقيد اللي كلنا عايشين فيه والفيلم بيحاولي فهمنا انه نهدق هلعنة من الموضوع دوت شوية ما عجبنيش ان بيلهيدر مرجعش في تكسيد صوت الخوف وانماندي كولينج مرجعتش في تكسيد صوت الساد صوت ال الديسجست لكن كانت عاملة الديسجست كانت عاملة اه بينما افتكرتهم في الاخير افتكرتهم في الاخير صراحة في البداية ما كنت نجمع يعني انا وحشني بيلهيدر بيلهيدر كان لا كان فارق يعني بس الغضب اللي هو الرجل المتنرفز قوي دوت عجبني جدا انه موجود كنت حدائق جدا لو كان اتغير انا كمان حاب ها وعندنا عندنا اوماجز حلوة قوي في الفيلم عندنا كنين ايستر ايجز اه عجبوني موت واحدة منهم من الاعلام بتاع ابل بتاع البيج برودر لما جيه واحد ورح مطوح الكورسي في المساشة كانت زكية جدا وفيه اعتقد فيه ايستر ايجز على على نوب لما كانوا بصين من تحت الحتة اللي هي الباكوف داماين ديت وكان فيه بتاع فوق زي الايليون بتاع النوب شوي فاعجبني كان شيء زكي لا الفيلم كان الفيلم حلو والفيلم جاي في وقته في وقت احنا اليوم بنعاني يعني انا عندي واحدة من المشاكل اللي بعاني منها الان مو انا شخصيا البعاني من اني افهم الحياة اللي احنا عايشين فيها اليوم احنا جايين من فترة كان انه الواحد يعترف انه عنده مشكلة نفسية كان عيب وكان غير متقبل من المجتمع تماما وكان دائما الشيء الواحد يعاني بينه وبين نفسه فيه نادرة ما تلقى حتفاهم ايش يعني مرض نفسي يا مجنون يا صاحي ايش مريض نفسي دي ما حتفاهمه فاحنا انتقلنا من ده انه اي احد اليوم عبارة عن مكتئب واي واحد اليوم عبارة يفسر حزنه على انه اكتئاب الشيء ده صار طبيعي الادوية حقتها صارت منتشرة الاستدنا ما احنا عارفين الصح من الغلط اللي صار فيه بالذات اللي بيروحوا فيها ضحية تينيجرز والمراهقين اللي من اقل عقبة ممكن تواجههم اللي ممكن تسبب حزن لا هم ياخدوه على انه اكتئاب وزيادة القراءة في دي المواضيع تخليه توهم ويخش البلاسيبو يتواهم انه موجود في هذه الحالة فيريت نزيد الاعمال دي كرتونية ولا غيرها تساعد بالذات لأولاد وللساعدهم في عمر وبكري بدأ نتفرج معاي ويشرح لهم وبتساعد الاهل عشان يفهموا الاولاد كذلك ان الولد اللي متنرفز ولا العصبي ولا اللي صوته عالي ولا الغاضب ده مش قليل الادب مش شرط يكون قليل الادب ممكن يكون في حاجات بتحصل في حياته طبيعي فيه تغيرات بيمر بيها طبيعي بتفرد عليه بعض التغيرات وبتنفد عليه بعض الطباع اللي ممكن ما تكونش مبسوط بيها مش كل حاجة في الدنيا نربطها بالادب وبقلة الادب لازم نفهم الناس ولازم نقرب منها وحبيت كيف نخش في نما دخلنا في عجل الأب والأم ومنشوف العواطف الكبيرة في السن الموجود والنستالجيا عجبني في الأول والنستالجيا يا مان النستالجيا اللي تيجي تزورنا كل شوى العادب انت قدامك عشر سنين ما تجيش دلوان صراحة يعني أذكي صراحة فيلم من زمان من زمان من زمان من سول هذا أول فيلم من سول يعجبني من كل الأفلام اللي نزلت سواء فيزني ولا بيكسار دي أوافقك فيها مية في المياه فعودة جميلة وننتقل كويسة يلا آخر واحد يلا ننتقل للمسلسل الأخير معنا وهو مسلسل Presumed Innocent اللي تعرفت بينه حلقتين لغاية دلوقتي وحلقتين كافيين جدا لأنه ما يجذبوا أي حد أنه يعوز أنه يكملوا ويتابعوا أنا طاير من الفرحة بالكاست الكاست هايل أنا كنتعرف أن المسلسل فيه جيك جيلن هال بس لا ده طالع فيه مواويل ده فيه الواد بن سكاس جارد الكبير ولا مش عارف إذا ما كانش أخوهم ولا لا اللي هو الفيلن البروسيكيوتر اللي على الجانب الآخر فيه روت نيجا فيه رئيسه اللي بقى المحامي بتاعه ده جمبار الرمل ده ده كان في موليس جيم عمل دور صغير من أبدع ما يمكن فالمسلسل جميل على مستوى الكاست شوف أنا مرة مبسوط أنه جيك جيلن هال جاله عمل إن شاء الله يوصل لأكبر جريحة من النظر أنا مرة أحب جيك جيلن هال أنا مرة يعجبني بس اختياراته للأسف مؤقرة ما صارت أفضل شي لا دوره في سبايدر مان كان كويس ولا دوره في الفيلم حق أمازون ده لطالع كملاكم كان كويس ولا دوره في كفنن كان عظيم بس ما انتشر للأسف فيلم من أفلام غاي ريتشي اللي منتشر على الطريقة الكويسة وما وصل لناس كثير على رغم من دوره كان كان كويس فجيك جيلن هال يستاهل أدوار أكبر جيك جيلن هال هو بريزنر جيك جيلن هال هو زودياك جيك لا موفي زودياك مايت كرولر مايت كرولر كان في زودياك لكن في زودياك برضو فجيك جيلن هال ترى ترى إيش الفيلم اللي عجبني شفت له فيلم قريب رهيب عارفه من زمان ما شفته مرة تانية جريب قلت لك أنا لي فترة رجع أشوف أفلام تانية اللي لي على قلع عشرة سنين ما شفتها دوميليشن دوميليشن يا من أفضل أداءات الجريف اللي أنا شفتها من الناس الأوليالة اللي أعجبهم الفيلم دو ليه مراجعة القناة فيلك والله بغل أشوفه 8 سنين باين أو 9 سنين حاجة زي كده ده له شوائي حلوين فالجريف قداني يا فأني مبسوط لما أشوف الآدم ده ياخد عمل وإن شاء الله أنه يوصل على أبل تي في عند أغلب الناس الآن المنصة دي موجودة وأول حلقتين تبيع أول حلقتين تبيع أنت من أول حلقة يحكينا بيدور عن إيه هذا المسلسل الفيلم بيقوم على أنت بتبدأ المسلسل على طول أنه في قضية قتل وبتشوف أنه هذا المحقق جاء وبيقولوله لا تخش المنظر مرعب يدخل يلاقي واحدة متربطة بطريقة بشعة وميتة بعد أن نكتشف أنه هذه أصلاً محققة من ضمن فريق التحقيق هذا اللي موجود بعد أن نكتشف أنه طريقة موتة وطريقة تربيطة بنفس طريقة واحد مجرم هي سبق وأدانته ودخلت السجن فيبدأ أسئلة كثير طويلة عريضة مين ممكن يكون السبب في أنه وصلها لهذه الحالة فغير ده كله نفس فريقة التحقيق في انتخابات الآن حالياً بتصير ألمين هيصير المدعي العام للمدينة المدعي العام الحالي هو اللي ماسك القضية هذه والمدعي العام اللي حييجي مستقبلاً واللي معاهم في التيم الآن بيطلع ويدي تصريحات مية حلوة في الإعلام ومدرمين فعندك قضية وعندك حرب إعلامية وعندك ناس أصلاً كارها بعض جوة الموضوع بالكامل وعندنا المحقق الرئيس اللي هو بيشوف انه عنده عيلة محبة وعنده ولد وعنده بنت وعنده كلام ده كله المفاجأة وإذا ما تبغى أحد يحريق عليك أي شيء خلاص رح شوف الفيلم أصلاً ما شوفناً لحلقتين وتبغى حاجة كمان تزودك وتحمسك تطلع انه هذا المحقق كان على علاقة مع المحققة وهو الآن في قفص الاتهام والموضوع صحط لدرجة انه فريق التحقيق اللي صاروا الآن مسكين الفريق أبسط شيء عنده منهم يقولوا انت اللي تشيرها قضية فموضوع صعب قضية حلوة وحلقتين من أجمل ما يكون الآن ووكول على بعض وثمانية حلقات فحلقتين الآن من الثمانية رائعة ثمانية حلقتين من الثمانية رائعة الموضوع فعلا متشابك جداً الصراع السياسي مع الصراع الوظيفي مع الصراع العاطفي خصوصاً وان الموضوع ده بيلقي بضلال قديمة وحديثة على علاقته الزوجية ومتجوز واحده ومخلف منها أولاد وبيمر يعني أنا الحلقة الحلقة التانية فيها مشاهد ان بني آدم يتعرض لهذه الدرجة من الإهانة العاطفية شيء صعب يعني شيء صعب على الفرج هو شخصية كدابة وشخصية خائنة وشخصية كل حاجة في الدنيا وانت شايف ان اللي هو بيتعرض له هو يستحقه مية في المية ومع ذلك انك تشوفه في قفص في قفص الاتهام في المحكمة وفي قفص الاتهام على صفر بيته وطبعاً احنا بنتكلم على ان ممثلين الادعاء اللي هم كانوا بيشتغلوا تحت النائب العام القديم ودلوقتي بيشتغلوا تحت النائب العام الجديد عاوزين يتشفوا فيه اصلاً لان هم شايفين مصبطين تلات مصايب عنده اولاً ان هو كان بيواعد واحدة زملتهم وكانوا مخبيين هذا الموضوع ودي مصيبة الموضوع التاني انه هو اثناء الحملة الانتخابية كان بيهاجمهم وبيفتري عليهم فعاوزين ينتقمهم منه والجانب التالت انه هو كان ممثل الادعاء في قضية مقتل زملتهم ومع ذلك وما جال وما جال طب ارفض والمرجر اخذها لانه انا عندي علاقة معها يعني على خصومة سابع اتهام فممكن انه اخذها عشان يزيف ادلة يبرر نفسه بالضبط 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 فتخيلوا بقى كل بنا هرم من الحاجات دي تكون له وشاف الهرم دوت وهو بيتدعى قدامه وجيك جيلنهال بيقدم اداء في تعرضه للإهانات والمهانة اللي هو تعرض لها ديت من ابدع ما يمكن تحفظي الوحيد بس ان انا حاسس ان المسلسل بعد كده نمطه مش هيكون مسلي قوي او مش هيكون لطيف قوي ان احنا حنقعد بقى كل شوية نتهم واحد وبعدين نبرقه نتهم واحد ونبرقه نتهم واحد برقه لغاية لما نوصل لخط النهاية اتمنى ان هما يكونوا عندهم كيرف بولز ويكونوا عندهم مفاجآت تقدر تخلي الدنيا متجددة برضو خصوصا مع الوصول لمنتصف الاحمد المجرم الاداء اللي سواه المجرم اللي هو طلع في المشهد امكان كله على بعض ثلاث دجايك في الحلاجتين اقوى شيء في الحلاجتين كلها المجرم اللي بيزوره في السجن صحيح يا انه اعطاني دور والنظرة حقا اللي انت جيد تبغاني الان اللي انا حتى سيد من المسطب هو مجرم هو اكيد مجرم بس اكيد له دور في اللي ساير طيب ايش اللي بيصير هذا يقوله جاي يقوله انا باعرض عليك انك تخرج الاداء كم مرة حلو انا مرة حب انا الان ما بغى ارفع بزيادة يا مم السلسلات اول حلاجات تكون حلوة وبعدين بدأت حلوة وقتا من زي الزفت فان شاء الله هذا ما يكون واحد منهم جبل ما نختم انا لا اتكلمت معاك على دا الموضوع ما اتكلمت معاك على دا الموضوع ولازم اسألك مين اللي فاز كدرك ولا دريك انا وانا ما فيه انا عندي 45 سنة ما لا يا محمود لك في الهيبهب يا محمود لك فيه لا ولا متابع ولا عرف اي حاجة يعني عرفت من الناس في الستريم ان فيه بيف وبتاعه انت تيم مين فقال تيم كندرك وخلصنا على كده لكن انا معرفش اي حاجة في الموضوع لا انا لازم ارسلك التراكس وديك الهيستوري والكونتكس حتنبسط لان انت انسان تقدر الليريكس والديليبري حق الراب يعني وكيف الطريقة لا اللي صار ملحمة انا بالنسبة لك كندرك يعني واضم بالنسبة لتسعين في المئة من الناس هو كندرك بس الحياة اللي عشناها الشهر داك او الاسبوعين ديك اللي عشناها هي اجمل فترة في حياتي حقيقة الهيب هوب من فترة طويلة يعني طول عمري اسمع على توباك وهيتي ماب واللي سواه مع بيقي بس انه ما اصرتها كنت صغير اصلا يعني ولا كان عندنا الاشياء دي وتوصله وعلى كبر عرفنا المواضيع دي وكلها بس بيف على هذه القدرة وعلى هذه الاستماع وندخلك ناس ما لهم علاقة بالراب انه الكل يسمع صار شي جزء من البوب كولتشر نفسه هذه حاجة مو كل يوم بتشوفها فانا مريت بحاجة جميلة فترة لفاتر كان نفس يتكلم معاك فيها لانه كانت رهيبة صراحة كانت رهيبة انا اخر حرب هجائية ممكن نكون اعرفها كان بتاعة احمد شوقية امير الشعراء وحفظ البرائي الله واكبر وغير كده معرفش ما ديش اي خبرة بالحاجة الغريبة اللي تتكلموا عليها خلاص ايش طيادود نهاينا الحصاد الحصاد الجاي ان شاء الله حيكون معانا عدة مواضيع حيكون دبير اه علشان بس تكون الدنيا واضح لكم الحصاد دوت المفروض انه كان ينزل عند ماهر بس ماهر عنده ظروف اجازتية وحاجات بالطريقة ديت فعشان الحلقة تطلع لكم في معادة معقولة خليها عندي وعشان هاوسو دي دراجون هيبدأ كمان فبيت التنين ان شاء الله حلقة الجاي حيكون معانا باري مباري اتش اسمه دبير هيكون بدأ واذا قدرت رجع لت دبويز من دبويز موسم الرابع كمان رجع فحيكون عندنا في المسلسلات على جل يعني وجبة مشبهة ان شاء الله حبيبي يا رئيس نورتنا في هذه المرة الجميلة وان شاء الله ربنا ما يقطع لنا عادة ولا يأخرنا مرة اخرى ونستمر في التقليد الشهر الجميل بتاعنا فأتمنى لك عيد سعيد ولكل الناس اللي بيتفرجوا علينا باي باي مع السلام